اشتركوا في القناة 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 المهم ما ستأخريش الليلة أقوم أنا بقى علشان وراي موعيد كتير قوي على فكرة في خمسين جنيه ثانين هتخديهم أخر الليلة وإذا قدرت تجيبي معاك واحدة أجيبلكو سميرة لا والله عرفت تختاري هي زيها دلوقتي متريشة على الآخر بقى عندها عمارة دلوقتي عرفة ليه؟ عرفة يا سيد عشان عمرها ما عرفت حاجة اسمها حب اهو بقى اللي احنا عاوزينه منك انك تخليه زينا كده يعني راجل ابن حاس بس دي شغلة صعبة قوي أمعال انت كمان حطيه ياصي انت معنى تكيش فكرة ده غانى قد ايه؟ ععوزين بقى حلوى نشوف شطاب دك اه اه... انا هعمل اللي علي نشوفك بقى بالليل ادم والله فكرة يعني الراجل مجيش الله لاخايف لا يدينا مقلب وما يجيش هو معقول بعد اللي عملناه معاه ده احنا كاننا يصالينا ينقوم نبس رجليه اصل اللي زي ده ما عنده زوق ولا احساس هو ده بيهمه حد طب وإيه الحال عارف لو مجاش الليلة حمسح به البلاط حمسكه في وسط الوكالة وافضل اضرب فيه لحد ما خلص عليه يعني صاحبك مجاشه الساعة بقت عشرة هي معلم جميل بقى الرجل ده مدوخكوا الدخة دي كلها نسيروا يرقى هو يعني حيروح فين ما هي دي شرطك يا سي جميل اذا احنا دينا له فرصة كمان عشان يهزقنا ويمسحبين الارض اتفرق بقى على الحتة بكرة لما تعرف كلها معلمين الحتة الكبار عدم وسيء آدم ومرضيش يروح لهم يا معلم صبح صبرك بالله وحياتك عندي ما هعتقه ولو حكمت اقجر عليه ودم العيال البلطجية وخليه خلص عليه ايه الحكاية هو احنا حنقضل ليل طوله في سيرة سيء آدم بتاعك وده هو مبيش حاجة نشربها ازاي البوفيه جوه مليام من خيرات الله حر ونرفج التيتو ما تيجو نخش البوفيه وعنه ما جاه طيب ما نستنعه شوية انت مسامع ستة ايه بال بتقول ايه يعني خلصك نجوح ستة ايه يلا يا جميل نفتح البوفيه ولو جاه هو طبعا عارف انه تأخر عن المعات اهلا وعرف هو فين وبيعمل ايه عم ايوا يا صفاء انت تلبس ليه انت خارج ايوا وراك حاجة مهمة في ناس تجار عزميني الليلة وحتروح لهم انت مبتستحملش الصهر عاوز اروح علشان اشوف عاوزين مني ايه ما انت عارف انهم بيكره وك عارف بس انا حاسس ان لازم اروح يا ست اقبال ده مورينا الظهر في عز النجوم تعرف انكم شوقتوني اولي ونفسي اشوفه ان شاء الله ما تشوفي واحش عارفة الارد بالنسبة له غزال هو انت جيت اهلا ادم بي اتفضل ما لك واقف كده ليه ما تتفضل يا ادم بي اتفضل ده بيتك ده بيبص القلنة بصت غريب اتفضل يا سي ادم الله دريجة يا ادم امتى يا راجل ادم ادم خرج اما حتة الام بصراحة راجل بصحيح ايه يا معلم اما لفين ادم ادم مجاش جاه ونزل اللي حتى محط في عينه حصوة ملح ورمى علينا السلام جاه ونزل من غير ما يقعد يقعد بقولك ما كلمناش حتى ايه رأيك يا علي ايه يا استاذ احمد نوي على ايه يا طار ايه رأيك نروح لبيت ها بيت انت عاوزه يتباحنا زي فراخ انت خايف طبعا خايف وخايف جدا وجدا خايف يبقى حروف لوحدي ها ازا كان كده بقى معلش انما انا استاذ احمد عاوز اربي الكامعيل انت عارف العيال لا 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 صحيح ده انت مش عارف على كل حال بكرة تتجوز وتعرف اعرف ايه تعرف يعني ايه الخوف يا استاذ خواف انا رايح وزا كنت عاوز تجي معايا امشوا رايا عن اذنك ها استاذ احمد استاذ احمد ما تيجي تصورنا هو مش حضرتك مصوراتي ايوه بس بس ايه جدا عاوز مؤدم الصورة كام اتكلم خد جنيه يا حضرت انا مصور صحفي طب هو مالو يا اخي هو حرم تصورنا صورنا الاول وبعدين اتفضل على البوفي بوفي اه مش شايف ياه وده كله كنت عاملينه عشان ادم ادم مين وعفريت مين حد واخد منها حاجة لشوية الفرفاشة فرفاشة طب سلام عليكم الله اما صحيح مجنون حد يسيب الجودة ويجري كده تحب تروح فين يا بيه اتمشى بينا شوية على كل جنيه انت حضرتك مش كنت معزوم عند الجماعة دول ايوه بس الصورة اللي شفتها خلتني هربت صورت ايه يا بيه انت فاين كل الناس زيك يا بي انا بشتغل عندك دلوقتي سواء ده قالي عشر سنين اللي ما شفتك يوم اتفسحت يوم رحتك كده ولا كده اللي ما شفتك يوم حتى تحكت يا ريد كان في حاجة بدحاكني وانا كنت تحكت اللي مؤخذ يا بيه سامحني والله انا اصلي من يوم ما اشتغلت معاك وانت بتفوتلي خارغة عاوز تقول ايه يا مفتاح هقول ايه حد يبقى معاه الفلوس دي كلها وما يتحكش طيب ده انا يوم ما يبقى معايا جوز جنيهات على بعضهم ببقى مفيش حد تطيقني بتعمل ايه يا مفتاح اعمل ايه اشتغل شوية فاكهة وقدت لعم ابدله وروح البيت اصح العيال وامهم ونقعد نشوي اللحمة بأدينا وناكل ونحلي واخر انبساطه داك عشان انت متجوز انت عندك عيال طيب بقى لمؤخذة تانية به انا نفسي اسألك السؤال ده من زمان حضرتك ما بتتجوز كمين اتجوز اه ايه اتجوز دلوقتي مفتاح اتجوز وانا بقى عندي خمسين سنة وستين وسبعين فلوسك تفتح لك بيوت كتيرة وتجيب لك احلى واحدة زعلت مني ولا ايه مفتاح مش عاوز كلمة تانية اه حاضر يا بيه بصالع ودينا عالبيت مين انا انا احمد افندي هو البيه مش هنا البيه خرج لانه معزون بر يا خصار احضيع الفرصة فرصة ايه صفقة كبيرة اوي يكسب فيها البيه مبلغ كويس انت تعرفه ده صاحبي انا اصلي بقى بشتغل قومسيونجي ودائما نوقع له الخطات الجاملة اصلي هو فلسه جعزة وعلشان كده واكل الشغل كله طب ما تعرفيش عليه فين ما قليش بس اللي عرفه انه معزون عند واحد من التجار بس هعرف ازاي والصفقة حلوة اوي تعالي له بكرة الصبح صبح بل لو ما خلصتش دلوقتي يخضيع منه الف واحد بيجري عليها انا بدي لبيه ياخدها قبل ما حد يعرف طيب وايه اللي قدر عامله ممكن تسمحيلي استناه هنا طبعا امال حاستناه في الشارع مش عيب واحد زي يوقف في الشارع ومين عارف يمكن يتأخر بس انا ما قدرش ادخلك الشقة انا اصلي ما عرفكش يا ستي قادل كرف بتاعي برضو ما قدرش كده على كل حال انت اللي حكوني السبب في تضيع الصفقة منه ولما حيعرف حيزعل اوي وطبعا انت ما خلصتش انه يزعل مش كده ولا ايه بس انت خايفة مني ده انا كمان كنت صاحب المرحوم ابوك يا الله الحم حادثة كبيرة اوي انما الواحد يقول ايه انت صحيح كنت صاحب بابا امال لما يجل بيه حتى يبقى سأليه اظن انت ما شفتهوش لانه مات انت عندك ثلاث سنين فعلا ما وعش عليه على كل البركة في ادم بيه راجل طيب اوي وبيحبك اوي لكل حاجة في حياتي انا عارف والحقيقة هو يستهل كل خير تسمحيلي بقى برضو لسه مترددة اتفضل اشكرك هي دي جاءت سيد ادم علوة طول عمرنا عايشين فيها فيها كم اوضة دي اربعة والصالة قوضة ليكي وقوضة ليبيني وقوضة بلوس وقوضة سطرة اتفضل هنا في الانترية اتفضل استريح صورته دي ده لازم وهو شاب هو لسه شاب هو مكبرش قصد شاب بتاع عشرين خمسة وعشرين سنة انما يعني يا قصد العفش قدين اوي اه عفش بالسلام احنا لا بيجي لنا حد ولا بنروح عند حد بصراحة انا مش مصدق مش مصدق ان ادم به يبقى بيته كده عاوزوا يعمل اي يعني اشتري فيلا يفرشها ويجيب طباخ وصف راجي وشغالين وبواب ويعيش ويمتعك انت كمان انا كده مبسوطة اوي وراديا طيب مفيش حتى ولا شغالة شغالة ليه ام وانا بعمل ايه بتعملي كل حاجة في البيت اه طبعا بكنس وامسح واخسل واطبخ عندك حق على الاقل تسلي وقتك الله مفيش حتى تلفزيون اعمو ما بيحبوش بيتضايق منه اشتري ورجعه بعض يومي يا ستة صفاء اعمو ده اعجب واحد شفته في حياتي ارواح انت رأى المفتاح ويجيب الصف يستعد لنا ليه اهلا عامو اهلا انت ديسنا صحي لحد الوقت اعمل ايه ده لك ضيف ضيف مين واحد كموسيومي جايب لك صفق وخفت لو تروح منك خليته يستنك في الانتري في الانتري ايه يبقى مين ده انا احمد عبدالعال الصحفي في جريدة الحق احمد عبدالعال هو انت؟ امسي اخر من هنا اخرك وانا مش خارج اخرك اخرك بقولك حجبنك الموليس اديني ده يا صفاء يا حقيقي نفسي سيدي منك انت برضو لسه واقف ما اشتسبنا بقى انا اسف يا نيسة لكل اللي حصل وانا ما كانش قصبي كده انا كان كل اللي عاوزه اعرف شخصية ادم الحقيقية اعاوز تعرف ايه عنه مش كفاية اللي بتكتب عنه في الجريدة اللي انت بتشتغل فيها انت ساعة تسميه السفاح وساعة تسميه مصص الدماء اعاوز تقول ايه تاني عنه اعاوز اعرف هالي الكلام ده حقيقي ولا لأ هل انا على حق ولا بتجن عليه انت ما خلاص كتبته كل الناس قرأت اللي كتبته اذا كانت حقيقته غير اللي انا كتبته فانا مستعده عندي الشجاعة اني اكذب كل اللي كتبته واقف كمان معاه اداف عنه هو مش عاوز حد يدفع عنه ليه يا نيسة انت قص يا كده يا استاذ عامي مريض وانت كنت السبب في الازمة اللي جاتله فارجوك ارجوك تتفضل من هنا مغير مطروض ولو قلتلك انه مصمم انه مش هخرج من هنا اللي بعد ما اكلمه يبقى ابلغي البوليس بلغي البوليس اعمو اعاوز حاجة خرجت لي من قطك هو لسه مامشيش يا سيد اهدم ارجوك تديلي فرصة علشان اتكلم معاك عاوز تقول ايه انا شخصيا كنت مؤمن بكل حرف كتبته عنك لحد ما سمعت حاجة عنك هي اللي هزتني وخلتني افكر بجد اني لازم اقبلك سمعت ايه كنت بزور جمعية من الجمعيات الخيرية ودار الحديث بيني وبين رئيسة الجمعية واذا بيها تفاجئني بانك بتتضرع الجمعية دي كل سنة بمبلغ معين وبترفض انهم يكتبوا اسمك مين اللي قالت كده رئيسة الجمعية بنفسها عارف انا بكتب عنك ايه في جارة الحق فحبت دافع عنك وانت ايه اللي يهمك لما تعرف كده انا عاوز اعرف كل حاجة عنك عشان ايه بعد ما سمعت خبر الجمعية اللي انت تضرعت لها وانا مش مستريح انا يا سيد ادم عايش حياتي كلها ادافع عن الحق الحق هو فين الحق الحق ضاع بين الناس مش كل الناس فيه ناس برضو بتحب الحق وبتفني حياتها في سبيل الحق وبعد ما تعرف الحقيقة هتعمل ايه حكذب كل كلمة قلتها عنك وحكشف صورتك الحقيقية للناس وايه اللي انا حكسبه من ده ان الناس تحبك ومين قالك ان عاوز الناس تحبني فيه حد مش عاوز الناس تحبه انا عارف ليه انا عمري ما عشت في وسط الناس انا بتعامل مع الناس بس ايه السبب السبب الناس هم السبب بس الناس دول الدول كل حاج عاوزها فلوس يعني انا اللي خدت منهم مش هما اللي ادوني انا اللي قضيت حياتي كلها في عرق وصهر وتعب عشان اجمع السروة بتاعتي طب السروة دي ايه اللي بتستفيدوا منها بأمن حياتي تأمن حياتك انت دلوقتي راجل عندك خمسين سنة وكمان لعندك بنت ولا ولد يعني عاوز ده عامل ايه عاوزك تعيش ما انا عايش قدامك اوه دي عيشة دي ده بيت راجل عنده الفلوس اللي عندك دي هدوم يلبسها واحد زيك يا سيد ادم الانسان مننا بيشقى وبيتعب علشان يكسب فلوس وعلشان يبتع نفسه بالفلوس دي علشان يعيش علشان يحس بطعم القرش اللي بيكسبه انا راضي بحياتي والمهم ان الواحد يكون راضي طيب سؤال تاني انت دي اتين يا اوه اخرج اخرج بقولك يا سيد ادم ارجوك تفتح لي قلبك اعتبرني ابنك انا مش سيء للدرجة اللي انت متصورها انا صحيح اسأتي اليك بس ده كان عن اقتناع انا اقسم لك اني مستعد باصلح غلطتي بس اديني الفرصة عاوز تعرف ايه اوز اعرف كل حاجة عنك حاضر عاضر تفضل استمريح ماتت امي ماتت قدام عنايا ما كانش في حد في القوضة معانا الا انا وهي ايامها كان عندك كم سنة كان عندي 8 سنين ما كانش بك حد غيرها اخ كبير سابنا وانا عندي 3 سنين وما نعرفش راح فين ما نعرفش حتى اذا كان لسه عايش ولا مهد وبعدين مش ده المهم المهم ان اعاتي جنب امي وهي ميتها اعايف مش عايف تعمليه حاولت اصحريها بس هيتش زلت في الشارع زي المجنون بقيت اتكلم الناس وقلوم امي مش راجع تهد علي مش راجع تتكلم وعرفت انها ماتت وقعد سكان الحارة يلموا فلوس من بعض عشان يدفنوا امي اخطرة بالصماء مسكين طفولتك كلها عذاب وحرمان وده يمكن السبب اللي خلت كده عاوز تعرف ايه كمان وما لكنت عايش ازاي ده والدتك كانت امي بتشتغل بتشتغل ايه؟ يهمك انك تعرف ايوك شو بقى واحدة زي امي لو بتعرف تقرأ ولا تكتب حتشتغل ايه؟ حتشتغل عند الناس ترسل للبدة نظف للبدة قادي شغلها ولما عيت ما رقيتش تقدر تشتغل مفيش حد فقر حتى يبعث لها ثمن الدول لم ماتت انها ما رقيتش ثمن الدول وبعد ما ماتت يا سيد ادم عملت ايه؟ عملت ايه؟ قضيت عشر سنين مشرد كل يوم والتالي اشتغل في حدة اشتغلت صبي مكوبي وصبي حلاء وصبي نجار بعت ابر وابير جاز في الترميات مسحت الجزم لحد ما اشتغلت في الوكالة عند عند راجل الله يضحمه بها وفضلت تجاهد وتشتغل لحد ما وصلت للي وصلت له في حاجة تانية عاوز تعرفها؟ وايه حكاية الجمعيات اللي بتضرع لها؟ دي لزتي في الدنيا طيب زي ما بتدي الناس متع نفسك؟ انا شخصيا ملياش مزاج في حاجة ابدا باكل زي ما بتاكل الناس وعيش زي كل الناس ما عايشها يا سيد ادم ليه رجاء عندك؟ ارجوك تقبلني صديق انا ملياش اصدقاء يا استاذ احمد ارجوك تعتبرني الصديق الوحيد بس الصداقة لها تمن ومستعدة فعل مش هتقبل ارجوك تديني فرصة حاجة وهو كذلك انا مش عارف احنا نبوزين ليه؟ يظهر ان ادم عكن عليك بكرا عكن عليه وعلى اللي خلفوه مش هتقدروا يا معلم صبحي ليه بقى؟ جعيص يعني ولا عنطر ابن شداد مت هيقل انه رجل غريب خالص ولا غريب ولا حاجة الحكاية كلها انه مش طبيع وعشان كده مش هتقدروا عليه بكرا هتسمعي بودنك اذا كنا هنقدر عليه ولا لا هتديك متين جنيه ايه رأيك؟ متين؟ متين يا معلم جميل طب قول الف؟ الف؟ الف ليه؟ انت هتعمل ايه؟ هتديب الديب من ديله؟ هتجيب الديب؟ بنا هماوت الديب وانت عارف بقى الديب دا يكلفنا قد ايه؟ ميتين وخمسين لا وليلين قاوي بح بح شوية تلتمية كمان شوية مش هتفع ولا مالين بعد كده؟ اسمع معلم صبحي تدفع خمسمائة جنيه؟ كتير ايه بس تأجزانة بقى؟ يعني مش عاوز تعملها؟ بقى انت اللي مش عاوز تدفع ايه يعني خمسمائة جنيه؟ وهريحكم من الديب اللي كل يوم والتاني معاك من عليكم؟ زي بعض قعد العربون فيه؟ قادي متين جنيه والباقي بعد ما تخلص بس لو قاعد؟ رقبتنا سدادة حنصرف على بيتك وانت كل طلباتك في السجن اتفقنا وامتا؟ بكرا بالليل وهو مروح بس فت عينا اوه بعض يبا ميسي ادم دافل اللي خلصت عليهم مع السلامة بكرا زي دلوقت هجيب لك خبره موسيقى مين؟ ايوه موجود اتفضل يا عمر الاستاذ احمد اهلا وسهلا صباحا خير اولا وازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله انت تعرف يا سيد ادم ان ما نمتش مبارح؟ ليه؟ قصة حياتك وكفاحك وشخصيتك طيار النوم من انايا قولي يا سيد ادم ممكن اجي مع المصور عشان ناخد لك شوية صور؟ صور؟ ليه؟ عشان الريبرتاج احنا مش اتفقنا ان الكلام اللي قلته لك مش للناش؟ يا سيد ادم من حق الناس انها تعرف شخصيتك على حقيقتها والناس يهمها ايه ادم وغير ادم؟ على الاقل يطلوا على صفحة كفاحك المشرف وتبقى قدوة لكل مكافح انا؟ انا ابقى قدوة؟ لا يا سيد احمد انا متمناش لاي واحد ان يبقى زيه ليه؟ مش عاوز حد يبقى غاني غيرك؟ لا مش عاوز حد يقاسي العذاب اللي اسيته مش عاوز حد يضيع عمره وهو بينشف عرقه عرقه اللي ما بينشفش ابدا مش عاوز حد يحس بنار العذاب اللي انا عايش فيه عذاب؟ دي صورة جديدة عنك يا استاذ احمد انت فاهم ان انا سعيد؟ ابدا ابدا يا استاذ احمد طيب ممكن اشوفك النهاردة؟ حكون في انتظارك في البيت ساعة 2 ونص وهو كذلك مع السلام يا سيد ادم الله يسلمك مش عاوز في الجلعة ده قلبي تفتح له يا عم الجماعة الصحفيين دول متأمن لهمش وانا هخاف من ايه؟ هيقولوا علي اكتر من اللي قالوك على كل حال احمد بين علي طيب وانه انه ايه يا عم؟ انه انه مش فهم يا عم؟ بعدين يا حبيب تحتك خامي انا كل امنيتي ان اشوفك اسعد انسانة في الدنيا وانا كل ساعاتي ان نعيش جنبك واقضي كل حياتي معاك هوا مفيش سيرة على بقك اللي حكيت الفلوس فلوس ايه يعني اللي خدتها مني؟ فلوس ايه؟ مش عارف فلوس ايه؟ فلوس اللي خدتها العمرة اللي حلت اللي بضلت وراية حد ما ضيعتها وبعد ده كله بتقولي فلوس ايه؟ عاوز مني ايه بعد كده؟ عاوز نشحك؟ انت كل يوم تفتحي دي المحضر ده خلاص انا قرفت وما عنديش فلوس بعد كده يظهر انك تضيقتي مني بصحيح ولازم نخلص من بعض وظن نخلص بقى بالزوق احسن نخلص بالزوق؟ تفهم ان انا عايز اقعد معاتي؟ انا فهمت دلوقتي كل حاجة انت بقيت قاعد معايا عشان فلوسي فلوس ايه يا امو فلوس ده انا ضيعت تقلي بس الفلوس اللي ضيعتها مكادش فلوسك فلوس الستات اللي كانوا ضحيتك احنا حنلبخ اقبال انا اصلي خلاص يا اخويا باعتك واللي بيعنا بيعه طب اتفضل لم هدومك باقوا مع السلام لم هدومك كده واسيبك بالسهولة دي ليه؟ عاوز مني اهداني عايز ايه؟ انت عارفة ولا مليم يبقى مش هطلقني هطلقني غصبة عنك طوريني شطرتك يا سلام يا رجدي يا رجدي خلينا نخلص بالمعروف احسن ألف جنيه خبرات بيض ألف جنيه؟ أجيبلك منين ألف جنيه؟ انت خلت قدامي ولا وراي حاجة؟ ده انت خلصت علي خلاص؟ هي كلمة واحدة اذا كنت عايزان اطلقك تتفعيلي ألف جنيه ألف جنيه وإلا انت انت حرة بقى ايه يا ابولة مالك؟ حد جنن يا ميربت ومش عارفة اعمل ايه؟ ليه؟ في حدا؟ مش عارفة اخلص منه رجدي؟ ايوا رجدي رجدي اللي جاب داغي وعاوز يخلص علي خالص مه انت يا ابولة اللي مسمعتيش كلامنا؟ كنت بحبه يا ميربت كان حبه عميني وهو عاوز ايه منك بالوقت؟ عاوز الف جنيه علشان يطلقني واحدة عملي ايه؟ اديله عشان تخلصت ببالدك اديله منين؟ منين؟ ايه؟ ما معكيش فلوس؟ ولا مليم حتى العمرة مرهونة ايه؟ ما لكيش حق يقباله في واحدة تعمل كده؟ اعمله بس يا ميربت وقعت واللي كان كان وبعد ما حتتطلق منه حتعملي ايه؟ عاوز اطلق الدنيا كلها عاوز اتجوز راجل يحميني وحتلاق الراجل دا فين؟ مش حتصدقيني لو قلتلك ايه؟ في حد؟ ايوه راجل كل الناس بتكرهه بس انا معجبة به خالص لانه راجل وبيعرف ازاي ياخد حقه من الناس وده هتوصلينه ازاي؟ اهو ده اللي انا بفكر فيه خصوصا انهم بيقولوا عليه انه بيكره الستات بس الحقيقة انه بيخاف من الستات وانا هخليه يحب الستات ولو طلبت منك حاجة تنفذها رابتي دا انت تؤمر عاوزك ترجع لهم الفلوس اللي خدتها منهم ارجع لهم الفلوس؟ دو الناس مجرمين دا انا عاوز احرق قلبهم ولو طولت اتباحهم اتباحهم انت مش قلتلي ان اكتبت خلاص؟ ايوه بس بس الناس اللي زي دول لازم الواحد ما ارحمهمش لان دول ما برحموش لا يا دباح انا عاوزك من دلوقتي تغير كل حياتك عاوزك تبقى الدباح الراجلي الطيب اللي ما يحاولش انه يقذي حتى اللي يقذيه يعني يعني يقذيني واسكوتلو؟ ايوه تسامحوا اسامحوا دانا اللي يصغر ليصغر لابوه يا دباح انا عاوزك تغير كل حياتك ايوه بس مش للدرجات يا سيد ادم الناس بتطمع في الراجل الطيب وبتقول عليه خم الناس عايزين عصايا بيه عصايا تفضل دايما في ايدك تهشهم بيها ولو لازم الامر تجرب بيها انا عاوزك تركن العصايا لخالص وعاوزك كمان ما تكلش لقم انت وأولادك الا من علق جبينك عاوزك تخط في دماغك انك اتولدت النهاردة يعني النهاردة اول يوم في عمرك يا سلام بقى انا كنت هموتك حكمتك يا رب انا انا عاوز اعايط انت عايط ليه يا دبا ايوه لازم عايط مش الواحد اول ما بيتولد بيه عايط سيبنا بيه عايط عشان عشان احس صحيح ان اتولادت من جديد ايه دي دباه ايه مش شايفه فلوس فلوس الفلوس اللي بتود الناس في ناهية عارفة مين اللي اده هوملي سي ادم ده مش ادم ده ملاك ده بني ادم بصحيح عارفة مديني الفلوس دول عشان ايه عشان ايه يا دباح فرحنا هنفتح دكان يا حلاوة عارفة دكان الواد حسن بتاع الوارد اللي عاوزة بقاحة ايوه هشتريها منو وهنفتحها بقالة وهكتب عدم حين بقالت الدباح يا صلاة الله والقالتة كلها هتشتري مني واللي مش هشتري مني هو حر بقى هه 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 لا بلاش الحكاية دي بقى انا خلاص طبت انا عارفة يا امو علي انا النهاردة عمري كام 40 يا اخوي 40 ايه يا اوليه يوه مش عمرك 40 سنة يا دباح انت يا اخوي مش بتقول كده 40 ايه انت مش هيفة واللي ايه انا عمري دلوقتي 3 ساعات دباح ولا كلمة انا لسه مولود دلوقتي لا انت يا راجل مش طبيعي قبل طبعا مش طبيعي انا خلاصها امو علي بقيت واحد تانى الدباح ده مات مات النهاردة ودفقته ومش عايز حد كمان يحسيني في ايه انا دلوقتي الدباح بتاع المعارضة الدباح اللي تولد على قدين الراضي اللي كان عاوزي اقتلو كتبتينو الشيكات صحيح اعملي مش عاوزي يطلقني إلا زا كان ياخد الشيكات اما حقير صحيح وطلقت راح يجيب المأزوم في داهية بس المهم انك تخلص منه دا كان مضايعك خالص ايوه كان حكم علي ويظهر ان الحكم خلص على فكرة انا ما حبيتش اقولك حاجة عشان ما تزعليش دا كان بيقولي كلام لو تعرفيه هتحتقريه اكتر كان بيغزلك تصوري من وقحت وطلب مني مرة انه يبجاوزني عليك اعملها انا اصلي كنت بحبه بجنون كان فاهم اني ماقدرش عايش ديئة واحدة من غيره واه وحتدين له عربية العربية باسم يعني حسيبك على الحديدة زي بعضه بس اخلص من ما قس ياخد منك الشقة كمان اخدها اهو جيه ارجوكي بالنبي يا مرفت ما تفتحيش بقك بكلمة واحدة ها انا اللي عاوز اكلمه ولا حتى بص في خلقته افضل يا فضيفة الشيخ افضل افضل يا اخوان افضل تقول لدول الشهود بسم الله الرحمن الرحيم اهلا مرفت بنت حلال بصحيح تعرفي انا لسه كنت بفكر فيك تسمح متفكرش فيها خالص وده معقول ايه مرفت انت كمان هتعملي زي صحبتك تسمح يا فضل في الشيخ تخلصنا يا سلام مستعجلة اوي طبعا وحتى مش عاوز اشوف خلقتك سمع 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 يا مرفت ارجوك مش عاوزك تكلمني خالص طب اه رأيك بقى ان انا هكلمك وحكلمك كتير اوي انت مغرور بكرة تشوف يا مرفت يا بدع انت اختشي على دمك انت في ايه ولا في ايه انا في ايه ولا في ايه ده انا في ايه وفي ايه وفي ايه انا رشدي رشدي العجيب يا قبال انت نسيتي ولا ايه يلا يا استاذ ماش يا اخوانك قال صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق قلها والنبي يا فضلت الاستاذ قلها لحسن مش عايزة تصدق يا فضلت الشيخ ارجوك الكلام ده كله ما فيش منه فايدة تسمح تطلقني ايه بس يا ستة هانن برضو الحلم سيد الاخلاق ايوة فضلت الشيخ والنبي فهمها شوية رشدي مش عاوز اسمع منك كلمة تانية بعد كده مش الشيخ بينصاحك هي النصيحة حرمت ولا ايه ميرفا قال ايه مش عايزة تردي ردي يا ليا تكلمين يا ضرارة شوفي عناية صدقيني انا مروحة يا قبول استاني استاني ما وصلك يا دمك ميرفا ميرفا انا حضربلك تليفون ساعة سابق مش عارفة اقولك ايه انت خلتني اكرح كل الرجالة وانت خلتين احب كل الستات يلا يا مولانا يلا مدام الست مش عايزانا يبقى احنا كمان مش عايزينها يعني مفيش فايدة ارجوك يا استاذ بقى خلصني الامر لله يا عمو الناس دول مش كويسين وما تروح لهمش لازم اروح لهم دول بيتراهوك برضو لازم اروح لهم هيئزوك مش هيقدروا طيب خد حدا معاك حرفلوهم لوحد عمو انا خايفة طيب خد مفتاح معاك بقولك حرفلوهم لوحد حدريب اه حقابلهم وارج على طول عمو انا خايفة الله وبعدين يا معلم صبحي يعني الدباح مجاش ما تتقل شوية دلوقتي يجي حقا حقا لو خلص عليه نبقى رؤنا تمام ضروري حي خلص عليه حضرت له الفلوس اللي بقى يا معلم صبحي بقيت ايه هو احنا صحيح هنديره كمان 300 جنيه الله بعدين يا راجل احنا مش اتفقنا على كده 300 جنيه ليه كنا تجنينا حديله كمان مية بس ده دراج الريز الاوي ولا يهمك كفاء كده واخد 200 ومية يبقى 300 ايه حينهب اششش افل افل لاحسن دمان عليه جاية اهلا ميزها على العيون الكويسة اهلا دباح ها سابع ولا دب دب سابع ابن سابع كمان الدباح عمره ما يبقى الا سابع وعم اسبوعه كمان صحير خلاص يعني خلاص ايه خلصت على صاحبك صاحبي ها بتقول صاحبي طب هو لو كان صاحبي خلص عليه حد برضو خلص على صاحبه قصدنا آدم يعني خلصت عليه خلاص فلس أجلك منك له يا سفحين الله 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 إيه اللي بتقوله ده دبا مش عاجبك اللي بقوله طب خد فلوسكم إيه الله عدوهم لحسن يكون فيهم حاجة زيادة ليه كده يا دبا وهو ده بقى اللي حصل بس يعني عاوز أقول لكم كلمتين هو عارفين لو حد فيكم قرب نحية آدم بحاجة كده ولا كده الله الله طب أسما بالله العصير أسما بالله العصير وكمان أسما بالله العصير حجيب خبرك الده هو لا تبتوني يا أه لا 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 سمعين ولا سمعكم تاني لا أما راجل مجنون صحيح مجنون أنا مجنون أنا كنت مجنون ودلوقتي عقلت عقلت حد يضيع من إيده خمسمائة جنيه خمسمائة جنيه تمنهم إيه دم يعني تمنهم دم الراجل المسخي لا 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 ده راجل مجنون بصحيح لا كلمة لحسن هبقى مجلوم بصحيح واكلت دم للرقب ايه رأيكم بقى الله اسمع دباح انا مش فاهم حاجة خالص عاوز تفهم ولا خليك كده على العمال اسمع دباح انت ختنيت ولا ايه انا توبت ايه توبت مش عارف يعني ايه توبت عمرك ما توبتش ما سمعتش على حد تاب اه والتوبة دي بقى نزلت عليك منين من عنده من عند ربنا سبحانه وتعالى عارفين توبت على قدين مين تحبوا تعرفوا ولا خليكوا كده على عمق لبكم على قدين مين يا دباح اه قلتلي على قدين الراجل اللي كنتم عاوزين نقتله ادم ايه وادم ادم ابن حاوة وادم الله يعمر بيتك ادم تحب اقولكوا حاجة كمان ولا خليكوا كده على عمق لبكم قول يا اخي قول زي بعض واقول لكم ادم ده بقى كان فاتح بيتي ومرب عيالي وانا مش عادي ادم ده بخيل وما يهونش عليه الماليه ادم بخيل الراجل اللي بيفتح بيتي الناس يبقى بخيل شافين الفلوس دي ها دلتو 100 جنيه عارفين مين اللي اده هوملي ادم ادم اللي بتقوله عليه بخيل عشان ما بيصهرش وبيلشف زيوكو بضيع فلوسه على مساد ادم اللي عاوزين تخلاصه مين له يا مجرمين ايه دا انا بيقول ده انا فكرة انا هقول لكم كلمة اللي هيقرب لحية ادم يا ليا هو ايه حكاية معنم صبح نعارف يظهر ان ادم كان للدباح ما هو مية من تحت تب وبعدين هنسكت هنعمل ايه انت مسماتش الدباح قال ايه يعني لو فكرنا ان انا نعمل لادم حاجة يبقى الدباح مش هعتقنا يعني نفلس نقفل بيوتنا نشهد في الشوارع الله وبعدين انا عليك انبيالات لازم اتفحه اول الشر ما انا كمان مديون لشوشتي وعاوزنا نسكت ما رح نعمل ايه بس لازم نعمل حاجة لازم نخلص منه ولو حكم انت ان واحد مننا هو اللي خلص عليه بايده عندك حق يا معلن جميل لازم نخلص عليه الله مين انا ادم يا معلن جميل ادم عاوزي ايه ايه اللي جابك هنا تسمح لي الاول اقعد طبلي فين جال او يا معلن صرحي انت بقى يعني جاي التريع علينا او الايه سؤالة انا جاي صالحكم مش جاي التريع عليكم اتوا عافي كويس ان عمري ما اتريعت على حد عافني من ايام ما كنت صابي صغير هنا في الحتة كنت انما انت دلوقتي بقيت ايه ها بقى ايه يعني برضو انا ادم ادم الصابي الصغير هو ادم اللي عنده خمسين سنة بس مش معقول ان ادم الصابي الصغير اللي كان بياخد خمسة ساخ في اليوم يبقى هو هو ادم اللي عنده الاف دلوقتي وايه اللي حيغير الفلوس الفلوس بتغير كل حاجة يا جوز بس انا ما اتغيرتش انت جاي عشان تبكتنا يا سيادم ولا جاي عشان تقول لنا كلمتين دول انا جاي عشان اسألكم سؤال واحد انت زعلانين مني ليه انت مش عارف احنا زعلانين منك ليه يا راجل خربت بيوتنا وشحتتنا ده احنا قربنا نفلس ومش عارف ليه علشان الشغل ومال عشان ايه كل شغلة تنطلنا فيها وتخبطها وانت عملت اكبر واحنا عمالين بنكش انت تمليت واحنا فضينا وبعد ده كله مش عاوزنا نزعل منك قلنا نصلحك ونبقى حبايب ونحط ادينا في ادينا بعض وعزمناك في بيوتنا وحضرتك شرفت وبصت لنا زي نهايته وخدت بعضك ومشيت اللي بس ما قلت لنا سلامه عليكم عالفين انا عملت كده ليه لا عشان كنت بتشربه وانا محبش اعود في مجال بالشكل ده وعمري ما اعادت في المجال ده طب قلنا على كل حال انا اجيلكم عشان نتصافه اه ايه رأيكم اه خلاص يا معالم جميل اتفقنا يعني دلوقتي اي مزاد هنكون فيه شركة طبعا وبدل ما نزود على بعض يبقى المزاد السوري واللقمة اللي تيجي نقسمها علينا وحنقسمها ازاي تحب نقسمها ازاي بالتلت استبينا وهو كذلك بس انا عليك كمبيلات المدفعتاش في اول الشهر رح يبرتصوني وانا كمان لازم ادفع الكمبيلات اللي علينا بسيطة هكتبلكم شكات تدفعوا الكمبيلات وبعدين نتحاسب ايه خلاص صافي على ابن طبعا صافي على ابن ايه يا ست انتي راح فيالي عاوزة قابل السيد قادم هو ما بستجبلش ستات واصل بس انا عاوزاه في حاجة مهمة اوي عاوزاه في شغل يا ست بجلك هو ما بستجبلش ستات ولا بيأمل شغل مع ستات واصل بس لازم اقبله طب با ممكن اعرف ايه هو الشغل اللي جابك اهنه وعاوزاه فيه عاوزة بيعلو العمرة بتاعتي طب خلي الابو كاتو بتاعك هو اللي اتصل بيه ما عندش محام اصنش دي تحبتين وجايز يزعى الجول لم يعرف انه دخلتك اهنه ما تخافش سيب المسألة دي علي اه امر لله ربنا يستر بجا موسيقى اعلى فيه مش عارف والله مفتاح مش هتروح المكتب مش عاوز اروح المكتب اسمع اطلع بينا على كونيش النين عاوزة شغل بشوية هوا دي اول مرة بتعملها من يعرف يمكن تكون اخر مرة موسيقى وقف هنا يا مفتاح تحب تنزل شوية؟ على ايه خليني كده طيب اه عن اذنك اشتري كوس دورة لحسن نفسي راحك اه اشتري لي معك كوس هتاكن دورة مشوية؟ ليه لا يا مفتاح دي اول مرة اشوفك تاكن دورة مشوية هي كل حاجة اعملها تقولي اول مرة بصراحة يا سيد ادم انت النهاردة متغير خالص ايه الكرة جتيك ايوه الاعيان العفريت انا لازم اعطع لهم الكرة لا 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 تسمح يا عم وتدين الكرة اسمك ايه يا شاطر اسم حسين حسين عبدالتواب وابا فيش تلالي ايه؟ موظم في الحكوم في مصلحة الدراعي انت عارفت مصلحك هتعورني؟ اسف يا عم غزم عني تفضل الكرة بتاعتك هي وانت يا مفتاح اشتري له كوزين دورة لا يا عم وتشاكل وتشاكل عشان خطفي اقبل مني الدورة انت اولادك بيحبوا الدورة المشوية انا كمان بحبها انا ما عنديش عيال ليه؟ عيال لسه مجوش مجوش من مدرسة؟ مجوش للدنيا يظهر انهم مش هيجوا ابدا انا يا بابا مش متجوز ياه ده انت بقيت عجوز اوي امال هتجوز امتى يا عم؟ مش حك جوز ليه؟ اش مال انت يا عم؟ كل الناس بتجوز صعيح بابا لما بيزعم مع ماما بيقولها هيكي ما تجوزت انهم لما بيصطلحوا بيقولها ان اسعد جوز في الدنيا دباين عليه غلباوي سيب ويتكلم طيب هروح اشتري الدورة لح في الريق جالي انت في سنة ايه احسين؟ في سنة ستة ابتدائي والسنة الجاي حبق في العددية بتحبي بابا؟ بابا؟ بابا عندي بالدنيا كلها وهو بيحبكم؟ ايه حبنا؟ حد ما حبش ولاده؟ ده بابا بيقوم بالليل مراتين ثلاثة عشان يغطين اصران دايما اشيل الغطى من فوق عالفي عمه بعض ايام اصح من نوم قال ايه نايل معي في السيغ واخدني في حضنة وكل مرة يخرج فيها وارجع البيت لازم يجيبلي حاجة معاه شوكولاتة بونبوني لبن مستيكة امباح جاب لي جلاتي وكان حلو اوي لما اضحكك كنت نايم في قطي فاصحاني من نوم وقعد يوكن جلاتي بايده وانا اخدني النوم والصبح بيسألني عجبك جلاتي بتاع امباح؟ قلت له جلاتي يا باب قال جلاتي ايه؟ الجلاتي اللي جبتولك امباح واجلتهولك انت جبتلي جلاتي يا بابا او يا حسين ووكلتولك بايده قلت له لا يا بابا انت ناس ان كنت بتحلم وانت صحيح ما حسيتش انت بتاكل جلاتي لا يا عم انا قلت له كده علشان جبلي اللادي كمان جلاتي اصل بابا يحبيني اوي ايه مالك يا عم انت زعلاني؟ لا يا حسين بس كنت اتمنى ان بعندي ولد زيك وانا اجب له كل ليلة جلاتي اتجاوز زي بابا وانت اجيب ولد كتير وتشتري جلاتي كتير اتجاوز وده معقول اتجاوز دلوقت الدورة اه ادي الحسين كوزين كوزين مالا واحدة عارشان تفلع على اصحابك حاجي كل واحد نص يلا بينا مفتاح ايه ابي على فين ان شاء الله اه وديني على المكتب ايه رأيك في الفسحة بتاعت المهار هي جميلة فعلا ده في حاجات كتير اوي جميلة بس حضرتك مش فاضي انا فعلا ان امفتاح لازم اغير شوية من طريق حياتي شوية بس يا بيه ده انت لازم تغير حاجات كتير اوي حاجات زي ايه مفتاح يا بيه الا امو أخذة حضرتك لازم تتجوز مممممممممممممممم وبعد ما تجوز هتعرف الدنيا على حقيقتها وساعتها هتحب الدنيا يعني انت سعيد في جوازك طبعا هي صحيح بتنسجد علي بعض الشعات وبتخليني ابقى عاوز اهجم الدنيا انما بقى لما بتروق معايا بنبقى اخر الاسطة وكمال العيال اللي هم فرحة فرحة حلوة اوي طب دوس بنزين عشان افتكبت انه عندي معاد في المكتب المكتب تاني حاضر يا بيه دوسنا بنزين ايه مالك في ايه لا لا بس بس اصلي يعني اه مالك اتكلم في ايه اصلي فيه مش عارف اقول ايه انما ده بالزنبي دي جاي عشان شغل هي مين دي اللي جاعدة جوه هي مين دي اللي قاعدة جوه واحدة واحدة سيد ايه يا بيه ومين قالك تدخلها هي دخلت غصبة عندي واصلها عاوزاك في شغل مهم جوي بس انا منبه عليك ما فيه ستة تدخل المكتب اه هارف بس بس اعمل لها يا بيه وهي فين في المكتب عندي ستة خش يا مفتاح شوف الستة دي عاوزا ايه عاوزاك يا بيه يا بيه خش شوفها عايزة ايه هي ستة كفرت يا بيه هو بش ربنا خالقهم زي ما خلق الرجالة دول نص الدنيا يا بيه اسمع الكلام اللي بقولك عليه اقول لها ايه بس شوفها عاوزا ايه وخليها تخلق حاضر اهلا وسهلا حضرتك عاوزا لبيه طبعا عاوزاك حاجة مهمة اوي قادر عرافها لا حقولها لهو قولي هو انت شريكه لا انا السواق بتاعه وهو فين دلوقت هو بره ايه مش عايز يقابلني هو ما بيقابلش ستات علشان ايه ما يقابلش ستات هم هي الستات هتاكله هو متهيق له كده بس انا لازم اقابله اسمعي هم هو واقف الاوضة تاعت الفراش قومي وعملي نفسك خارجة وادخولي عليه الاوضة بس ليه ده كله ده انا كنت عاوزاه بشغل وهو ناقص شغل هو بيفوق مش شغل تسمح تروح تقوله اني لازم اقابله واني مش هتحرك من هنا الا لما قابله هياخد بعض ويمشي قالها للدرجة دي خلق اتربينا هنعمل ايه طيب والحل ايه دلوقتي زي ما قلتلك اه امر لله اروح له يا سيدي الاوضة الصغيرة اللي علي مينك طيب لا ما ساء الخير حضرياتك عوزا مين عوزاك عوزاك انت يا ادم اه ممكن اعرف ازاي انا كنت السبب في طلائق دلوقت لو سمحتي علشان ضميلي يستنيح بس هتصدق هصدق عشان بحبك بتحبيني طبعا مش هتصدق انما دي هي الحقيقة ومش عاوزة منك حاجة ابدا اكتر من ان اشوفك اشوفك بس يا ادم غريبة بتحبيني انا وما بحبش حد غيرك ومش هحب حد غيرك بحبي في ايه بس رجلتك وطبتك وقلبك الحنين كل حاجة فيك بحبه وعشان كده اطلقتي علشان اكون صدق معاك انا كنت فعلا متضيقة من جوزي لانه كان رجل مش كويس كان واخد فلوسي كله بيشرب وبيلعب امار وبيبعزة ايمين وشمال بس انا كنت مستحمله لحد ما شفتك عند المعلم جميل ومن يومها وانا صممت على اطلق منه تتجوزين اتجوزك لا انا مش عاوزة منك حاجة ابدا الا انك تعتبرني واحدة من اللي انت بتحميهم احميني يا ادم اعمل فيي المعروف ده ومش هيضيع ابدا ده بس كل اللي عوزة مني اشوفك اذا سمحت اشوفك مرة واحدة بس كل اسبوع تجي تتغدى معايا هكون اسعد انسانا يا ادم هقول لي انك قبلت الله بتطوطي رأسك ليل الارض انت زعلت مني الحقيقة خايف مني ايوه خايف منك حد يخاف من اللي بيحبه لا يا ادم ما تخافش من اللي بتحبك وانا بحبك بحبك يا ادم ايه مالك مبوز كده ليه انا مبوز ده انت بوزك مترين من شبرين والاول مرة شوفك مبوز فيه الاتسامة الحلوة والنكتة السخنة والساز احمل فيه حاجة حصلت حاجة زي ايه يا اعمل انا ومالزعل ليه هو باين علي ان انا زعلان صعيف جدا وجدا زعلان يعني لو عاوز اصور صورة وكتب تحتها الزعلان اصورك دلوقتي الحقيقة يا علي انا محتار في ايه يا طر تصور اني حبيت وحدة انت انت تحب اخر حاجة كنت فكر فيها انها تحصل لك ودي مين بقى ساعت الحظ اللي شنكلتك وجبت رجليك وخليتك الاستاذ زعلان مش هتصدق ليه لازم واعتف وحدة عظيمة اوي انا الحق علي اللي بحسبك انسان وبكلمك في موضوع زيد عليها دي رفضت مبدأ الزواج من اساسه وقالت لآدم انها مش عايزة تتجوز وما بتفكرش في الجواز تبقى انسانة مش طبيعية لا يا علي فيه سر تاني انا مش فهمه هو فعلا فيه سر ده انتبهات كتير تتمنىك او استاذ احمد اه تكونش فهمة انك عايز تتجوزها عشان فلوس ادم يمكن بس ادم دلوقتي عرفني كويس وعرف ان انا مش الراجل اللي رتجوز واحدة علشان فلوسها اسمع ما تحاول تقابلها عن فراط حاولت ورفضت دي رفضت حتى تكلمها في التليفون انباري احتلطتها في التليفون عارف قالت لي ايه قالوا مين يا خند انا احمد عام ومشينا يا استاذ احمد انا عارف ان ابو الشينا انا عاوز اكلمك كنتي تكلمني في ايه عاوز اسألي كنتي ليه رفضتيني عن اذنك يا استاذ احمد علشان حافل السك واذا كنت عاوز تتكلم في موضوع زي ده ابقى تكلم معام وقفرت السك عارف بقى انا لو اكون منك اعمل ايه اسافر اسكندرية يومين ثلاثة اشملي شوية هوا يطيروا شوية الحب دول وارجع هنا تاني زي ما كنت مش ده برضو الموضوع يا استاذ علي انا عاوز اعرف السر في انها رفضتني يمكن يا اخي شايفك اكبر من مستواها قولي هي متعلمة ايوه وخريجة كلية الاذاب يبقى قطع دراعي ما كانت بتحب راجل كالي على كل حال لازم اعرف الحقيقة الاستاذ احمد درب تليفونه او سأل عليك الاول وبعدين حاولوا انه يتكلم معي في الموضوع اللي كنت اكلمتني عنه ها وقلت له ايه قلت له اذا كنت عاوز تتكلم في حاجة زي دي ابقى تكلم مع عمي ليه بس يا صفاء يا الاستاذ احمد شاب لطيف اوي ومركزه كويس وابن عيله وعلى خلق يا عمو البنات قدامه كتير يقدر يتجاوز احسن مني بس انا مش هتجاوز بازعاليني او يا صفاء لما بتقولي كده وليه يا عمو تزعل انا عاوز اعيش جنبك انت مش متجاوز وانا مش متجاوزة وانا ما اقدرش تستغنى عنك وانت ما تقدرش تستغنى عني خلاص انا مش عاوزة حاجة اكتر من كده بس انت حتضيعي شبابك زي انا ما ضيعت حياتي انا ما يهمني الشبابي ولا حياتي انا كل اللي يهمني ساعدتك انت انا ساعدتي انك تتجوزي انت بتطردني انت يصار اتضيقت بني لا 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 الله الله انت بتعياتي طبعا عايد انا مش عاوز اسيبك ابدا اسمع عندي حاجة تتجوز الاستاذ احمد وناخد فيلا ونقعد فيها كلنا انا لا يمكن اعيش مع احمد ولا غير احمد انا ندرت نفسي لك انت وحفظ الجنبك اخدمك واسهر على راحتك طول عمري طب مش يمكن اموت وطبعا لازم اموت لان الموت عليه لحق هلق عمر بيادي الله انت بعد الشر لو جرى لك حاجة انا مش هايش بعد كده ايه حتنتحر لا انا متأكد اني حاموت بعدك على طول طب ونروح يا حضار العفا بس توعدني انك ما تبتلمش معايا في الموضوع اضع بعض كده خلاصة صفاء مدام انت عاوز كده وانت لازم تكون عاوز كده كمان احنا عايشين في دنيانا اللي احنا عاملينها بادينا واش عاوزين حد يقتحم علينا دنيانا ويفرقش عاملينها حاضر وروحي بقى حضار العشر عشر دقايق على بل ما تقلع هدومة مدام احنا مدام احنا مدام احنا مساء الخير يا سيد ادم اهلا استاذ احمد ممكن قابلك ااا دلوقت لو سمحت ااا بس انا ااا تعبان وحنام ااا يعني ممكن تخليها البكرة بكرة طيب اجيلك الصبح في البيت يستحفن انك تجي للمكتب المكتب ليه سيد ادم مش في البيت لما اجي للمكتب هقول لك ليه مش عاوز قابلك في البيت علشان صفاء حاجة زي كده في الحقيقة سيد ادم صفاء صدمتني صدمة شنيعة انا بتهايلي ان فيه سر هي تخبيها عن الناس كلها سر عايش في احمقها وما بتحاولش انها تظهر لا سر ولا حاجة سيد احمد على كل حال ان شاء الله بكرة نتكلم في الموضوع ده ايه قبولة يعني النهار ده مزقتتها قبل مزقتتش ليه واحدة متطلقة ومفلسة وبيع عمرتها اللي حلتها وتزقتها الحب يا ميرفت حب حب ايه بحب يا ميرفت وبقت غرقانة لششتي وده يبقى مين ده بقى راجل بس ايه ولا كل الرجال ايه معرفوش اه ايه ويكون صاحبك اياه مين التجري العجوز عجوز ده عجوز طبعا ادم راجل صحيح راجل يعرف يحمي الست اللي تتجوزه ويعرف يسعدها يكونش عشان فلوسه فلوسه لا يا حبيبتي انا عوز اتطمن على نفسي وحياتي يا سلام يا سلام يا ميرفت لو تعرف السعادة اللي بحلم بيها لو اتجوزته طب ويه المنع انك تتجوزيه هو ايه مش رابي ولازم اعمل حاجات كتير قوي علشان اجيب رجله في الخية تعرف انه هو اللي اشترى العمارة وتعرف انه تغدى عندي مبارح ايه شفت منه حاجة طبعا بس بيقاوم لكن صحيح بتحبيه اه اتصوري اتصوري ان انا طولي اللي الانبارح وصرته قدامي طب ومستنية ايه مستنية ان هو اللي يتصل بي طيب يمكن ما يتصلش خصصا بتقولي انه بيقاوم عوز اعرف حيقاوم لحد امتى عارف يا ميرفت ياختي لو اتصل بي او ضرب تليفون ابقى وصلت طيب انا كنت جايلك في فرح بتاع واحدة صاحبتي فرح انا خلاص طلقت الفراح بس دول عاملين حساب ياخدوا اي مطربة تانية انا دلوقتي بقيت متفرغة المشروع تاني مشروع كبير مين الاستاذ احمد ايو انا احمد يا سطا عم خارج انا عاوزك انتي انا مش عاوزة حد عنا ازنك حقف للباب مش هتقدركي في الباب ولازم ادخل ولازم اتلمك اعوز ايه بتسمحي لي ادخل اول مش هتدخل يا ناسة صفاء انتي انسانة مسقطة ومهزبة وعيب التصرفات دي تصدر من واحدة زيك يا استاذ احمد اذا كان في حاجة عاوز تقولها لي انا ما عنديش استعداد اسمع منك اي حاجة عمو عندك اتكلم معايا اتكلمت معا خلاص عاوز تتكلم معايا ليه عاوز اعرف السبب الحقيقي في انك رفض طين اظن انا حرة لا فيش سبب انا مش عاوز اتجوز تبقى انسانة مش طبعية اعتبرني كده عنا اذنك عشان حقفل الباب حاضر حسيبك تقفل الباب في وشي بس ما تنسيش ان الجرح تكرمتي في يوم من الايام مع السلامة ايه ابولا اخباري اتصل بيكي اه ابدا يا ميرفت وحتعمني ايه على كل حال انا عاملة حسابي ازاي ماردتش اخد منه باقي التمن العمار كتب لي شيك ورفض تاخده مش يمكن يكلهم عليكي ده لا يا ميرفت مش ممكن مش ده الراجل ياكل فلوس واحدة ست انت متأكدة منه ادم خلاني اعرف من الرجالة كلها مش زي بعض وحتفضل تستني كده مش عارفة اعمل ايه تمت رحيله مش عاوزة رحله عاوزة هو اللي ييجي يظهر انك هتستني كتير مين دي يا عمد اه دي اقبال يا صفاق اهلا وسهلا ده ادم دي بيحبك او دايما نتكلم عنك ما تبقوا تعملولنا زيارة يا سيد قاد اه ان شاء الله لطيفة اوي صفاق ما تشكرة اوي يا سادة دي كده حتوقها عم ايوه صفاق مين دي مين الستة اللي سلمت عليك اللي اسمها اقبال انت تعرفهم زمان خلينا نتفلج يا صفاق اه بعدين بعدين والله كالسهرة لطيفة اوي مش كده صفاق يعني تعرف يا سعد تلبيه لازم تخرجوا كل ليلة كل ليلة انت مجنون يا مفتاح مجنون اللي عاوزكم تتفسحوا ايه رأيك يا سعد تلبيه فيه فيلم جديد حلو اوي اقطع لكم مكرة اه مفيش مانع اه ايه رايك يا صفاق هنخرجوا كل ليلة يا عامل لازم كده يا ست صفاق لازم تخرجوا تتفسحوا وتشوفوا الدنيا حد يحبس نفسه في البيت بالشكل ده فعلا يا صفاق مش لقضينا ليلة حلو اوي بس انا خايف عليك انت صحتك تعبان وما تستحملش الصهر بالعكس ده صحته هتنصلح ادحك يا ست صفاق بينعش القلب ما تسكت يا عامل مفتاح جدا حاضر يا ستي سجد روحوا يا سعدت البيه ولا روحوا تتعشوا في حده اه حد زي ايه كازنوا حلو اما فيه كازنوا اعرفوا انما يجنن كنت بود فيه البيه اللي كنت بشتغل عنده قبل كده هو وقراطه وحياله كان كل ليلة جمعة يروحوا يتعشوا هناك بعد حلو اوز ايه ايه رايك يا صفاق احنا عندنا الاكل في البيت وهو الاكل حيخسر ماهو في الدلاجة كله بكرة انا ما عنديش استعداد اننا روح دلوقتي اي حد انا عاوز اروح وقفية الصهرة دي اللي سهرناه لو احنا البيت يا مفتاح جدا حاضر يا سعدت البيت ايه رايك فيه بقى يا ميرفد ده متدعول على روحه خالص حد يلبس ودوم زي دي تعرفي الوسطة مفتاح السواق بتاعه ويقولي ايه عنده بدلة واحدة بس لما الدوب يفصل واحدة جديدة ويشحة القديم وحتردو تخرج معاي بشكل ده بكرة اعلمه ازاي يلبس وازاي يعيش وازاي يتمتع بالدنيا بس انتي ملاحستيش حاجة اللي لادي حاجة زي ايه ملاحستيش حاجة على صفا اه هي ملها وشها صفارة كده هي صفارة بس دي خضرت وحمرت وبقت عوزة الارض تنشأ وتبلعنا انا مش فاهمة ايه السبب مش هتلتوش منها الراجل يعني حتشركيها في السرق انت فاهمة انها حتسكتلك ما تخفيش ده ناكل مليون واحدة زي ايه على كل حال دبان عليها ميا من تحت تبن يعني مستهل ده مرتين واحنا في السرق قصت لها لقيتها بتصغر لكل زغرة وزغرة وانا كمان لاحست كده والراجل يعيني قاعد يتفرق وفتح بقه زي العيالة الصغيرة اللي عمرها ما شافت حاجة زي دي ماهو عاشته لعمره محروم يا حرام تعرف انه صعب علي قوي وانا كمان اهو ده بقى لو تجوزتي يا ابولة يبقى ربنا بيحبك صحيح حتجوزه يا ميرفد حتجوزه مهما حصل عمو انت زيلت علشان مرضيتش نروح نتعشى في الكازين ولا قال عليه مفتح بصراحة يا صفاء انا مش عارف انت مرضيتش نروح ليه دي ليلة في العمر هو في احسن من قاعدة البيت لا حد يضيقنا ولا حد يبصلنا ونوفر فلوس كمان وفر فلوس واحنا نقصين فلوس يا صفاء انا قصلي يا عمو خلاص خدت على قاعدة البيت ده انا ما صدقت ان خلصت من الجامعة عشان مخرجش تصدق ان عمري ما كلمت حد من زملائي في الجامعة ولا زملاتي عارف كانوا مسمينك ابو الهول ابو الهول ابو الهول المهم ان انا سعيدة بحياتي بس لازم تغياري حياتك يا صفاء دلوقت انت لسه صغيرة انا شخصيا بفكر دلوقت ان اغير حياتك تغير حياتك لي يا عمو ايه اللي حصل اللي حصل اني اظهر ان كنت غلطان وعاوز اصلى غلطتي كل الناس مندهشة للعيشة اللي انا عيشها بيقولوا لازم اعيش ولازم اخرج للدنيا بيقولوا ان اعايش في سجن ومعايشك معايا في السجن ده عاوزين نخرج من السجن يا صفاء اذا كان ده سجن فانعاوز اعيش طول عمري في السجن ده لا يا صفاء انا عاوز اتفكري كويس في حياتنا وانت كمان حرام تسجني نفسك الناس بتقول ان الدنيا حلوة واحنا بنغرب منها بتقول لي كده يا عم انت مش طول عمرك سعيد سعيد مين قالك ان كنت سعيد في يوم الايام انا قضيت حياتي كلها زي واحد واخد حقنة بنج مش داري بحاجة ابدا انا بس اليومين دول ابتديت اصحى انا عارف الست اللي قابلناها الليلة في السيرك اقبال ايو اقبال اقبال انا انا مفيش حاجة بينه وبينها بس هي في حاجة في نفسها وايه اللي عرفك وهي بتسلم عليك شفت بصتلك ازاي يا عمو السيت دي مش لازم تعرفها السيتات اللي زي دول بيدوروا على الفلوس مش عاوزة تقولي كده انا خايفة عليك وانا صغير يا صفاء انت اسلك ما تعرفش حاجة عن دي دي ايه مش دي قبال اللي بتغني ايوه هي دي سربها مش كويسة لا يا صفاء انا ما حبش انك تتكلمي عن حد كلام زي ده خش هنا امي عشان تستليحه خايفة ياخدوك مني اتفضل يا بيه ايه ده تذاكر للفيلم الجديد فيلم جديد مين قالك تقطع تذاكر الله انا مش قلتلك مبارح رجحهم انا مش هروح اي سينما ليه بس يا بيه قلتلك مش عاوز اروح سينما طيب يا بيه ما تزعج اروح انا والعيال واخد امهم كمان عشان افرفشها الليلة اه انت رايحة لفين كده مش عاوز تتمشى شوية على كورنيش النيل ساعة السبحية دي تمتع نظرك بالمية والخضرة والحاجة الحلوة انا مستعجل وعاوز اروح المكتب يا سيئة دم انت طول عمرك بتروح المكتب ساعة واحدة لنفسك ساعة ده العمر بيجري والدنيا بتجري والدنيا ما تستهلش التعب ده كله انت بقيت فيلسوف اليومين دول انت اللي خلتني اتفال فس اقدر اسألك سؤالي انا عارف انك حتطردني بعد السؤال ده انما زي بعضه تطردني تطردني انت بيتحوش الفلوس دي كلها عشان مين ما تزعلش يا سيئة دم القرش اللي ما ينزهش صاحبه تبقى قلته احسن يا فرحتي باكسب وحط الفلوس في الخازنة ولا في البانك الفلوس ربنا خلاقها علشان نصرفها مش عشان نكنزها وعاوزنا اعمليها سمفتاح حاوزك تتمتع بفلوسك احنا يا بي حنعيش مرة واحدة استاذ احمد اهلا وسهلا ارجو ما تكونش اضايقت علشان جيت في معادز ايه ده بالعكس ده انا سعيد اول اني فعلا مشتعلك عاوز قابلك في اخبار كويسة خير ان شاء الله خرجنا مبارح انت صفاء روحنا السيرك والليلة كنا عاوزين نروح السينما انما بس هي مش عاوزها مش عاوز لي مش عاوز يظهر ان اخدت على قاعدة البيت اصلها انت واقية اهايش افزتها وده اللي حيخطمها على كل حال انا بحاول اعالجها زي ما قلت لي وارجو انك تنجح انت صحيح بتحبها استاذ احمد ايوة وعاوز انقذها من نفسها اذا انت يظهر مش هتنقذها هي بس ده انت هتنقذني انا كمان لو حصل ده حيبقى اعظم عمل عملته في حياتي الا اقول يا استاذ احمد ايه رأيك لو عملت مجلل وحدك لا دي مسئولية كبيرة وانا لسه ما اقدرش اتحمل المسئولية دي دلوقتي ليه انت راجل في عز شبابك ولازم تبتدي من دلوقتي انا كده كويس ومبسوط لا دي اظهر انا كمان هعالجك زي انت ما بتعالجني حياة عاوز الراجل جريء والنجاح دايما بيحالي في كل جريء بس الواحد لازم يعمل عليه طيب اديني فرصة افكر مفيش تفكير هتفكر في ايه فلوس انا مستعد امولك المشروع شوفي لزمك ادي ايه وانا مستعد بس مش المجلدي بتكسب بتكسب وبعض ساعات تخسر انا عمري ما عملت شغلة وخسرت انا راجل محظوظ الفلوس لما بتشوفني بتيجي دارية علي ما تخافش علي من ناحياتي انا شخصيا ما عنديش مانع بس حككون انت صاحب المجلة صاحبها بس بالاسم انا كل العوز وقس مالي وتدفع على مهلك تدفعه كمان من الارباح ده كرم كبير اهو يا سيد ادم انت دلوقتي يا احمد زي ابني تمام ابني اللي كنت بتمنىه موسيقى 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 انا اقبال يا ادم اهلا وسهلا اي خدمة ممكن اشوفك اتفضلي لا اتفضل انت عندي في البيت معلش تعال انت لا يا ادم انا عوزك انت اللي تجيلي عوزك في حاجة مهمة اوي وارجو انك ما تكسفنيش هي هتيجي اه ما اظنش يا اقبال انا موجود في المكتب لحد ساعة اثنين تقدر يتيجي في اي وقت كده متشكرة مع السلامة هتراوح يا بيه اهه اوه ايوه ايوه مفتاح نعم لم اواجز زي بيه الحاجات دي كلها لست صفاء ولا ولا ايه قصدي يمكن حتهادي بيها حد حد زي مين الله هو أعلم على كل حال أنا أعرف كويس إن فيه ناس بتحبك قصدك مين ستيقبال لواحد يقول الحق ورزقه على الله وإيه اللي عرفتك هو الحب بيستخبه بيه عرفت من كلامها ونظراتها دي لما بتشوفك بتبقى زي العيلة الصغيرة وتبقى محتارة تعمل لك إيه ولا إيه يا بيه الست دي بتحبك وآخرت الحب يا مفتاح جواز وآخرت الجواز تلت أربع عيال يملو عليك الدنيا هي الدنيا من غير ست ولا عيال تبقى إيه اتعال في الحاجات اللي في العلب دي عشان مين علشاني أنا اشتريت هدوم أيوه أهو كده يا بيه أهو أنا دلوقتي فرحت بصحيح ومتهيأ لأزغرة يا بيه كان لازم تعمل كده من زمان هادي ناسي مفتاح عملتها عاوزك تعمل حاجة كمان نغير العربية مش عاوز كده آه عاوزين عربية جديدة وموديل جديد في عربية قدامك مليون عربية تحب أودك تتفرج على وحدة الوقت لا وصلن انت وروحن العربية لتعجبك يا زعبتل بيه اسمح لأقول كلمة واحدة قول يا مفتاح فليحيا الحب ايه دا يا عم اه هدوم علشاني دول كلهم ايه وايه الالوان دي دا زوق الاستاذ احمد انت تلبس الالوان دي هو لنا اهال بقى انت الراجل المحترم تلبس حاجات زي دي دي لا انا شايفك متغير خالص فيها ايه كل الناس بتلبس وحديك انت كمان فلوس عشان تشتري لك شوية هدوم لازم نلبس يا صفاء لازم نعيش يا بنتي لازم نمتع لفسنا بالفلوس اللي معانا امرك بس انا مش عاوز اهدوم انا كده مبسوطة او وراتي بس انا عاوزك تتغير يا صفاء وعاوز تغيرني ليه مدام انا كده مبسوطة وسعيد صفاء احنا عاوزين نعيش زي الناس ما يعيشها احنا لازم نغير كل حاجة في حياتنا لكلام احمد احمد بيحبنا بيحبك انت كمان احمد عاوز يسعدنا شايفنا مش عايشين وعاوزنا نعيش بس انا ما بحبوش ما هو ده اللي مزعلني تزعل علشان ما بحبش واحد غيرك تحبي واحد غيري انا يا صفاء زي ابوك انا حب شيء وحب احمد شيء تاني انا ما بحبش حد غيرك ومش شايف حد غيرك يا صفاء لازم تفذقي بين حبي وحبي احمد مش قادرة مش قادرة طيب اديلي فرص عشان ساعدك قلتلك انا كده سعيدة ومبسوطة بس ده غلط غلط انت اللي بتقولي كده انا صفاء يا عم صفاء اللي عاشت طول عمرها جنبك صفاء اللي ما بتفكرش في حاجة في الدنيا غيرك صفاء بنتك وحبيبتك واهلك وكل حاجة اهلا اهلا مفتاح ايه ده اللي معاك ده ورد بعتو بيه ورد صحيح اه والله وعزبك الليلة علشان تخرجوا ساوة في الساحو صحيح انا مش مصدقة انا فرحانة قوي يا مفتاح ومش عارفة عمل ايه بس المهم ربنا يتمم بخير الكلام ده صحيح يا مفتاح ايوه يا جديبان هو حيب الساعة كان بعد المكتب يعني الساعة تسهل يبقى لازم اروح الكوفير شوفوا شغلك بالحسن يظهر قروبنا خالص كده يبقى خلاص وصلنا ايه رائعك يا صفاء كويس يا عم يعني شكل كويس طبعا طب انا الليلة حتأخذ شوية ليه رايح فيه اه معزوم عند مين عند ناس الست اللي قبلناها في السرك ايوه ليه بتعمل كده اظن انا مش عايق صغير يا صفاء واعرف ازاي تصلى في حياتي طب اروح معاك مش الليلة بعدين بعدين انت حتبقى تروح لها تاني ايوه وحكلمك في الموضوع ده بعدين لو حد سأل علي انا في المكتب لحد الساعة تمانية ونص هامني اه ايه يا صفاء خلي بالك من نفسك مش معقول ايه شكلي كده كويت يا حبيبي زمانية ايه خدمة الفندم حب تشوه حاجة لا احنا ما بنشربش اسمع هاتلينا ازاستين مياد فيشي ازاستين مياد فيشي حاجة تانية لا متشكري ايه الفيشي دي لو عتكون خمرة خمرة ما انا خلاص بطلطة دي مية معدنية بتفتح النفس وبتساعد على الهضب اه ولول بقى بيرقصه اظن ما عندكش فكرة عن حكاية الرقص دي اه او ده اللي كان ناعص ليه لا تسمح تقوم بترقص معايا انا ارقص اه ما ترقص ليه مش شايف الناس اللي قلها بترقص هتقول لسنك في ناس اكبر منك في السن وبيرقص تسمح تقوم بس انا معرفش ارقص هعلمك يا ادم ارجوك مديلي ايده وسعيدني علشان اسعيد يلا يا حبي انا ايدي الوقت وانا بربص معايا وحتى راسي على كتفي ومغمض علي اتمنى ان الزمن يقف وافضل عايش طول عمرة اللحظات اهدم انا سعيدة اوي وانا كمان امبار اه اتأخلنا عليك يا مفتاح ولا يهمك يا بيت اخر على كيف انا من رأيي علشان ما نضيقش مفتاح اه نخرج في عربيتك وانا لا سوق يا ست قبال انا مش متضايق ولا حاجة ده اليوم اللي كنت بتمناه ان نشوف البيه بتاعنا بيتحك ومبسوط اذا كنتم عاوزين تصهروا كمان اتفضلوا انا قاعد هنا للصور لا يا مفتاح انت تاخد تاكسي وتروح وانا اللح سوق امرك يا ست قبال يلزم اي خدمة تانية بيه مع السلامة يا مفتاح اه خد يا مفتاح عشان تركب اه ده كتير اوي يا بيه عشان تشتري حاجة للعيال دول حيزقطتوا اللي لادي اوي مع السلامة مفتاح اه هي الساعة كان دلوقت برضو بتسأل ع الساعة لا بس صفاء تقول ايه صفاء وهي صفاء بتحكم عليك لا بس انا انا عمر ما عملت كده اه عمر ما غبت عن البيت بس لازم تعودها على كده يا ادم صفاء لازم تتغير كل حاجة فيها مش قادر عليها تسمح تسيبني انا اتصرف مش هتقدري عليها بس لازم نقدر عليها احنا مش عاوزين حد يعكن علينا وانا مش هسمح لا اي مخلوق انه يعكن علينا حتى لو كانت صفاء صفاء دي دلوقتي هي المشكلة مشكلة في ايه صفاء لازم تتجاوس مش عاوزة تتجاوس في حد خطبها ايوه جالها عليس ورفضته عافة مي اللي خطبها الاستاذ احمد عبد العال وطبعا تعرفيه طبعا اعرف ده صحافي وراجل محترم ورفضته ايوه ليه مش عاوزة تتجاوس ادم انا لازم اقابل صفاء لازم اشوفها واعد معاه انا واثق انك هتزعلي منها ما تخافش انا ست مجربة وفهم الدنيا واعرف ازاي اكلمها هتكلميها تقولي لها ايه عاوزة اعرف الاول هي مش عايزة تتجاوس لي عاوزة اتأكد من الفكرة اللي جات لي فكرة ايه يا اقابل احساس الست بالست عاوزة تقولي ايه يا اقابل هقولك يا حبيبي بس الاول سبنا تنكت انت كنت فين الله ايه لمصحيك لحد الوقت مصحيني انا ما نمتيش لحد دلوقتي ما نمتيش لي ما انت عارف اني ما بيجيليش نوم الا لما تيجي بس اذا حرام عليك تفضلي صهرانة لحد دلوقت ما جليش نوم ازاي يجيلي نوم انت بر اه طيب قومي عشان تنامي انت كنت فين معاها ايه وبعدين هي النهار ده حتتغدى عندنا عاوزة تتعرف بيك تتعرف بيه ليه لاني لانك ايه اتكلم لاني بفكر يمكن اتجوزها تتجوزها انت تتجوز ليه ما تتجوزش ايه حتجوز طيب اتجوز واحدة غير دي ليه ايه ملا؟ انت مش عارف دي مين؟ دي انسانة انسانة بعزها ده اللي عرفه عنها ومش عاوز اعرف عنها اي حاجة تانية المهم دلوقت تستعد عشان حتقبليها انا داخل عشان اناملي شوية ونما جيلي مفتاح قوليله ان مش هروح المكتب النهاردة وقوم انت كمان عشان تناميلك شوية بس لازم اشوف طلبات العزومة تا مش بتقول عزمها؟ هنبقى نجيب اكل من البالة اهلا استاذ احمد ايه انت ماشي كويس؟ جدا وان شاء الله اول عدد حيصدر اول الشهر ايه انت فاضي النهاردة؟ وزا كنت مش فاضي انت تؤمر اصلا عندي ضيوف ضيوف؟ ايه غريبة؟ ابتدينا يا سيدي نسمع كلامك الضيوف دول اعرفهم؟ تعرفهم وما تعرفهمش ايه دي فزورة؟ تعرفهم بحكم مهنتك انما ما اعتقيتش انك تعرفهم شخصيا لازم شخصية من شخصيات المجتمع في الحقيقة هي فنانة فنانة؟ خضرتك بتعرف فنانين؟ اهو عرفنا ومين الفنانة دي بقى يا سيدي؟ تحب اقولك على اسمها دلوقت ولا نخليه مفاجأة؟ اقولك خليها مفاجأة انت معزوم النهاردة عندي عالغدا اهو عتقول لا بالعكس اذا انا كنت منتظر العزومة دي من زمان حاكون في انتظارك وازاي الانسة صفاء؟ قددت حتشوفها وحتعرف بنفسك ازيها مع السلامة استاذ احضر انت ايه اللي جابك؟ بتطردين يا مرفت انت عاوز مني ايه؟ ابدا ولا حاج ايه اخباري قبال؟ قبال؟ قبال وقت واقعا فيش حد وقاح وحتتجوز هتتجوز مين؟ تاجر تاجر عندي فلوس ما لهاش اول ولا اخر صحيح التاجر غني وما لك اتسعرت كده؟ ابدا واجب برضه افرح لها هم تفرح لها؟ اسمع يا رجدي قبال صحيح كانت بتحبك وضحت كتير علشانك انما دلوقت خلاص ربنا تبع عليها منك ونصحت لك انك ما تفكرش فيها خالص ودورلك على لعبة تانية ما هو ما انت مش راضي مش انا اللي اصرف على راجل وزا كنت افكر في يوم من الايام اللي اصرف على راجل فلازم اكون بحبه وحضرتك طبعا عارف ان ما بحبكش انا بقى هخليك تحبين ما تضيعش وقتك ووقتي عن اذنك عشان انا خرج طيب اشوفك ازاي؟ قلتلك انا مش فضيالة طيب اقدر اعرف التاجر ده اسمه ايه؟ يهمك اسمه فيه تطمن عليها برضو مش كانت مراطي لا ولا قلبك عليها انت لو تعمل فيها معروف تبد عنها خالص تبد عنها ابد عنها ابد هو ده معقول هي دي المفاجأة ايه ايه رأيك؟ دي فعلا مفاجأة لك رأيك رأي في ايه؟ انت مش عاودنا تجاوز ايوة بس ايه في مانع؟ مفيش مانع نحن بس اخر حاجة كنت افكر فيها كنت افكر جاوز اقبال اصلي بس تليح معها اوي وهي كمان بتحبني ده انتو يظهر مشيتم مشور طويل ايه مش اوي بس اقدر اقولك اني بحبها خلاص مدام بتحبها يبقى على بركة الله واعتقد ان سنها ملائم ملائم ليك اوي بس هتفضل تشتغل بالفن؟ لا ما اعتقدش انك هتوافق على كده دي عاوز اتطلع الفن واتطلع العالم كله علشاني ايه يا عادم؟ بيتمشمشه وبتقوله ايه؟ كنا بنقطع في فروتك فروتي انا؟ أستاذ سيد آدم ده أنا بعتبره زي والدي مرة واحدة كده؟ إحنا هنغير من دلوقتي؟ لا يا سيد إبال ده فيه صلة كبيرة قوي قوي بيني وبينه آه على فكرة يا إبال الأستاذ أحمد بيحب صفاء وخطبها مني آه أنت قلتلي طيب عاوزين بقى همتك بس هي فيه؟ مش تيجي تسلم علينا بتقول إنها عيانة قوي طيب أدخل لها أنا اتخذ دلي آه استاذ إبال عاوز أستلم عليك يا صفاء أهلا وسهلا يا حبيبتي دي أمورة أول متشكرة لا ده أنا هحبك خالص برضو متشكرة آه طيب أسيبك وأنا بقى لا أنا أصلي تعبانة وعاوز أستريح ومالو يا حبيبتي استريح أنا هعود جنبك على السرير اتفضل إنت يا أدم مع الأستاذ أحمد الأستاذ أحمد هنا أيوة عزمته على الغد على فكرة يا صفاء أحمد دلوقتي بقى شريك أنا شاركته في المجلة الجديدة اللي حيعملها يعني بقى واحد من العيلة الحقيقة أحمد إنسان لطيف قوي ويتحب ياريت عندي بنته وأنا كنت جوز تهاله إلا قولي يا أدم هو ما فتح لكش سير تجواز أبدا جواز من مين منك يا صفاء ده أحمد شاب بتتمنىه بنات كتير يا عمو أتعب أنا وعاوز أستريح طيب سبنا دلوقتي يا أدم آه عن إذنكم إيه يا حبيبتي انت زعلانة ليه أنا عيانة مزعلان بعد الشر عليك طب مش تقومي تلبس هدومك وتقابل ديوفك بقولك تعبان ولو ترجيتي أنا ما قدرش في الحقيقة يا صفاء أنا كنت أتمنى إنك تقابليني مقابلة غير المقابلة دي خالص كنت عوزاني عملك إيه بقولك أنا عيانة انت عارفة فيه إيه بيني وبين آدم عارف وموافقة ويهمك إيه في موافقتي لأننا هنعيش في بيت واحد ولازم يكون فيه بيننا وبين بعض تفاهم انت فاهمة إنك هتجوزي طبعا هو ما قل لكيشي دي آخر حاجة تفكري فيها عم وراجل مش بتاع جواز ولا حب ويوم ما يتجاوز يتجاوز واحدة تانية ليه يا صفاء أنا في عيب معرفش طيب ومش عاوزة تتجاوز الأستاذ أحمد ليه دي حاجة تخصني يا صفاء آدم بيحبني وحيتجاوزني وأنا بمدلك إيدي علشان نبقى حبايب أنا مش عايزة نبقى حبايب أنا حبيبي عمه بس لكن أنا حشاركك فيه مفيش حد حشاركني فيه أبدا يعني أفهم إنك حتوقي ضدي افهم اللي انت عاوزة تفهميه طيب يا صفاء بكرا نشوف آدم يا آدم آه فيه إيه يا عبال تسمح تقول لصفاء إننا حنتجاوز إيه يا صفاء عندك مانح صحيح يا عمو الكلام اللي بتقوله الست دي أيوة فيه مانح أنا مش موافقة عيب الكلام ده يا صفاء على كل حال يا عبال بشوقت نتكلف في موضوع زي ده تسمح تتفضلي عشان استفر جهزة وإنت يا صفاء مش هتقوم تلبس هدومك عشان تتغد معنا متشكرة مش عاوزة تغد طيب تسمحوا تتفضلوا عندي بكرة أنا ما بخرجش علشان خط قلتلك ما بخرجش برضو مش عايزة تخرج دي غريبة أوي يا آدم أنا مش فهم البنت دي إيه بس أنا فهمت هي إيه إيه يا عبال بعدين حقول لك يا آدم إيه يا بيه ست صفاء زعلانة ليه مش عاوزان أتجوز ليه ومش عارف أتصرف إزاي يا مفتاح وش كله أنا مش فهم البنت دي تغيالت كده ليه الله أعلم بس أنا كنت عنيف معاها شوية دي مين عليها إنها تحبانة أوي انغيرت خالص وإيه اللي أقدر أعمله لها رضيها تعبت معاها لا بقى اسمح لي يا بيه لما أخذ يعني في الكلمتين دول قال يا روح ما بعدك روح لا دي الست صفاء غلطان أوي طب قول لي أعمل إيه دوسها أنا شايف كده إن الأستاذ أحمد بيحوم حواليها مش راضية مش راضية نادي تبقى مشكلة بقى أنا مش خاهم البنت دي إيه اللي غيرها بس حضرتك لازم تشوف لك صرفة فعلا أنا لازم أشوف لصرفة لم أخذ يعني دي برضو مهما كانت مش بنتك دي أعز من بنتي بس هي بقى مش مقدرة الحكاية دي أنا محتار مش عارف دلوقتي تصلت إزاي يا بيه بقولك يا روح ما بعدك روح يا بيه فكر في نفسك شويه وصفاء يا مفتاح أهو حاجة من الاتنين يا تتجوز وتعيش إنت يا حتفضل طول عمرك كده بس صعبان علي يا أول بنت دي بكرة ترو بس المهم إن حضرتك ما تدهاش فرصة إنها تفشكل لك الحكاية دي أنا أصلي شايفك يا بيه بتديت تنعنش وبتديت تضحك وتحس بطعم الدنيا ده صحيح يا مفتاح خلاص يبقى أنت بقى تفكر في نفسك الأول مش قادر يا مفتاح مش قادر دي عشفة العمض كله انت حر بقى يا بيه أنا اللي علي قلته لك بس لو أعرف هي عوزة إيه إيه دا يا أستاذ أحمد دي بقى بروفت أول عدد من المجلة آه وبتوذها لي ليه مش انت صاحب المجلة طيب ولا يلي فهمني في الحاجات دي آهو برضو تشوف نتيجة عمل دا يا أستاذ أحمد أنا مطمئن لنتيجة عملك وأنا واثق فيك ثقة كاملة وأنا شاعر إننا حننجح إن شاء الله إيه رأتي يا أستاذ أحمد يا صفاء أنا عاوز أعرف رأيك بصراحة لأنني مش عارفها تصرف إزاي بصراحة أنا مش قادر أكون رأيي لحد دلوقتي فيه خواطر كتيرة بيجيلي بس مش متأكد منها هو مش عاوز أقول حاجة مش متأكد منها وأقدر أعرف إيه الخواطر دي أولا أنا فكرت إنها يمكن مش عاوز حد يشاركها في صروتك لا يا أحمد صفاء مش بتاعت فلوس وعمرها ما فكرت في الفلوس وده برضو اللي شفته منها يمكن مش عاوزة واحدة تشاركها فيك هو ده اللي حسيته منها إنما ليه يمكن لكن مش معقول اتكلم قول يمكن بتحبك يا سيد قدم بتحبك أنت أنا وده معقول أو مش قادر أقول إنها بتحب واحد تاني لأن حياتها مكشوفة قدامك وأنا اللي عرفته عنها إنها ملهاش أي اتصال خريجي بحد أبد لكن أنا عمر ما فكرت في الحكاية دي أنا بحبها زي ما بحبك بحب فيها بنتي وبنتي صاحبي اللي كنت بحبه بحب فيها إخلاصها وتفنية في خدمتي ما هو ما فيش أي تعليل لتصرفتها إلا تعليل ده وده معناه إنه لازم أعالج الموقف بسرعة هتعالجه إزاي هتجود إقبال بس تعتقد إن ده حيحل الإشكال طبعاً هتلاقي نفسها أمام الأمر الواقع بس أنت تأكدت الأول من إقبال هل هي فعلاً مخلصة في اتجاهها معاك طبعاً لا يا أحمد إقبال بتحبيني بصحيح طيب مش نستنى شوية الأيام برضو بتكشف حاجات كتير ده حيزود إنفعال صفاء والأحسن إن أحطها أمام الأمر الواقع ما دام حضرتك شايف كده يبقى خلاص تفضل إن أقولي صفاء ولا فاجئها بإن خلاص تجوزت قبال الأفضل إنك تقولها طبعاً لازم أقولها إقبال أيوة يا حبيبي عاوز تقوليه أنت صحيح بتحبيني اسأل قلبك وصحيح عاوز تقيش معايا طول العمر وحسيب الفن صحيح وسبته خلاص تحب نتجوز إمتى نتجوز بتعليتي الفرحة بعد ساعات بتبقى دموع دي دموع الفرح يا آدم آدم ما تسألنيش عن حاجة أبداً اتصرف زي ما أنت عايز إيه رأيك نتجوز يوم الخميسة بي قلت لك أنا تحت أمرك إن شاء الله دلوقتي وطبعاً مش معقول حنقعد في البيت اللي احنا فيه أي مكان تقعدني فيه أنا رضي بيه يا آدم إيه رأيك نشتري فيلة وتفيشيها أنت تزوئك أنا تحت أمرك بس حنعمل إيه في صفاء صفاء تقعد معانا صفاء دي زي ما هي بنتك حتكون بنتي أنا كمان بس حتتحب معاها ما تخبش بكرة حخليها تحبني غريبة أو البيت دي أحمد بيقول حاجة عجيبة عن صفاء عادها بيقول إيه بيقول يمكن تكون بتحبني وبتفكر إنها عاوزة تتجوز أوهو ده معقول لا يا آدم صفاء بتحبك زي أبوها بس هي تعودت إن ما فيش حد شركة في حبها كده آه دي كل الحكاية يعني أنت شايفة كده طبعاً أنا ست وأفهم الست اللي زي والله يطمنتيني حكاية صفاء دي بتفكرش فيها أنا هعرف إزاي تصرف معاه بس المهم دلوقتي إننا نفكر في نفسنا يا حبيبي بس دي مش بلة ده أصر مش خصالة فينا يا أبال بس ده حيتكلف كتير قوي يا آدم ما تفكريش في الفلوس المهم عاوزك تفرشيه أحسن فتش بس ده ده عاوز مدة نسي بعضه نتجوز ونقعد في لقن ده الحاج ما يخلص أنت مصمم على يوم الخميس اللي جاي وجهزتي كل حاجة هتعمل فرح طبعاً فرح كبير أمه ما كناش حكاية الفرح دي أنا عاوز أفضاحك وعاوز أفوح أنا كمان دي فرحة عمري فعلا يا آدم فرحة عمرنا احنا الاثنين مبروك يا أبول صحيح خلاص هتتجوزوا يوم الخميس الجاي حضرتك معزومة على فرح يا مختك صبرت منولت يا أبول ما تستوريش أنا سعيدة قد إيه متهيقل أني تقتل قدرت فتحت لي صدق يا ميرفد إني بحب آدم بصحيح ليه لا بس يا ترى رشدة حيسكت يستجري يقرب نحيتي ده نخرب بيته ده نخلي أدم يقطعه حتة على كل حال احترس منه يا أبول حيعمل له إيه منعارف الطمين ما تخفيش ده أصله جبان ولما هيعرف أني تجوزت خلاص مش هيقدر يهوى بنحيتي بس مش ده لنا خايفة منه أمال خايفة من إيه صفاء يا ميرفد صفاء البنت اللي مربيها آدم مالها دي كمان تصور يا ستي بتحبه بتحبه وهو عارف هو مفكرش في حاجة زي دي والأستاذ أحمد كشف له الحكاية وقال له وبعد ايه هو أنا عبيطة شلت الحكاية دي من مخه خالص طب واحتعمل إيه أعمل إيه دلوقتي طبعا مش حقدر أعمل أي حاجة غير إن أمثل عليها ومهما عملت حستحملها الحد من اتجوز وحس إن أدم خلاص بقى في إيدي ساعتها بقى يا ستي أنا حعرف أتصرف معاه بس هو حيسكت حيسيبك يعني أدم ده بعد ما حنتجوز حيبقى زي الخاتم في صباعي وساعتها اللي حقوله عليه حينفزه على طول الحقيقة يا البنت حلوة 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 صحيح بس مش هو ده المهم اسمعي يا ميرفد دي بتحب آدم بجنون وطبعا هي مش هتستسلم بسهولة الله يكون فعوني ما تخفيش علي أنا يقبال والأجر على الله إيه دي يا عم دي هدومك الجديدة هدوم جديدة عشان إيه علشان فرح 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 مين فرحي أنا أنا هتجوز يوم الخميس يوم الخميس أيوه لا لا ما تتجوز ما سبنيش يا عم الله ومين قالت إن هسيبك مش هتتجوز وعلشان هتجوز أو أم أسيبك أنت هتعدي معانا أنا اشتريت فيلا وحنفرش لك قطين علشانك وحتقيشي أحسن عيشة معانا لحد بقى ما ترضي إن تتجوزي وإذا حبيتي كمان بعد ما تتجوزي تبطلي قاعدة معانا أهول فلة كبيرة وتشلنا كلنا يعني مفيش فايد يا صفاء افهميني يا بنتي أنا بحب يا صفاء بحب إقبال بتحب إقبال أيوه أنا دلوقتي بس حسيت بطعم السعادة حسيت إن تولدت من جديد أنا إنسان جديد يا صفاء مبروك مبروك يا عم بس هو إقبال بأسر عليك وتخليك بكره أنا أكرهك أنتي عندي أعزل ببنتي يا صفاء يا صفاء بإقبال بتحبك وحتسعدك زي ما حتسعدنا إقبال ما بتحبنيش لا يا صفاء أنت غلطانة وبوكى الأيام حتثبتلك إنها بتحبك عرفة وإحنا بنتكلم عنك لو وفقتي حنخلي الفرح فرحين إيه رأيك أنا مش هتجوز ليه بتقولي كده أنا بزعل لما بسمعك تقولي كده أنت مش هتتجوز خلاص سيدني أنا بس كان نفسي أفرح بيك أنت كمان المهم أنت أنت تفرح يا عم وساعدتك يا ساعدتي ربنا يسعدنا كلنا عم اوعى تكرهني اوعى قبلت خليك تكرهني لسا لسا نحبا وتنفر وحتقض شعر العسل فيه هو كان عاوزني سافر بس لازم نفضل في مصر علشان أفرش الفيلا اللي اشترها لي هو اشترها لك فيلا آه وكتبها باسم هنيالك يا سادي عقبالي لما أقع وقع زيك كده ربنا يديك يا ميرفت انت تستهلي كل خير عاوز أقولك حاجة بس مش عارفة هتزعل مني ولا تقولي ايه أنا أزعل منك يا ميرفت لا ده انت حبيبت العمر مش حتصدق اللي عملته عملتي ايه رشدي ناله معايا دلوقت فضل وراي لحد موقعت فيه أنا عارفة وعارفة أسليبه بس ده حيحطامك يا ميرفت اسمتي بقى حعمل ايه مسكينة بكرة حياخد القرشين اللي حلتك وبعدين يرميك زي مرمى غيري أنا يستحيل حدي له قرش واحد كان غيري كاشتر ده تعبان عارفة تعبان بيعمل ايه يفضل يتسحب يتسحب من سكات لحد ما يقرس أرصته بس المهم انه عاوز يجي معايا فرح لأ ايه يا ميرفت ده مصمم اعملي معروف يا ميرفت ما تحرجنيش أنا صحيح بحبك لكن ماسمحش أبدا انك تبوزي فرحي رج ده ما عندوش أي منع انه يعمل أي حاجة هو وعدني انه ما يفتحش بقه بأي كلمة وده له كلمة لا يا ميرفت أرجوكي اذا كان لابد انه يجي معاكي يبقى مش لازم تيجي انت كمان ايه ملبستيش ليه مش هنروح الفرح مش هروح ليه اقبل مش عاوزك تروح الفرح بس انا لازم اروح هتعمل فضيحة يا رجدي فضيحة فضيحة ليه انا بس عايز شوف سي قادم بتاعها ده هههه وعايز شوفها وهي لابسه عروسه هي حرة يا اخي احنا حنشارك الناس اقول انك لسه بتحباه انا عمري محبته طب عاوز منها ايه ولا حاجة اه مجرد فرجة رجدي عشان خاطري بلاش تروح الفرح بس انا لازم اروح هي بقى تروح لوحدك وانتي لازم تروح معايا مش هروح بقول لك ميرفت حبتي دزعل يالا يلا حبيبتي ما تعكنينيش علي ولا ولا عشان باب أحبك وبموت فيك يلا يا حب الكبير لا يا رجدي لو رحت الفرح أخصر إقبال وتهمك فيه إقبال بكرة تتجوز وتنسى كل حاجة وتنساك انت كمان إقبال طول عمراء بتحبينها ومخلصة لي إقبال بتحبك انت إقبال دي نمرة كبيرة ومفيش حد عارفها لنا إقبال ما بتحبش إلا نفسها أنت بتظلمها يا رجدي دي مسكينة دي دي نمروضة عشان خطر يا رجدي ما تروحش الفرح تعال نصهر الليلة في أي حتة تعجبك طيب بس البس هدومك الأول وبعدين نفكر يعني موافر أننا مش هنروح الفرح بس البس الأول لما تقولي أننا مش هنروح زي بعض أساتي مش هنروح الفرح عبالك يا صفاء متشكرا إيه الدموع اللي في عينيكي أظن أني حر في نفسي ليه بتعمليني المعاملة دي يا صفاء أنا بحبك وأنا ما بحبش هر لا يا صفاء أنت بتحبي حد حد زي مي أنت بتحبي آدم طبعاً بحب وكنت فاهمة أنه حيتجوزك يتجوزني أيها يتجوزك إنما آدم بيحبي بهال ها أنت تداب لصفاء إصحي ما تضيعيش عمرك في أوهام واحدة وبيتضيع عمرها في أوهام وانت زعلان لي ولن علشان بحبك وسنيان علشان صعبان علي مش عايزة عاطف من الحد أنت عايشة جوه نفسك عايشة جوه نفسك وبتهربي من أي واحد يقرب ناحيتك علشان ما يتشفش حقيقة نفسك أنا بمدلك إيدي وعاوزك بس تساعدين إذا كنت مش قادر حاولي يعني أعمل إيه اديني الفرصة يمكن أقدر أعالجك يعني أعمل لك إيه عاوز أعالج عليك يا عط بس أرجوك تقبل إيه عندك مانع تشتغلي معايا في المجلة أشتغل في المجلة أشتغل إيه تكتبي أنت مش فريقة كلية الأداب أيوة بس أنا ما بكتبش حاولي ما عنديش لاستعدين أرجوك يا صفا ما تقفلش بكوش ساعديني وإنت حتكوني أسعد إنسان وحت ساعديني وحت سادي آدم وحت سادي إقبالي وحت سادي ناس كتير قلتلك لا يا أستاذ أحب أنا أسعد إنسان يا أبال مش أكتر مني يا أدم الله دي صفاق ثابت لأستاذ أحمد وخرجت هي يعني حتروح مبروك يا سادي إقبال مبروك يا عم وقبالك يا أستاذ أحمد هي صفاق واحد فيه خرجت خرجت وواحد فيه يظهر النهر اللاحب واحد ليه؟ يا أدم مش وقت كلام زي ده أيوه بس يا حبيبي أنا عرف كل حاجة أنا وعدتك إنها عمل مستحيل علشان نبقى حباي بس مش وقت الكلام في حاجة زي دي الناس كلها بصلنا أي يا رجدي على فين؟ على فين؟ على الفرح طبعا فرح؟ لا يا رجدي أنا لما أقول حروح الفرح يعني حروح الفرح روح أنت إنما أنا يستحيل حروح ما هو أنا يا الفرح ليه بس كده يا رجدي لازم أشوف سي آدم ده مش تقوموا يعني علشان تفتحوا البو فيه بالوقتي خيروا البري عاجلوا قبل يلا بينا عشان أنا تعبان وإنتي كمان تعبانة وعاوزين نستلاقي إيه؟ إيه مالك؟ لا مفيش إزاي مفيش؟ إنتي بتحضر كي حد حصلت؟ أصلا طليقي جهة أنا حقيت هو فين؟ ما تبصلوش وإيه دي جابة؟ مش عارفة إيه مع مربط صاحبتي؟ يا أستاذ أحمد أيها يا سيد آدم هو فين ده يا باري؟ هتعمل إيه؟ لازم أطوله لا يا آدم ده مجرم ووشه ما تشوفه قليل الأدب يعني إيه؟ أقدر أعرف فيه الحكاية؟ أصلا طليقي هنا وما لو يا سيد آدم؟ لازم يخرج من هنا ولا؟ يا سيد آدم مش كده؟ لازم يخرج ما تعليش صوتك المعزيم التابل بص لنا أنا قلت لازم يخرج هو واقف فين يا إبال؟ اللي واقف مع مربط صاحبتي هو ده طليقك؟ هو ده سيد آدم وما تبصلهمش أبوس إيدك؟ ده أنا ما اشترهوش بقرش سيد فرشت أعمل معروف ما تعمل لناش فضيحة فضيحة؟ ده لعبتي إيه ده؟ ده جاي نحيتنا؟ وما تبصلوش أعمل نفسك مش شايفه مبروك يا إبال ده بقى ست العريس بتاعك يا صلاة النابي يا صلاة النابي انت مين؟ أنا؟ الله 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 تبا مش عارفني ولا إيه؟ ما تقوليله يا إبال قوليله أنا أبقى مين؟ تسمح تخرج من هنا؟ أخرج؟ أخرج من فرح يا ولا؟ قول أنا متأسفة يا آدم الولد ده لازم أنسفه مش هخليله أصد في الدنيا وده من مقامك علشان تقف قدامه أنا مندهش إزاي كنت متجوزة واحد زيدا؟ غلطة كبيرة وغلطة في حياتي وكنت بتحبيه؟ أحبه؟ لا يا آدم أنا كنت ضحيته بس ولد زيدا ده كان عاودي بوز الليلة بتاعتنا ده الأستاذ أحمد رأو حد تتعلقه بس أنا اللي كنت عاوز أضربه إنت تقف قدام واحد زيدا؟ أنا متدهي بصحيح معلش يا حبيبي اللي حصل ده عينيني الناس وسماها اتحسدنا يا حبيبي فاعرف إنت كنت زي الأمر الليلة مين ده اللي دم وثقيله بدرب لنا تليفون دلوقت؟ اسمع يا أبولا ما تطديش لا حشيل استماع وحطها تاني ولا أقول لك هاته لما أشوف مين ألو ألو مين هيا يا أستاذ أحمد عملوها غسل معنا يعني في أمل ربنا يسطر إزاي المجنونة دي عملت في نفسها كده؟ دي مجنونة فعلا وممكن نشوفها؟ مش دلوقتي لأنها لسه في بايبوبة ليه كده يا صفاء بس ليه تعملي كده؟ أنا بسامحك يا حبيبتي بس ليه كده أنت مش عالفة مع الزيتك عندي عندك أنت بس دي صفاء عندنا أغلى حاجة في الدنيا هي يا حبيبتي أنت فكرة أن أدم حيسيبك؟ ده حتى لو فكر أنه أسيبك أنا مش ممكن أسيبك أنت غالي عندنا أوي يا صفاء تسمحي بقى حضرة السكرتيري تخف بسرعة علشان تستلمي شغلك أنت هتشتغلي معايا وده أمر لازم تنفذيه ليه يا بنت مش عاوزة تشتغلي مع الأستاذ أحمد؟ أنت عاوز كده طبعا عاوزة شوفك أسهد إنسانة في الدنيا حاضر مدام ده هيسعدك هشتغل مع الأستاذ أحمد أنا حنام الليلة في المستشفى مع صفاء يبقى أنام أنا كمان أرجوك وتتفضلوا أنتم ترواحوا هي دلوقتي نايمة ومش هتصحى للصبح ونسبها لوحدها يا أستاذ أحمد لوحدها إزاي؟ الممرضة مش هتسبها وأنا أول ما أخلص المكتب حاجة تطمن عليها يلا يا سيد آدم أنت باين عليك التعب ولازم تستريح إيه رأيك يا إبال؟ اللي تشوفه يا آدم أرجوكم تتفضلوا وترواحوا مع السلامة سيد آدم ممكن لما ترجع بالليل عشان تشوفها تبقى تطمن عليها؟ حاضر حطمينك مع السلامة مش عاوز أشوفك مكشر أبدا واللي حصل ده ليلة إبال يا حبيبي جات سليمة والحمد لله يلا بقى يا حبيبي اضحك أنت مجعتش؟ ملياش نفسه والله إبال لا اسمع بقى أنت لازم تاكل لحسن أنا كمان حضرب عن الأكل أهلاً أستاذ أحمد صحيح؟ الحمد لله خليها تكلمني إزايك يا صفاء؟ مش الحمد لله ألف حمد لله على سلامتك إبال بتسلم عليك خليني أكلمها آه حتكلمك إزايك دلوقت؟ إيه مش تشد حيلك بقى؟ تحب نجيلك دلوقتي؟ أنا كمان عاوزة بات معاك أنا وآدم بس الأستاذ أحمد هو اللي مرضيش شكرا على إيه؟ ده أنت عندنا غالية قوي طيب نشوكك بكرة إن شاء الله باي باي يا حبيبتي عاوزة أكلميه؟ كلمي آدم آه أيوة حبيبتي صلحي يلا بقى أوعى تكون لسه زعلان مني يا عم يعني خلاص؟ طيب حشوفك بكرة؟ طب ما تتأخرش يا عم تصبح على خير مش هتروح انت بقى يا أستاذ أحمد أنا مش هسيبك أنا حناب على الكرسي هنا جنبك لا يا أستاذ أحمد أنت تروح وأنا حنام يا حضرة الموظفة المدير بتاعك لما يدي أمر لازم تنافزيه يا أستاذ أحمد أرجوك تروح عشان أعرف أنام طيب أقعد معاك شوية أنت تعبان طول النهار اللحظة اللي حقعد معاك فيها حتضيع كل التعب آه ما قلت ليش رأيك في عدد المجلة بس أنا ما شفتهاش أنا عارف وعلشان كده أنا جبتلك العدد معايا هاي إيه رأيك؟ شكلها حل إيه ري كده اللي في التحية اللي أنا كاتبها مش دلوقتي يا أستاذ أحمد بكر حقرها أنت يظهر مش عايزانة أعود معاك أصلي تعبانة طيب يلزم خدمة وتشكرة تصبح على خير وإنت من أهل صباح الخير يا حبيبتي ألف حمد الله على السلامة الله يسلمك أهو كده فراحينا إيه رأيك بقى إحنا حنسافر نقضي أسبوع في سكندري وعايزين نخدك معانا وطبعا هتيجي معانا مش كده يا صفاء أسبوع في سكندري تحب تروح أي حتة تانية مرسة ما تروح الفيوم أي حتة تعجبك بس مش هدايقكم تضايقين يا حبيبتي حد يتدايق منك وحتسافره أنت وقت ما يعجبك إيه رأيكم نسافر دلوقت أنا ما عنديش مانع أنا مجاهزة الشنطة في القتيل وإنت يا ست الحلوين تقوم كده تلبس هدومك وتخرج من المستشفى يلا يا حبيبتي يلا يا روح يلا يلا حاضر خذ يا صفاء ايه ده ده خاتم ألمعز هرية على شانك بمناسبة شفائك ليه كده ده أقل حاجة أقدمها لك تسمح يا عمو تلبسولي أنت لبسها الخاتم يا آدم هاتي إيدك يا صفاء بتبوس الخاتم أنا ببوس الإيد اللي قدمت للخاتم سيد آدم أهلا وسهلا زيارة غريبة أتفضل فنجان قهوة لا أنا أصلي مستعجل وجايين عشان يودعك ليه أنت مسافر هناخد صفاء ونسافر بيها إسكندرية قد أسبوع أحسن حاجة تعملوها هي فين دلوقتي مع إباد في العربية تحت وما طلعوش ليه ما حبناش نعطلك عن شغلك بس لازم أنزل أسلم عليهم أوي اتفضل هي وحترجعوا إمتى على كل حال مش هنلحقني وحاشك يا أستاذ أحمد مش كده ولا إي يا صفاء ما تتأخروش أنا أصلي بشتغل من غير سكرتيرا وإنتم موغدين السكرتيرا الجديدة بتاعتي مش كده يا صفاء أول ما نرجح هستلم الوظيفة يا أستاذ أحمد أهو كده أهو أنت دلوقتي سكرتيرا بصحيح نشوف وشك بخير يا أستاذ أحمد يمكن أجلكم يوم الخميس وأقضي معاكم الخميس والجمع حنكون في انتظارك نشوف وشك بخير يا أستاذ أحمد ألف سلامة مع السلامة يا صفاء من فضلك السيد أدم موجود السيد أدم سافر النهاردة اسكندرية بس الجناح بتاعه محجوز باسمه سافر مع عرسته طبعا راح يقضي شهر نهزر شكرا ميرفد أي رأيك نسافر اسكندرية نوعد لنا أسبوع معاك فلوس معايا حاببتي معايا ميت جنيه قدونا ميت جنيه وجبت الميت جنيه من ايه لعبت مبارح وكن حظي زي البومب وضروري يعني اسكندرية اهو نتفسح ونغير هوا احنا غرانا حاجة يعني يلا حاببتي حضر الشنط حضر خش قطك علشان تستريح وين تقدتكم فيه احنا في القطة اللي جنبك باي باي يا روح آذم حبيبي قول لي كمان لكتر هقول لك يا ستي اه كم الله فيه واحد يا حبيبي يا ادم خددك من مش هترقص يا ادم يرقص انت يا عمو بتعرف ترقص ام ما لعلنته يعني ادتني فكرة هترقص يا عمو بصحيح ليه في معنى لا هترقص تعرف ترقص يا سفاء لا يا قابل اعلمك بعدين يلا يا ادم اه وحنسيف صفاء لوحدها واحنا حنروح فيه ده احنا بنرقص قدامها هون اه تسمحي لي ما تمازل بالرأسة دي اسف يا قابل حنا لسه نيمين طيب اقوم انا افتح لا 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 وانت بالهدوم دي اقوم افتح انا وامري الله مين مين صفاء انا مسافرة مصر دلوقتي مسافرة مصر ليه اتضيقت ليه يا سفاء ارجوك تسيبني على راحتي طيب في حاجة حصلت وضيقتك لا ابدا بس انا هاوز سافر دلوقتي طيب استني لما يجي رصة مفتاح عشان وصلك انا حسافر بالديزل طيب قلبس يدومي عشان وصلي في المحطة خليك انت مستريح الله طيب مش تسلمي على قبال بقى سلمي انت عليها اشوف وشك بخير مع السلامة ها مسافرة مش كده ايوه اسمعي ادم احنا عملنا اللي علينا وهي حرة بقى بصراحة انا ابتديت اتدايق منها معلش يا حبيبي بكرة تتصلح تعال يا حبيبي نمشي ويع لشان تستريح ده انت باين عليك الدعب اوي بقى انت جايبني اسكندرية عشان كده عشان ايه اسمع يا رجدي اقبال غلبانة على الاقل عشان خطر العيش والمالح اللي كلتوه سوا اعتقها بقى هو انا عملت لها حاجة تسمح نقوم نسافر مصر دلواتي نسافر انت مجنونة نجايين تفسح طب نسيب اللوكاندا دي ليه دي احسن لوكاندا في اسكندرية ماه لو ادم شافك هنا مش هيحصل كويس ادم ادم ده مين انا انزل في اي اوتالي عجبني واذا كان راجل يفتح بقه بكل كده طيب انا بقى حتيبك وسافر لو سافرتي حتيبقى دي اخر مر ونشوف بعض فيها زي بعض بتبعيني بتبعيني يا ميرفت عشان خطر واحد زي ده هو اعمل فيك حاجة ايه قبل عملت فيك حاجة ده كله ما عملتش حاجة ده انا عايز امسح بها الارض عايز اتبحة زي ما دبحتني هي اللي دبحتك رجدي انا مسافرة واذا كنت بتحبيني زي ما بتقول قوم علشان تسافر معاي انا مش هسافر طيب انا حاطل عاخد هدومي الف سلامة الو ادم بيه تسمح من فضلك تديني الستة قبل انا انا واحدة صاحبتها قول لها عليات اه واحدة صاحبتك اسمها عليات عزاك يا قبل عليات عليات مين بتقولي انها صاحبتك انا ما عرفش واحدة بالاسم ده طب تعايت سوفي ايه الحكاية حالو اسمعي يا قبال انا مرفت رجدي هنا في القتل وانا سيبها ومسافرة وبكلمك عشان تاخد بالك وتشوفي حتصرفي ازاي مع السلامة مين دي يا قبال دي واحدة صاحبتي مين دي صحيح دي مرفت مرفت عاوزة ايه ولا حاجة قبال اوعي تخبي علي حاجة في ايه رجدي هنا رجدي طريقك ايوة في القتل ولازم نسيب القتل حالا اسيب القتل عشان ولا زي ده يا ادم يا حبيبي احنا نقصر الشر مستحيل لازم اضبيه ما تعملش مستوك من مستوى واحد زي ده قومي يا حبيبي قلبس هدومك علشان ننزل ندور على شقة يلا يا حبيبي يلا يا قبال والد زي ده مستحيل اجدله فرصة عشان يعمل فيه كده لازم افهمه هو ايه لازم اوقفه عند حده هتهزق نفسك مع واحد ما يسواش حاجة يعني عوزة انا اهرب منه انت مش هتهرب منه انت بتتقي شره اسمع كلامي يا حبيبي وملبس هدومك يلا يا ادم يلا يا حبيبي شايف الوالد بيتحك ازاي ولك انك شفت ولك انك تعرفه يعني بلد تسكت عدوق.. مح��는 ده احنا تمضفنا اوي وهنا عافله هو عايز يعمل تضيحة في الاوتيل لقيا ادم لقيا حبيبي طيب الله ده جايوا على انا ما تبصلوشي هي الفلوس بتعمل كده بتخلي الناس يسيبوا اللي بيحبوهم عشان نحا بيتقول ايه يا ولد افندم بقولك بيتقول ايه يا ولد افندم انت عارف الولد ده ابن مين قبله انا ابن ابراهيم باشا حسني اتولدته في بقي معلقة دهب مش حافزة يا بعض الناس اخلص يا وقح وقح اقول وانا زنبي ايه بس زنبي كنت تجوزت واحد يا ده يعني غلطة غلطة في حياتي حفظة لكفر عنها طول عمري وانا كمان مدفعش تمن غلطتك ولا ازا ده يمد ييده علي انا متأسفة معلش يا حبيبي ادي احنا بعيدنا عنه خلاص وهو حيبد عننا كمان حييجي هنا في البيت ياريت ييجي البيت ات عفن عملت ايه اشتريت المسدس ده اول مرة في حياتي اشيل السلاح انا كان ليه اعداء كتير في شغلي انما ما فكرتش ان في يوم من الايام اشيل السلاح انما دلوقت حشيله ولو قابلته حقتله اسمع يا حبيبي احنا لازم نسافر نسافر نلوق فيه انا عاوزة اتفسح في لبنان ايه رأيك كمان نقضي شهر العسل والفيلة اهو البركة في مفتاح وكمان لسه قدامها شهرين ثلاثة على ما تخلص نكون احنا تفسحنا ونشينا كل حاج يلا يا حبيبي علشان نجهز جوزات الصفر بتاعتنا يلا ما لم تزعلنيش يا قبال يا حبيبتي انا ولا كلمة بس يلا يلا اضحك بقى انا عاوزك تضحك زيبك من التكشيرة دي موافق انك تسافر علشان خطرك نسافر يا ستي عجيبة انت اللي كتب القصة دي ايو ده انت قديبة خطيرة يا سلام للدرجة دي ارجوك تستماري في الكتابة انا كتبتها علشان اتسلم حضرتك عاملني مديرة لمكتبك وانت بتعمل كل شغلك بايده مش بس لما تتمرني شوية انا بحاول اني افهمك انا بالاسف مش قادر للدرجة دي انا لغز محيرك ومحير كل اللي يعرفوك انا مفيش حد يعرفني يا استاذ احمد حتى عمي اللي عشته طول عمري قدامه ما يعرفنيش وما يعرفش عني حاجة لانك منطوي على نفسك اتكلمي طلعي المخزون جوه عماقك وقوليه قوليه لحد علشان تستريحي والناس تفهمك واذا كنت انا نفسي مش عارف ايه هو اللي مخزون في عماق مفيش حد ما اعرفش ايه اللي في عماقه بس فيه ناس بتغالط نفسها وتحاول الانكار ودول بيعيشوا طول عمرهم معزبين وبيعزبوا كمان الناس اللي حواليهم واللي بيحبوهم انا ما عزبتش حد ابدا انا اللي بتعزب ما عزبتيش حد ابدا انا ما عزبتنيش عمك نفسه عايش في عذاب علشانك علشاني عمي غير انف حبه الجديد ولا داري بحاجة وعلشان كده رجعت من اسكندرية تاني يوم طبعا حسيت اني دمي تقيل واني غير مرغوب في وجودي على اقل من الست ولو انهم تنو بيحاول انهم يفهموني غير كده طيب تسمحي اعزمك الليلة على العشان عشان انا هروح واذا كنت مصمم انك تخرجي معايا الليلة هتتدايق مني مش هتبقى اول مرة تدايقيني طيب لما انت عارفيني بدايقك ابعد عني حاولت انا بالاسف ما قدرتش صفاء مديلي ايدك زي ما انا مديدلك ايدي مش عارف ارد عليك اقولك ايه يا استاذ احمد ما تقوليش حاجة الزمن والايام هي اللي حتخليك تقوليلي كل حاجة اه فيك تتغير بالسهولة دي كل شيء ممكن بس المهم أن أكون عندك استعداد طب أنا متضيقة من هنا تحب أن نطلع على حرم شوية حرم؟ دلوقت أيوة في معنى هقربوك تراوحني هقربوك ألو صباح الخير إيه ما جتيش لي يا صفاء أنا تعبانة قوي النهاردة طيب حاولي أنك تيجي مش هقدر طيب أجيلك أنا على إيه أنا أسلي مش هخرج من قطي اضرب لي تليفون بالليل مع السلامة المفتاح إيه رجعتم؟ أيوة يا ست صفاء رجعنا البيه مسافر هو والهانم على أوروبا أوروبا؟ أيوة والبيه عاوز يشوفك قبل ما يسافر هو مسافر قمت؟ النهاردة في طيارة الساعة واحدة وهو فيه؟ في اللوكاندة يلا لبس هدومك علشان تروحي لهم وهو ما جاش ليه؟ الله أعلم هو قال لي روح هاد ست صفاء يعني خلصك كده يا عم المفتاح هو حصل حاجة يا ست صفاء ده كله ما حصلش حاجة؟ أنا مش شايف حاجة وحشة حصلت ده أنا فرحان أولي اللي حصل لأنك مش عارف حاجة عارف إيه بس يا ست صفاء ده ما يستهلش ده كله منك ده راجل طيب وبيحبك وبيحب الناس كلها هو ما بيحبش إلا مراته الحب مش عيب طيب أرجوك تسكت روح قوله نتعب أنا مش حق دراجي وقوله هي بتقولك تسافر وتيجي بالسلام كده؟ اسمع الكلام اللي بقولك عليه حتوحشنا والله يا سيد أدم انت اللي حتوحشنا يا أستاذ أحمد ها عملت إيه مع صفاء؟ متعبة قوي انت يقست ولا إيه؟ متعبت بس انت عارتين إنك مش هتسبها أنا حعمل المستحيل مش ننزل الشنط با يا أدم الساعة بقت حداشر مش لما تيجي صفاء ايه يا مفتاح؟ فين صفاء؟ مردتش تيجي وبتقولكم مع السلامة كده؟ يبقى لازم أرخلها ما تسافرش ما تسافرش يا عم ليه يا صفاء؟ ما تسيدنيش لوحدي أنا ما قدرش عيش من غيرك انت كل حياتي أنا أنا محب يلا يا أدم هو مش مسافر يلا يا أدم بقولك هو مش مسافر يلا يا أدم معد الطيارة أقرب هو قلتلك مش مسافر و أنا قلتلك حنسافر كبه طيب صفاء اوى يا صفاء نزل إيدك عيب اللي عاوزة تعملينا بقى عاوزة تضربيني يا صفاء بقى كده يا صفاء أنا دلوقت فهمتك على حقيقتك على كل حال أنا بلده مش هتخلى عنك البيت ده هتبهولك وحبعتلك مخصوف كل شهر بس بعد كده مش هتشفيني بالي يلا أنا بحبك بحبك اطلح لها البيت كل يوم يا مفتاح وتشوفها عاوزة إيه حاضر يا بي وتخلي بالك من عمال الفيلا وتنفذ كل التعليمات اللي قالت لك عليها السد حاضر يا بي هتغيب كتير يا سيد أدم شهر شهرين بالكتير عاوزيني تفسح يا أستاذ أحمد أدمي لزمه أنه يغير كل حالة في حياته يعني هتلفه أوروبا طبعا على كل حال أنا متهاء لأن الرحلة دي حدفتكم أولا طبعا يلزم خدمة يا ست صفاء وده شكرة الأستاذ أحمد بقاله يومين بيحاول أنه يتصل بيكي وحضرتك شايلة سماعة التليفون أيو ليه بس مش عاوزة حد يكلمني طيب مش عاوزة حاجة من السوق كل حاجة عندي وحتفظلي حبسة نفسك كده في البيت دي حاجة تخصني أنا طيب يا ستي إن شاء الله أفوت عليك بكرة مع السلام شايف السعادة اللي إحنا فيها فعلا أنا حبيبتي بس مش عارف كده قلب مقبوط من إيه؟ كتير علي أول السعادة دي أنا ما كنتش متصور من الدنيا حلوة كده وإن الحياة لذيذة للطريقاتي أنت لسه شفت حاجة في أكثر من كده؟ كتير يا حبيبي إيه رأيك عاوزين نروح الريبيير ودي تبقى إيه بقى؟ دي على البحر في إيطاليا حتشوف الجنة في الدنيا ممالو نروح يا حبيبي إيه رأيك بقى؟ الله إيه ده؟ إيه الجمال ده كما؟ إزاي الناس ما بيجيش عشان تشوفوا تتمتع لأن الناس ما عندهاش فلوس الفلوس هي اللي بتعمل كل حاجة يا عادم وأنا كنت زي الأعمى ده تاريب فلوس بتعمل حاجات كتير أول الفلوس بس؟ الفلوس والحب وأنا دلوقتي عندي باتنين لا عندك أكتر من كده أكتر من كده؟ مش معقول في إيه تاني؟ فكر بقى وشوف إيه اللي نقصك أنا دلوقتي ما فيش حاجة نقصاني خالص عندي كل حاجة لا في حاجة نقصان حاجة زي إيه؟ فكر شوي زي إيه يعني؟ حقب أب أب؟ أنا حقب أب؟ هاي أيوة بعرفتي إمتى؟ مبارح من الدكتور أنت كنت رايحة علشان كده؟ أيوة لا دي فالحة كبيرة أوشي دا كتير علي مش عالف أقول إيه وأنا كمان يا أدم فرحان قوي فرحان اللي هيبقى لنا ولد وهتجيب ولد تمان مت هيألنه ولد؟ وإيه لعظفك؟ لإني أعوزة ولد ربنا مش هيخيب ظن يا ستي ولد بنت زي بعضه المهم منينا نخلف أنا هخلف حيبقى لإبن ولا بنت؟ حيبقى لإبن ولا بنت؟ حيبقى لإبن ولا بنت؟ لو جبنا ولد أنا سمي إيه؟ حسميه فرح فرح؟ ده اسم بلدي أوي؟ أنا بلدي يا أبال حسميه زي بعضه فرح فرح طب وإن كانت بين؟ أنت بقى اللي سمي البنت؟ حسميها حب حب؟ في بنت اسمها حب؟ أيوة بنتنا يا آدم ميرفد ميرفد وبعدين بتهرب مني عاوز إيه؟ كده يا ميرفد أربعة شهر مش فكيش تشوفني؟ تشوفني تعمل بيه إيه؟ أوام نسيتي كده؟ أرجوك أنا ما عنديش وقت طيب عايزة أشوفي وأنا مش عاوزة أشوفك لا 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 أنت عزلتي فين؟ أنا سبت مصر كلها مالقعدة فين؟ أنا قعدة في سكندري طب ومال نوع في سكندري مين ده اللي يقح؟ عن أذنك يا ستي خلاص خلاص أنا دلوقتي شلت من دماغي حاجة اسمها يا إباة برضو ما يهمنيش مش ده اللي كان مزعالك؟ اسمع يا رجدي أنا ما صدقت إن خلصت منك وما تفكرش في يوم من الأيام إن حرجع لك تاني عن أذنك كده؟ طيب استمرت أنا وراكو وراكو الزمن طويل يا ستي صفاء حرم عليك تعملي في نفسك كده؟ عملت في نفسي إيه؟ أنا كويسة كويسة قوي أنت عيانة قوي ولازم نجيبلك دكتور أنا مش عايزة دكتور عمو ما بعدش جوابات بعت للأستاذ أحمد وانت مش عاوزة تقابل الأستاذ أحمد على فكرة ده زعلان قوي علشانك ما قالش هيجي إمد لا خمس دوشهر خمس دوشهر ما شفتوش حرام حرام دلوقتي يرجع أبدا مش هيرجع يا خدته خلاص خدته مني وخدته من نفسه كمان دي الست حامل حامل حتخلفت أيوة عقبالك يا ست صفاء عايزين نفرح بيك بقى عقبالي أنا أنا أتجوز ليه لا يا ست صفاء لا الأستاذ أحمد عاوزة شوفك مش عاوزة شوف حد يا ست صفاء حرام عليك ليه بتعذبي نفسك كده أنا تخلقت عشان العذاب مفيش حد تخلق علشان العذاب انت اللي بتعذبي نفسي هقربوك تسكت اتفضل انت مع السلام بس لازم أجيب لك دكتور قلت لك مش عاوزة مش عاوزة دكتور مش عاوزة حاجة أجدا سيبوني سيبوني لازم نجيب لها دكتور أيوة يا أستاذ لحسن دي بقيت زي الشبح جلدها العظم دي ما بتكونش خالص وإيه اللي أقدر عمله مفتاح أنا حاولت معاك كتير قوي أنا من الأسف واحدة أفل على نفسها لبواب كلها ومش عاوزة تفتح لحد بس برضو ما تسيبهاش ححاول يا عم مفتاح تعالا نروح نجيب لها الدكتور داني يا ست صفاء ومعايا الأستاذ أحمد جايب لك الدكتور إزايك يا صفاء الله يسلمك هو جاي إمد آدم جاي اليومندول بتتحك عليه هو مش هيجي خلاص ده راح راح خلاص بلاش الكلام ده يا صفاء علشان صحتك صحتي هي فين صحتي أنا كمان خلاص تسمحي للدكتور يكشف عليك دكتور حيعمل إيه الدكتور يا أستاذ أحمد دي عندها حاجة نهير عصبي وعاوز عناية كبيرة وعلاج مستمر على كل حال إحنا حنعمل علينا حاول إنك تنقلها من المكان ده مش هترضى دي أصلاها دماغ هناش في أوقي هي عايشة هنا الوحدة أيوة ومش عاوز حد معها خالص لازم يبقى في حد معاه ولو أمكن تجيبوا لها مجهدها عشان معيل الدواء والحؤن يكون أحسن برضو ححاول حافوت أشوفها بعد يوبيب متشكرين أو يا دكتور مع السلامة سمعت الدكتور قال إيه مفتاح سمعت يا أستاذ وإيه اللي نقدر نعمله متهيأ لي إننا نبعث للسيد آدم نقوله على الحقيقة برضو مستحسن بس بقى إحنا مش هنسبها أنا حابات هنا وأنا كمان حنام في قضة السيد آدم ولو رافضت ما نسألش عنها طبعا إحنا مستحيل نسيبها تموت نفسها بالشكل ده إيه ده ده الدواء وبعدين حدي في حقنا أنا مش عاوزة دواء ولا عاوزة حقنا أنت مين أنا الممرضة ممرضة مين اللي جابك الأستاذ أحمد أنا مش عاوزة ممرضة فيدن أستاذ أحمد في قضته قضته فين قضته نايم في القضة اللي جنبه مين قاله ينام هنا فين مساء الخير يا ست صفاء إزاي دلوقت مين قال للأستاذ أحمد أنه ينام في القضة دي وأنا حنام في الصالون يا ست صفاء أنت عيانة قوي ولازم نبقى جنبك أنا قلت لكم مش عاوزة حد جنبي إنما إحنا بقى عاوزين نبقى جنبي ليه بتضيقوني ليه كلكم بتعذبوني إحنا اللي بنعذبك إحنا خايفين عليك إحنا كلكم بتكرهوني أيوة بتكرهوني إحنا بنكرهك إحنا كلنا بنحبك بس أنت اللي مش عاوزة حد يحبك تسمح تقول للأستاذ أحمد يسيب القضة بتاعد عمه ويروح على بيته الأستاذ أحمد مش هيخرج من هنا أنا اللي حقول يا ست صفاء حرم عليك أنت مش قادرة تقومي تقافي على رجليكي حقوم حقوم ست صفاء ست صفاء أنا فين أنت في المستشفى إزايك دلوقتي فين عمي بعتله تليغراف ويمكن ييجي بكرة أو بعد قلت له أنك عيانة قوي ولازم يحضر ولي قلت له أن عيانة قوي علشان ييجي وحي ييجي ضروري إيش حاطر ده تخلي ييجي ليه يا سفاء دي قبل ست كويسة وممكن تخليها صاحبتك أنا بكره بكره بكرهكم كلكم أنت تكرهين وأحنا بنحبك يا سفاء مرسي إقبال تلغرافة إقبال مكتوب بالأفرنجي تلغراف وريني كده خير شاء الله ده من الأستاذ أحمد بيقول إيه مش تعرفي فرنساوي ده بالإنجليزي بيقول إيه يا حبيبتي بيقول إحنا كويسين قوي ومشتقين ليكم فعل عندي مصر وحشتنا قوي عاوز تسافر زي ما يعجبك إحنا دلوقتي بقى إنا خمس تشفر هو إحنا لسه تفسحنا إنت تضايق تضايق؟ ده أنا مفتوط جدا ومش عاوز الأيام تفوت أبدا بس بقى نشوف الناس اللي بنحبهم أنت بتحب حد غيري؟ هو أنا شايف حد غيرك خلاص نقعد لنا كمان شهر عاوز أوريك سويسر نقعد لنا خمستاشر يوم هناك وبعدها ننزل على اسطنبول نقعد لنا خمستاشر يوم كمان خلاص اللي أعجبك يا حبيبتي أيوة يا أهدم عاوزين نعيش إحنا حنعيش مرة واحدة بس يا حبيبي فعلا مش لازم يضيع دقيقة واحدة من عمرنا وخصوصا أنا لأن عمري ابتدى متأخر قوي وأنا كمان حبيبي أهلا يا مفتاح جاي منين؟ من المستشفى وإزايها؟ كويسة بس لا تتكلمش خالص صرحة وكأنها مش في الدنيا هو البي ما ردش على تلعرار رد صحيح؟ حيجي إمتى؟ بعد شهر شهر؟ طيب وحنعمل إيه دلوقت دي لو عرفت يمكن تموم قول إمتى نعمل إيه؟ والله حاجة تحير يا أستاذ أحمد متحيق لي إن أسافر له بس مش عارف هروح لأي فئة طاليا ولا لأ ابعت له تلغراف خليه يستناك والله فكرة ده تلغراف من أحمد؟ أيوة بيقول أتمنتكم السعادة اسمعي آدم يلا بينا نسافر أوام كده؟ أصلاً أزهقتي من هنا نسافر يا حبيبتي لا تحضر لأننا مسافرين إلى سويسرا مش قلت لك إنها مش هترضى تخليجي الحقيقة أنا مندهش ليه عملت كده لأنها بتكرهنا المهم دلوقتي إنك تشوف صحتك الله إيه اللي ورق ده؟ دي قصة كتبتها صحيح؟ أريد هذا الرجل اسم كويس دي قصة طويلة ها؟ طبعاً تسمحي لي قراءها ها؟ قراءها بس ما تنشرهاش إذا كانت كويسة حنشرها مش معقول كويس أنت يا صفاء ما تعرفيش حاجة عن نفسك أنت أديبة كبيرة بس مش وغدة بالك أديبة؟ أنا كل اللي كتبته إني حسيت أني عاوز أقول لحد حاجة فقلت للوراء الحاجة اللي أنا عاوز أقوله ماهو ده الأدب الصادق الأدب الصادر عن إحساس وشعور متكامل للأدب الحقيقي اللي بعيش يا صفاء اسمع ما أقولك للمرة التانية أرجوكي تديني فرصة علشان أسعدك أنا عاوز يا أستاذ أحمد بس مش قادر حاولي هحاول عال أهو إحنا حنبتدي من دلوقتي تسمح تقومي بقى تلبس هدومك علشان تخرج من المستشفى دي هنروحي البيت البيت القديم؟ لا أنا ححجز لك في قتل كبير تقاضي فيه لحد ما يرجع السيد أدم أنا أقعد في قتل أيوه مش عاوزك ترجع البيت القديم أبدا عاوزك تنسي كل حاجة عن الماضي عاوزك تبتدي صفحة جديدة أنسى الماضي الماضي حياتي يا أستاذ أحمد الماضي بقى ماضي وانتهى بأفراحه وأحزانه إحنا دلوقتي عاوزين نبص للمستقبل المستقبل اللي عاوزك تفكري فيه كويس أوي هحاول هحاول يا أستاذ أحمد صفاء ممكن ما تقولي لي يا أحمد بس أحمد أيوه أحمد زمان يا راديو أحمد يحبك من أول يوم شافك فيه حاضر هقولك يا أحمد همم أريت القصة يا أستاذ علي أيوه أريت دي موهبة جبارة قوي إزا دي ما بتكتبش دي أجيبة كبيرة قوي إيه رأيك ننزلها في حلقات في المجلة يا ريت طيب أحجز لنا ثلاث صفحات لها كل أسبوع وخلي الأستاذ فقدر السامي يعمل مكتة لفكرة القصة بس هتنزل باسم صفاء هحاول أقناحها ولو إني متأكد أنها مش هتوافق زي بعضه ننزلها باسم مستعار إيه ده هتخرجي كده إيه ماله باللول يسود بحبه صفاء إحنا عايزين نخرج من السواد اللي إحنا عايشين فيه تسمح تغياري ده وتلبسي فستان تادي يكون لونه كده حاجة غير لسود أرجوكي بس أنا بحب اللون ده وأنا ما بحبوش صفاء إنتي مش وعدتيني إنك هتساعديني أرجوكي تغيير الفستان حاضر هغير الفستان ولو إن إني تغييري الفستان مش هيغير حاجة مني أرجو تكون السغرة عجبتك قويس تسبح على خير حتيجي بكرة المجلة حاجة إيه رأيك والدتي عاوزة تشوفك ليه عاوزة تشوف الإنسانة اللي حبها ابنها الوحيد حاضر هي عزماكي تبغدي عندنا بكرة مليش دعوة هي اللي عزماكي حاضر يا ساح تسبح على خير وأنت من أهله ايه يا أبول يا حبيبتي مش كفاية كده نسافر بقى حنسافر نعمل ايه يا حبيبتي احنا دلوقت بالشهر السادس على إقالة ولدي في مصر حنرجع للعاكنانة تاني ما خلاص بقى على فكرة الجواب الأخير من أحمد طميني قوي صفاق كتبت قصة في المجلة نجحت قوي قصة صفاق بتكتب قصص تلهي يا أحمد هو اللي كتبها لها أصله مسكين بيحبها قوي هي لو كتبها تتجوزه حتتجوزه وماليعني هتتجوز مين هي الطول واحد زي أحمد اه دي لو تمت تبقى ساعتي تمت كلها أول ما نرجع حجوزها له بس ثلاثم هي ترضى حترضى غصب عنها ولو ما رضيتش سيبنا نتصرف بس هو ما يرضىش تجوزها إلا بمعفقتها ها خليها تواثق إزاي إزاي دي شغلتي أنا اه انت مش فرحانة فرحانة ليه عشان رجعين مصر الواحد ما بيعرفش قيمة مصر إلا لما بيبعد عنها صحيح مصر أم الدنيا يا سلام مشتق لمصر قد كده طبعا الناس الطيبة اللي فيها النقطة الحلوة الاتسامة اللي دايما الملسومة على شفايف أهلها القلم دي مصر جنة الدنيا قبال انت حتخليني أغير بقى هتجيدي من مصر طبعا يا حبيبي أنا بغير عليك حتى من نفسي دايما الملسومة على شفايف أغير بقى دايما الملسومة على شفايف أغير بقى حبيبي يا عم زوقي وانا فهم في الحاجات دي هي يا سيدي بقى اللي صممت كل حاجة عاوزيني قدم نشتري فيلة لصفاق ونفرش هالها فيلة ليه بيتنا كويس وانا مستريحة ما تتكلميش انت اي ده ما حشتكش مصر يا بيت اسكت يا مفتاح حاضر سكيتنا يا صفاق اقبال هانم عاوزة تعملك بيت لطير طبعا لازم نعملك حاجة يا صفاق انت عملتلي حاجات كتير قوي وانا كده مبسط انما احنا مش مبسطين احنا عايزينك تتجوزي بقى سامعة لازم تتجوزي وطبعا هتتجوز مش كده يا صفاق الله ما بتردش ليه استكوت علامة الرضا مش برضو كده يا صفاق ردي على عمو يا صفاق حاضر هتجوز الو الو ايه يا اهدم مين تالت مرة مفيش حد يرد اقتل السكة وشيل السماعة مين ده بس انا عارفة على كل حال انا ححط التليفون تحت ملقبة احسن تغير نمرة التليفون تعال انت ردي حالو الحمد لله على السلامة يا حبيبتي رد عليكي ابدا بس انا سمعت واحد بيتكلم اه قلت مفيش حد قادة بس انا اسمعت حد بيتكلم اه اه انا مش كدابة يا جوز يمكن متأيق لي اه اه انت اه مش هتخرج اخرج اخرج عامل ايه مش هتروح المكتب انا حصف في كل اعمالي تصف في كل اعمالك مال حتشتغل ايه كفاية شغل انا قضيت حياتي كلها في شغل اعاوز عيش اليومين اللي فضلين لي اه ايوه بس لازم تشتغل يا قادة اشتغل ليه عشان اكسب فلوس عندنا فلوس تقضينا وكفيد كمان بس انت متعود انك تشتغل واحد اتدايق من القاعدة بالعكس ده انا مبسوط قوي هتفضل طول النهار قاعد في البيت هو فيه الازم البيت وخصوصا بيت زي بيتنا حد يعيش في بيت زي ده والدايق اه طيب اي حاجة تتسلى فيه تسلى ليه هو انا متدايق اقولك يا ستي اول ما نخلف هعمل المولود تسليت يا ادم يا حبيبي انت لازم تشتغل انت يظهر ابتديتي تتدايق مني انا تدايق منك يا ادم لا يا حبيبي بس انت لازم تخرج وتنزل وتعيش في وسط الناس لازم نبعد عن بعض ساعة او ساعتين نبعد عن بعض اه يا ادم مش معقول نفضل طول النهار والليل بوزنا في بوز بعض بقى كده حاضر يا قبال اه يا حبيبي قوم بقى ولبس هدومك وانزل روح مكتبك وما تسيكش شغلك حتى ولو تشتغل شغلة بسيط بس لازم تفضل في السوق ويفضل اسمك في السوق حاضر حاشتغل يا قبال ايه يا بيه اوديك فين وديني المكتب صحيح هتبيع المصنع والمخازن والبضاعة بتاعتك مين قال لك كده كل التجار في الوكالة بيقولوا كده وبيقولوا ايه كمان ارخانين طبعا وانت ايه رأيك مفتاح ابيع بيع يا بيه بس خلي المصنع اعمل بيه ايه اهو حاجة تسلى فيها اتسلى اه يا بيه لازم الواحد مننا برضو يشتغل انا يا مفتاح قعدت اشتغل طول عمري انا كنت عامل زي الطور اللي وقتينه في الساقية انا عاود استريح عاود اشوف الدنيا واستريح بالساقية اللي عشرة العمري مضبوط فيها الله يا بيه اعمل اللي اعجب انك برضو الست قالت لي الكلام ده عوزاني برضو اشتغل برضو تخلي المصنع اهي ليه با وكل يوم طرح لك ولو ساعة انت عاوزي انا عايزك انت فهم اني مصدق اني بتحب الرجل اللي اسمه ايدا انت بتحبين انا مش هتحب حد غيره حيا رجدي اعمل معروف اعتقني الوجه الله انا بحبك اقول يا رجدي انا كمان شهرين وحبق ام عشان نبقى ضمان نتائكة كلها يا رجدي ادم لو عارف انك بتكلمني هيكسر الدنيا انت بتخافي منه بقى ايه بقى انت خات من رجل زي ايه ده يا رجدي حرام عليك سبني اعيش بقى يعني تعيش انت واموت انا هو مفيش فتات في الدنيا غيري بحب انت تعرف الحب انت اهو انت بقى اللي علمتني الحب انا معارفش اني بحبك بصحيح الا بعد ما سبتي نسيتي يا ابولة حبيبتي الايام الحلوة نسيتي الايام الحلوة اللي قضناها مع بعض بقى دي ايام تتنزي نسيتي كنت بتقولي لي ايه رجدي مفيش قوة في الارض حتفرقنا هيه اللي حصل بس يا ابولة حبيبتي انا صحيح غلطت معاك لكن رجعت تاني العقلي وخلاص يعني عاوز ايه نرجع لبعض نرجع لبعض انا متجوزة يا رجدي وحكون ام بعد شهر مال استنى كل حد ما تخلي في واتطلق وارجعلك طبعا ما هو مستحيل اسيبك عاوز فلوس فلوس لا 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 عاوز كام انا اسيبك بفلوس ولا جمال الدنيا ابولة حبيبتي انما بقى ازا كنت عايزة ساعديني خصوصا الاحوال اليومين دول يعني متحكمها معايا قوي فما فيش مانع بس على شرط عاوز كام شوف انت بقى وانت عارفة نعايش ازاي وعارفة مصروفي هبعط لك ميتين جنيه ميتين ايه الميتين جنيه دول انا بشرب بهم سجاير هجيب لك منين بس من الكنز الكنز اللي تفتح لك هبعط لك خمسمائة جنيه بس شوف هبعطهم لك فيه الف جنيه ها وانت اللي تجيبهم لبقينك انا مستحيل اه انت حرة لكن تخايفة ليه مانا برضو رجتي رجتي بتاع زمان بس انا مش حقدر اجيلك لازم تيه ده شرطي بقولك مش حقدر يا رجتي ليه انت مجنون ده لو ادم عارف يمكن يقتلنا احنا الاثنين تبتخايف منه ولا ايه انا انا كنت فاهم انك كالتيه من زمان وكمان ايه اللي هيعرفه ان الدتيل روح روح اجري هاتي قلم عشان اقولك عنواني يلا ياه الساعة عشرة يلا بينا يا صفاء الشغل سرقنا على فين حتعش الليلة عند اهدم بس انا مش هروح صفاء الحاجات اللي بتعمليها دي غلط انت اولا ما تقدريش تستغني عنه وهو ما يقدرش يستغني عن اقبال يبقى من مصلحتك ان الجو يفضل دايما رايق بينكم بس انا ما قدرش جاملها على عصابي حاول يا صفاء لحد ما نتجوز نتجوز ايوا يا صفاء احنا مش اتفقنا على كده ايوا بس ارجوك يا احمد اديني فرصة فكر فيه مش كفايا الوقت ده كله اذا كنت بتحدني صحيح ارجوك ما تستعجلش في موضوع جواز على كل حال يا صفاء اوعدك اني مش هتكلم في الموضوع ده الا لما تقولي ليمتي اشكرك اهنا دلوقتي استريحت احمد انا مش عاوز افكر في الجواز الا لما حس اني حقيقي عاوز اتجوز وانا عاوز كده يا صفاء لان الحياة الزوجية اسسها الحب الحب المتبادل انما الحب لما بيكون من طرف واحد بتبقى حياتهم جهنم احمد انا دايقتك تتير قوي وانت ستحمل سيني تتير قوي علشانك يا صفاء كل شيء يهون اه صحيح الكلام ده يا صفاء اه الاستاذ احمد بيقول كده يا سيد ادم صفاء تعتبر النهاردة من الاديبات خصوصا بعد ما يطلع الكتاب الجديد كتاب كتاب ايه القصة الطويلة اللي كتبتها واللي بننشرها في المجلة وحنتبعها في كتاب ما اقولي الكلام ده يا احمد حضرتك ما عارتيش القصة تصد ايه انا فهم انكم بتهزروا نهزر لا يا استقبال انا لو غشيت الناس كلها ما غيشش نفسي ما غيشش صفاء صفاء كتب بقصة طويلة تعتبر من احسن القصص الو الو اقفل السكة وشيلي السماعة دي رابع مرة ايه في حد بيعكسكم مش عارف من يوم ما جينا وهو مدايقنا ما تحط التليفون تحت المرقبة وليه نتبح نفسنا مش عيب لما يقولوا اننا حطيني التليفون بتاعنا تحت المرقبة وهنا كمان يا قبال اعصبي ما عادش في تتحمل الله وفيها ايدي يا ادم فيه ناس كتير رزلة وبتحصل في كل بيت بس لو اعرف مين ده ما تزعلش نفسك يلا بنا يا استاذ احمد عشان انا تعبان وعوز افتريح ليه بادر كده يا صفاء كيفية كده على فكرة انا شفت لكم فيلا في المعادي عجبتنا اوي وما حبتش اشتريها الا لما تشوفوها هاي ايه رايك يا صفاء ان شاء الله تيجوا معايا بكرة تشوفوها ان شاء الله تسبح على خير مع السلامة يا صفاء شفت بقى يا استاذ احمد شفت ايه يا صفاء التليفونات انت ملاحظتش حاجة على عم ده تعبان او حي الجاني يمكن مفيش حاجة يا صفاء يا استاذ احمد عم مسكين وليه بس يا صفاء الزن ده لاني متأكدة لا يا صفاء حرم عليني دي بتحبه بصحيح دي بتحبه فلوسه لا يا صفاء انا مش موافقك على كده بكرة الايام هتورينا انا متأكد ان صنونك كلها خاطئة وان قبال سبت كويسة انت اصلك طيب يا استاذ احمد انت نسيت ماضيها ما تتكلم ومالو بس هي دلوقتي عاوزة تعيش وعمه مش عاوز واحدة عايزة تعيش عمه عاوز واحدة تحب وبتحبه لا يا احمد اقبال ما بتحبش عمه وعمرها محبته وعمرها محبته ولا حد اسأل عليها ابا اديها الانوان اسألنا ست ابال لما خوش اجيبولك مجوه فعملينه دلوقتي يا رب السكة كلها مقفلة قدام مفيش فايلة لما شوف اخرتها معاك يا سي رشدي اهلا 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 ايه الحلاوة دي كلها هارجوك مش عاوز اسمع منك ولا كلمة مهم ده انا رشدي قبال رشدي اللي كنت عرفه مات بالنسبالي مات مقامل وايف قدامك ده وما ددلك ايده بيقولك تعالي تعالي يا حب العظيم نعيد ايام السعادة والكمال تعالي يا روح ايه واعتقرب من حيدي ليه 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 بس يا قبال يا رشدي بقولك ايه هتقرب ناحية فاهم مالجيالي ليه انا جايلك علشان اديك الفلوس اللي انت طلطتها بس طبعا بس الفلوس بس مش كفاية يبقى مش حديلك الفلوس هخرج وعمل اللي انت عايز تعمل مش هتقدر تخرج هخرج يا رشدي ومش هتقدر تقرب مني الى ايه سجدت جثك ايه رأيك بقى يا سلام كريهتيني للدرجات دي ايوة طيب فين الفلوس معايا في الشنط كان الف جنيه زي ما قلت هاتي بس على شرط انك تبعد عني خالص يعني تنسى انك كنت متجوزني في يوم من الايام التليفون ما تقربش ناحيته اذا توجدت انا في مكان ما تهوبش ناحيته فاهم وايه كمان بس ده كله ب الف جنيه يا بلاش يا بلاش والله رخصت قوي يا بروج ها قلت ايه يا بل احنا احنا اتخلقنا البعض حرام تضيع الجمال ده كله مع راجل زي ده اخرس أخرس قال لا بتشتميني انا جوز راجل محترم احااااااا بتمثلي دور حلو قوي مكنتش اعرف انك ممثلة عظيمة لدلوقتي تعالي تعالي ايه 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 ده تا حد بيصورنا بيصورك قال لا ايه انت بتحلمي انا شط نور زي الفلاش بتاع الكاميرا ده نور حبنا يا قبال حبنا اللي عايزة تتفيني بالحوج انا لازم افتش الشأ فتيش اتفضل اه دي قط النور اه ها، ايه؟ خايفة تدخول يا ابت النور؟ تدخل؟ فاتيش؟ ها، ايه؟ في حد؟ أحب تبص كمان تحت السريف؟ النور كان دا حجي السبعت الساعة المطبخ بصير San Faris قال يا سيفو الصكف يلا جلا 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 فين المصور؟ ما فيش مساور وادي ياستي باب المطبخ وادي المطبخ جلا 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 فين المصور؟ راح المصور تحب الدواري في الحلل؟ يمكن يكون مستخبص حلة فتشت الشقة خلاص الباب ده بيودي على فين؟ ده بيودي على سلم الشغالية على كل حال يا رجي أنا بحذرك بعد كده لو قردت نحيتي مش حسكت هتعمل إيه يعني؟ هتعرف وقتها هعمل إيه؟ عارفة هتعمل إيه؟ هتحبين تعرف إن دمك بقى تقيل طبعا فلوس آدم بتاعك خلت الناس كلها في نظرك دمها تقيل حتى الراجل اللي كنت بتحبيه بقى دمه تقيل همه قلت إيه؟ في إيه؟ قبلت الشروط بتاعتي؟ أه أفكر طيب على ما تفكر أنا روح عن إذنك آه أنت أنت صحيح كرهتين يا قبل قد ما كنت بحبك كرهتك خلاص يا سيدي همه هنعمل إيه؟ أمرنا لله همه قادة الفلوس وحتبعد عني؟ انت فاهم يعني إن أنا تلقيحة همه خد قادة الفلوس اللي ما بتفكرش بحاجة اللي فيها أعدهم؟ أعدهم؟ قال له على إيه؟ أعدوا عراكي؟ اه مش ألف مزبوطين؟ أنا لسه جايبهم من البنك بربطتهم والله وعرفنا البنوط عن إذنك طب يا حلوة مع السلامة يا ست الحلوين يا أبولة يا غرامي آه إيه رأيك يا صفاء؟ حلوة أول فيها سبع أول تلاتة تحت والبع فوق بس دي حيتكلف فرش كتير أنا حفرش هالك أحسن فرش بس كليك دي يا عم وأنا عندي عزل مني يا صفاء آه مش كده يا أستاذ أحمد؟ احنا متشكرين أوى يا سيد آدم الحقيقة أنت غمرتين بعطفك وحنانك أنتم ولادي يا أحمد ها أنتو لسه ما اتفقتوش إمتى بقى هتعملوها عشان تبقى الفرحة كبيرة؟ بعد ما تخرص الفيلة خالص دي بالكتير شهرين أو ثلاثة وإن شاء الله بعد شهرين ثلاثة آه مش كده يا صفاء؟ على كل حال أنا اتفقت مع الأستاذ أحمد على كل حاجة فهو أنا دلوقتي أسعد إنسان وربنا حيتم إن ساعدتي لما إقبالت قوم بالسلامة وتجب لنا آدم الصغير مبروك يا سيد آدم جابت إيه؟ ولد ولد؟ أنا بقى عندي ولد؟ أنا صحيح بقيت أب يا رب أحمدك وأشكر فضلك أحمد الله عز خلابة أبوه الله يسلمك شفت ابننا طبعا وأنا سبته ولدية تعرف إنه يشبهك؟ يشبهلي؟ بقى هو وحف للدرجات ده دي الأمر ده يشبهلك أنت أنت مش وحش يا آدم هي وأنا وتسميه إيه؟ حسميه أحمد أمر صفاء فيه؟ أه صفاء رواحد شفت أحمد؟ شفته بسيته بقيت فرحانة بيه أولو حطيم الفرح فرحانة بصحيح ولا؟ ولا إيه أبار؟ أصل ده ابنك الحقيقي صفاء برضو بنتي أيوة بنتي ومش هتخلى عنها أبدا صفاء بنتك برب آدم إنه أحمد هو ابنك الحقيقي أحمد ابنك اسمه أحمد آدم موسيقى في واحد عاوز يدخلك مين؟ اسمه إيه؟ بيقول إنه قريبك اسألي اسمه إيه؟ أنا رجدي يا إبار ها؟ تسمحي تسبينا لوحدنا يا أنيسة وإذا كان ممكن تبعتيلي فنجا القهوة مضبوط حاجة انتهي اللي جابك أهلا إيه؟ يا يا بريكة؟ تسمح تخرج من هنا؟ قبل مش رب القهوة؟ هو ده بقى يا سيدي ابنت؟ إنت هتخرج من هنا ولا لأ؟ يا إبار يا حبيبتي أنصحك تغيري لهجتك دي كالكلام معايا أنا بقولك أنت هتخرج من هنا ولا لأ؟ سيدي جاي علشان أوريك حاجة مش عاوزة أشوف حاجة قال الله ماله قبل ما يجي جوز رحسن يقتلك جوزك؟ أبا أحمد؟ لا إبار مش هيقدر يقتلمك عارفة إيه اللي في إيدي دي؟ ها؟ صور؟ عارفة صورة مين؟ ها؟ طبعا ما انت شايفها أول إنما إيه أنا؟ أنا هقربها لك هقربها لك عشان تشوفيها كويسة ها؟ إيه رأيك؟ اه يا نادي نادي؟ زي بعض نادي لنادي إيه رأيك بقى في الصورة دي لو شافها؟ لو شافها أبا أحمد ها؟ أظن سيتياقك على طول تبقعد أما أنت سوف تطلع Safari تسمع على صورة أحمد هو اللي شرهولك لما كنت تفسحه في أوروبا أخرج بقى ولا أعود أشرفينجا الأهواء الله أمويا مسدس تلوقتي كنت فرقت فيك كذا هو أنا معايا مسدس عايزة مسدس صحيح حرم عليك والله حرم عليك حن عايز حن عايز أقولي ما قلنا خلالك ما سيش عياء أو سلوس قلت لك أموت نفسي ولا أفكرش في يوم من الأيام أني أخون جوزي أنا بحط أكرك وبكره قلت لك يا إقبل بلاش اللغة دي لحسن لحسن أنا عينة دي ووحش زي ما بتقول أعمل إيه بس أموت نفسي علشان تستريع ودي حاجة تريحني برضا بالعكس تزعلني تزعلني خالص تزعلني بجد أصل أنا بحجب اتفضل مع السلام وأول مخرج من المستشفى حبعتك 500 جنيه بس تديني نيجاتيب والصور كلها 500 إيه؟ أنا عايز 5000 جنيه من إيه؟ من إيه؟ من أبا أحمد هاخدهم منه إزاي؟ لو سألنا أنت عاوزة الفلوس دي في إيه؟ أقول له إيه بس؟ بقى حتغلاب يا ستة قبال قولي له أي حاجة؟ هو وحمد يعني بيأخر عنك حاجة أبدا؟ أنا أنا عنديش اللي 500 جنيه؟ يبقى بقى بس تأذينك عشان أبعت نسخة من السطورة الجوزة أنا عملت اللي عليك عاوز كم يعني؟ ما قلتلك؟ يا رجد خمسة يا رجد، يا رجد رحمي عمل معروف وأنا بعزبك يا رجد حبوتك وحبوت منافسك تعال، يبقى احنا لتنين ساوا، مويدا اللي أنا عايز؟ عامليه بس يا رب ادفعنا حاضر، هدفعلك بس بعد مضلع مع مستشفى أحبعت لك ألف جنيه ألف جنيه تحت الحساب حساب؟ طبعا، أنا قلت خمسة، خمس ثلاث جنيه ومش هتنازل عن مالين واحد خمس ثلاث أظن أنا بتكلم عارنك حاضر، هادي لك ألف بعد، بعد ما أخرج تحت الحساب زي أنا بتقول ها هتخرج أمت؟ تمان يومية بس هتجيلي علاطونة لما أقدر أخرج حاضر، هستناك مثلي حضر، أقتبع لي أقلا atac tests لا ليأ، أقلا Abu اتخبب حقي عاعدة sådan, ليأ доб зачем صباحtera استطيل، هعداء أي أبي وقت الصباحا على خير يا حمادة ايه بيقون إيه أن الولد؟ اسН that I love you أعند في عادي إيه مالك مجلقrze كدا، مش عارفة النهاردة تعبانة شوية الجاهو يا ستة هال انتي طلبت القهوة دي ايوه اصل دماغ بتوجعني لولي القهوة يا ادم اتفضل يا ستة ايه مال ايديك بتتلعش في لليل بقولك تعبان طيب اروح جيب الدكتور لو تعمل معروف اه حالي هو فين دي الوقت لازم فقطه اه حروح الدخ اه تسمع تخرج من هنا بسرعة انا مستني واحد اخرج بقولك حاضر بس هتنفذ اللي وعدت هنفذ هنفذ يا حاجاتي ايه يا بيه اه ايوه تسمح لأقولك كلمتين اه البقشيش خد لا لا يا بيه انا عاز اقولك على حاجة تانية خير اصلك انت راجل طيب جوي ومش جاهد لخبي عنك في ايه يا ابني كان لنقول الجاهوة اللي انا جبتها للست ما كانتش ليها امال كانت مين كانت لواحدة فندي كان جاعد عندها ولما جبت الجاهوة ما لاجيتوش ولاجيت حاضرتك جاعد فلما ست جالت انها طلبت الجاهوة لنفسيه حسيت ان في حاجة وحاضرتك راجل طيب جوي فقلت لازم اقولك وشكله ايه ده طويل وعريض وشعره اصفر الجاه وواجه حبك ياني خد اقر الجراية كاتبة ايه من عرضة عن رواياتك اقرالك اقرأتو يا حمد تعرف ان الطبعة الاولى من القصة نفزت عارف والطبعة التانية في المطبع اعاوزينك بقى تكتبي حاجة تانية ما اعتقدش ليه موهبة زي ايه دي حرام عليك اتنوتيها الله انتي مالك النهاردة كده زي التايها عمي مش مبسوط يا حمد ليه حصل حاجة مش عارفة سارح وما بيتكلمش خالص وانيه خيها تعبير غريب قوي عمي مش مبسوط يا حمد انتي رحت عندهم النهاردة لا هو اللي جالي جالي البيت قالك حاجة ابدا ما فتحش بقه بكلمة واحدة بس حسيت ان عاوز يقول حاجة بس مش قادر يقولها يكون ايه يعني لازم اقبال مفيش حاجة تزعله الا ازا كانت حاجة تخص اقبال حاجة زي ايه بس يمكن اكتشف انها مش بتحبه زي ما كانت مفاهيمة لا يا صفاض انا متأكد ان اقبال بتحب ادم امال يكون ايه يعني ما حاولتش تسأليه ما قدرتش انا هروح له اجي معك افضل لك كل واحدي علشان يمكن يكون في حاجة ما يحبش انك تعرفيها في حاجة مزع علاك سيد ادم انا لا مفيش حاجة انا زي ابنك وارجوك تقولي يمكن اقدر اساعدك بقولك مفيش حاجة انا متأسف انا اللي دفعني ان اتكلم معاك حب ليك والرابط اللي بيننا انت ملاحظ عليها حاجة طبعا وإلا ما كنتش كلمتك انت غلطان يا احمد مفيش حاجة مزع علاك ممكن تتغدى عندنا النهاردة اه بعدين ارجوك يا سيد ادم اذا كان في حاجة تقولي قلتلك مفيش حاجة وقلتلك انك تسجني دلوقتي احمد قلتلك لما اقدر اخرج جوز جيه حتلمك بعدين اهلا مالك انت كنت بتتلمي مين دي الخياطة انت عارف بقى الوحرة بعد ما تخلف الخياطة اه مادام ايفيت مادام ايفيت يعني ما بستنيش ولا سلمت على حماده مش تجي تلعب شويه انا تعبان عن اذنك خريح فين انا نازل المادام ازيها المادام كويسها هي كانت كلمتك النهاردة في التليفون عشان الهدوم اللي عندك هدوم؟ مالهاش هدوم عندي يعني ما كلمتكيش ابدا ابدا اه يبقى لازم الخياطة التانية انا متشكث تحب نروفي مش عارفة مفتاح في حاجة ابي فيه خير خيط هي الدنيا فيها خيط في حاجة حصلت يا بي الولد عيان ابني لا يا مفتاح مش عيان ما ليه يا بي برضو مش عارفة يا بي ولد زعل نفسك كله يهون ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل ان الواحد يزعل نفسه يا وحده الا حاجة وحده يا صفاء ادم مش طبيعي انا متأكدة من كده ايه بس اللي حصل اللي حصل اللي قلتلك عليه طب مش يتكلم يتكلم لا يا احمد عمو ما بيشتكيش لحد طب حنقدر نساعده ازاي مش حيرضى حد يساعده اكلم اقبال اوه على حسن عمو يزعل منك ويقطعك طول العمر بس ده صعبان علي قوي ده انا مبارح ما نمتش علاش انا ده انا طلبتوا النهاردة في التليفون مرضيش يكلملي ومش عارف اعمل ايه تيجي نوح لهم البيت لا ليه بعدين يا احمد انا اصلي عارفة كويس ايه يا انا انت نسيتنا ولا ايه اه في حاجة يا حبيبي الله بتبصيلي كده ليه بتفرج عليك بتفرج علي ليه انت ما شفتنيش قبل كده متهياء لأول مرة اشوفك فيها انت زعلان من حاجة يا حبيبي اتكلم اقول لي زعلان مين قالك نزعلان بس انت متغير خالص خالص طبعا انت مش ايدا من اللي عرفه معاليش كل شيء ولنهايه طيب ابنك زنبه ايه ابني ايه حبيبي في ايه في ايه في حاجة حابعقولها لك قول لي للوقت للوقت لأ في وقتها حالتك المالية تعبانة شوي انا عندي فلوس في البنك خدها لما عزع خدها انت مزعلني قوي وانت في الحلاد يا ادم كل شيء حينتهي عن قريب كل شيء حينتهي المهم ان توصيله من التليفون لليكوردر ما تكونش باينه خالص ده شغل انا بقى اه وكمان عاوز ليكوردر يفضل شغال على طول لا ده مش ممكن انا ممكن اخلي السرعة بطيئة جدا يعني يعني الشريط يفضل يسجل حوالي ست ساعات وبعدين؟ تعمل انت حسابك واتغيره بشريط تاني كل ست ساعات وده اسمعه ازاي؟ لو تحب تسمعه هنا انا ما عنديش مانع ولا تحب تشتري ريكوردر تاني تسمع عليه؟ مفيش مانع لما تيجي تعمل التوصيله مع التليفون ابهتلي ريكوردر معاك وتحبك ايلك انت؟ اه ادي العنوان وانا حبالت بموعيدي واتصل بيك هي هي ايه ايه ده ما تأخرت كده ليه؟ انا كنت معزوم عندي مين؟ فرح ابن واحد صاحبه طب ما قلت ليش ليه؟ نسيت طب مش كنت تضربلي تليفون علشان اتطمن عليك ده انا ما نمتش لحد دلوقتي تسبح على فين؟ كده على طول تعبان وعود السريح تعال هنا مش هممني بوقك ليه؟ انت شربت ايه ليه شربت يا حبيبي؟ مش انت اللي علمتيني ايه بس دي كانت بمناسبة والمرضة دي كمان كانت بمناسبة انا مش فاهم حاجة يا ادم وانا كمان مش فاهم حاجة اذا كان في حاجة تكلم يا حبيبي انا امراتك وام ابنك وحبيبتك تسبح على فين؟ رايح فين؟ حنام في القرب تانية واحد سيبنا انا واحمد انا قصي تعبان وعاوز السريح لا ادم تزعلان اوي على فكرة عاوزك بكرة تروح تزولي صفاق ليه؟ هي تعبانة ولا حاجة؟ لا ابدا بس واجب برضو انك تروح تزوليها من وقت للتاني اللي تشوفو يا ادم واجب برضو هتروح لها الساعة كام؟ بعد الدور خليها الصبح عشان انا ولايا شغل وعايز اعود هنا الوحدي ودي الشريطة حالو يا صباح النور كم؟ كنت لقى ايضا النور ازايك الحال انا جدينا اقترب هنا اقترب اتفرني بعضين لازل ايه الاول شفت انت؟ هحاول اجيلك بكرة وانده بعض ترجني بحشتين يا راحبتي بس كفايا 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 انت مسافر ولا ايه؟ ايوه عندي شغلي في اسكندرية وحابات هناك للتين تحب تيجي معايا؟ وابننا ومالو ناخدوا معنا لا يا حبيبي سافر انت وانا كمان حستريح مش عاوزة حاجة من اسكندرية؟ تروح وترجع لنا بالسلام اشوف وشيكم بخير ايه ادم مش تودعني وتودع ابنك اعمل ايه يعني؟ تبوسني وتبوس حماد لما ارجع رجلي انا جايلك الساعة اثنين هو اعمل حسابك مش هاعد معاك اكتر من خمس دقايق البي سافر ولا لسه في المصنع؟ المالمك يا ستهان انا حبي توصله اللي هو حياخد تاكس هو البي ماله يا مفتاح والله ما انا عارف انا مش عارف ايه اللي غيره مرة واحدة كده ما هو دا اللي محيرنا انا كمان حضرتك عايزة تروحي فين؟ لا يا مفتاح استريح انت انا حاخد تاكس يعني اروح مع السلامة يا مفتاح او عتفلك منك حديك عشرة جنيه سامع؟ انا حياخد تروح فين؟ اذا كنت تحب اخد شيلك فيه كمان انا فحت عمرك لا بس انا عاوز لا العيبة من جيل ما تشوفنا او انا فيه واحدة ست حيني والله لا يا حضرت عندك زوج والله يا أصدر دي دخلت البن خلينا وقفين هنا المؤخس يا حضرت سؤال يعني ولو نموش في محاله الست دي حضرتك تعرفها؟ ايوه اه في حاجة مهمة يعني؟ طبعا اه بس سوعي يكون حاجة كده ولا كده تودين انا بداهل اتطمن يا أصدر طب تسمح تديني الاول الماولة؟ حاضر خد قدي العشرة جنيه اللي وعتك بيه وحديك كمان بس المهم انها ما توشي مننا تتوه فين؟ ده انا حصابرنا العجيب اخي خلقت وراها يا عزيزة وقف هنا وسط مش هنستناها لما تخرج من العمارة؟ اه متشكل او اتفضل قدي اتنين جنيه كمان عشت يا حضرت يا طارى مين دي اللي مغلبات؟ لازم بيحباها اه اصدر او فيبالة اه من فضلك هو الاستاذ رجدي ساكن فاني دور في الدور التاسع اه نمرة كام؟ اول شقة علي مين اول ما تصلق من الأسانسير نمرة 96 اه متشكل اه عايز تطلع له لا مش دلوقت اصلي مستني واحد صاحب عشان يطلع له احنا دي اتنين فما تفضل السراع كورسي؟ اه متشكل انا حستنى قدم باب العمارة مالك عصبية كده؟ مش عاوز نبقى عصبية واحدة ستة متجوزة ووقفة مع طلقها لوحدها وما تبقاش عصبية اجيب لي الكاس انا عاوز انزل تنزلي؟ مالجايف ايه؟ انا جاي علشان اتديك الفلوس اللي طلطة تسمح الاول تديني النيجاتيب والصور وتنزلي؟ طبعا ده انا لو نزلتك ابقى اهبا انت مجنون مش بتقولي جوزك مسافر خلاص خايفة ليه؟ انت مش كل ري بتدور عليه الفلوس الفلوس هي هي انا عايزك انتي والفلوس والدنيا كلها هو انت مبترحمش يا اخي انت اللي عبيطة يعني مبسوطة اوي من عيشتك مع راجل زي ده يا رشدي ما تتعبش نفسك وانا مش حسيبك ابدا يا تقبلي كل شروتي يضيعك وضيع الدنيا كلها اسمع يا رشدي انا كل اللي حلت خمس تلاف جنيه في البنك مستعدة دهملك وتحتقني يا اخي ما تتعبش نفسك انت عارفها رشدي حبيبك لما بيصمم على حاجة ها؟ طيب حقعد معاك اعمل ايه؟ نتكلم نتغدى نشرب لنا كاسين انت اسلك وحشان يا اوي يا ابولي نسيتي اوام حبنا كنت مستخبلي فين فين ده حرام حرام عليك يا اخي لا 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 بلاش نرفزة ده بدل ما تسمعيني اغنية جميلة بصوتك الحل تقوبت نرفزة علي كدا مش عارفة اعمل ايه اعمل ايه يا اخواتي ابكاس واحد قلتلك مش عاوز اشرب يعني اشرب لوحدي انت حر ايه 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 تبعدي عني ليه؟ احنا اتفقنا علي ايه؟ طب عودي جامل انا كده كويس دمك تقييه؟ هو انت خليك فيا دمي يا اخي نتسلى شوية كنتشينا ها؟ انا بطلت اللعبة من زمان لا 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 تساد ملياش مزاك وبعدين بقى في الاعداء الدراما دي حد جايلك دلوقتي بله خفت كده ليه؟ ده لازم المطعم باعة الغدل لانا 3 قوم انت افتح اه انا؟ لا استحنت اه سيفة لالدرجالي قطيرك حتى تتم تلبس الكاس ها اه 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 تعالي هنا رايحة قريب سبني سبني بقولك لحظة الحرب نفسي مش شبان هتروحي فين هروح في دهيا سبني منك لله ربنا انت امتنا طب بس وليلي هتروحي فين سبني بقولك ام 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 يا انيسة عمك تغيبوبك الافضل انك تسبيه دلوقت هيفو امت احمد نحاول يا انيسة امو يا حمد ما تخفيش يا صفاء هيخفي ان شاء الله دكتور انا هاوز اقعد معي في ممرضة يا صفاء حتر عينك لا بس يبو الشاب ممكن يا دكتور تجبولي السرين هنا في القوضة ممكن يا انيسة الاسم اي من فضلك صفاء صفاء اهلا وسهلا هو المريض يبقى عمك ايوه الصدمة جمدة اوي يعني مفيش فايدة احسن علاج انه يفضل نايم لان النوم حيساعده على انه ينسى اسباب الصدمة العصبية يعني بعد كده حيخف بس ما اعتقدش انه حرج على حالته الطبيعية هيا احمد لقيت دادة علشان احمد ايوه ودتها الفيلا وقعد معاه دلوقتي مفيش اخبار عنها ابدا واعتقد انها مش هترجع تاني منها لله شفتي احمد ظني تنفي محله انا في الحقيقة صدمت ايه يعني كانت بتمثل علينا او لا الاسناف اللي زيدي ما تعرفش الحب وعمر الحب ما عرفه برده يا صفاء انا مش مصدق من ايه بالتعمل كده بعد اللي حصل قدامك طب ايه اللي وداها في بيت طليقه انا كان ممكن اعمل فضيحة كبيرة بس انت اللي منعتنا منعتك علشان ادم ما يتضحش وما تنسيش كمال ان احمد ابنه زنبو ايه المسكين انا صرفت بعقلي يا صفاء ولميت الموضوع بدل البهدلة والفضيحة على كل حال اللي كنت خايف منه برضو حصل البيخ التحيني صحيح عامو عامو انا صفاء يا عامو الحيحة الحيحة ازايك يا سيد ادم بدوقتنا الحيحة الحيحة ما تتعبوش مفضلكم هات الحقنها كفيدة طيب خليش زحي شوي يا دكتور هي الحيحة غقوا وبعدين يا عبال انت بتنتحenta كبيرة يا ريت اموت يا مربط يا ريت طبكي فاشور ببقى يا حبيبي ابني وحشنى اوى هوiosiosiosios spirits اسمحيي ليا عبال انت غلطان ليه ما قلتش في جوزك على كل حاجة ما حبتش عاكمن عليه كنت عاوزها ما يزعلش ديئة واحدة كنت عاوزها ساده في كل لحظة لا بس كان لازم تقوليله على كل حاجة كان فعلا حيزع اليوم ولا اتنين أو شهر بس ما كانش حصل اللي حصل اروح فين من المكتوب يا مرفت وعده مكتوب انت عارف ان قادم في المستشفى ايوة حالته سيئة وعارف ان صفاء قادم عارفة تحت لو خذت فعارفة مش حيكون زي الاول مش حيرجع علي عارفة دا كله طب اعمل ايه دلوقتي قوليلي اعمل ايه وابنك ابني ابني ما خده مني خلاص يا حبيبي يا حمادة طرع اعمل ايه دلوقتي بس يا حبيبي انت غيرت له يا جدا ايوة حمادة وغيرت له بس هو اللي ما بيبطلش عياء ايه رأيك يا حمد مغدل شباه لا يا صفاء الدكتور قال ان عمه لازم يفضل بعيد عن اي مؤسر من يعرف لما حيشوفه حيعمل ايه بتعرفني انا واحدة مجهولة مسكين انت جهدت انت انت تبعدي عننا سمع ابعدي عننا وكفايا اللي عملت فينا تفضل اخرجي بقولك اخرجي تفضل اخرجي بقولك تفضل اخرجي بقولك انت ايه حيوان مال حبيبتي فين حبيبتك اه قبول اقبال اقبال تاني ما قدفش اللي عملتو فيها عاوض ايه من اقبال تاني عايز اتطمن عليه بس هيجوة اقبال مشت راحت فين معرفش مش هترجع بقولك مشت ومش هترجع تاني اتفضل بقى مش معقول انها مش هترجع تعالي هنا راحت فين ايه مش دي هدومها ايه وثبت هدومها يبقى هترجع رجدي اقبال لو شفتك حتقتلت يا ست زي بعض وتقتلني تقتلني ايه ده ايه هتعمل ايه هكلم بوليس الناد كده لا 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 بلاش انا خارج خارج لكن الايام بينانا شوفتين لا طردوني طردتني صفار ولا ابنك ولا ابني احوز اشوف ابني مسكين حطمني حطم حياتي كلها تعرف انه جهنا صحيح ايوه هو فيه طردته طردته ليه انت عاوزاه طبعا عاوزاه هترجعي له طبعا هرجع له هرجع له هو رح فيه لما هدته بوليس الناد اخرج هعاوز اشوفه انت بتفكر في ايه نوي على حاجة انا لا ابدا قولي ليه حبيبك نوي هتعمل ايه هتعرفي وقتها انا نوي على ايه بس لما يرجع واشوفه ولازم يرجع لازم ايه يا صفاء عشان يشوف اذا كان ممكن يغير العلاق يا سيد ادم يا سيد ادم ها بص حواليك كده شوف مين من الوقفين تعرفه تعرف مين من الوقفين مسكين انت عارف اسمك ايه انا 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 مين حاول تفكر انت مين اسمك ايه اسمي انا اسمي اسمي انا 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 اصلاح بقى التلاح انام هو اللي زي ينام يا مرفت معك سجارة احسن سجاير خلص فيه في الشمطة عالبتين ده احنا بنشرب السجار بش هنعمل هنعمل ايه اهو بنتسل بتاع مين المسدس اللي في شمطتك ده بتاعي اشتغتين ايو عشان ايه اهو ينفع لا يا قبال انا حرمي ايو وك عشان مين بس اهو الملقتش حد قتله بيه حقتل نفسي وده يعني حيحل المشكلة بالعاكس بانت بتلهب النار انا عاوز الهب عاوز النار تبقى للسماء عاوزها تحرق كل حاجة وما تخليش حاجة ابدا عاوز احرق العالم كله عاوز احرق الناس اللي مرضوش يدوني الفرصة علشان اعيش اليومين اللي فضلين لي من حياتي مستريح عاوز اأتي كل الديابة اللي في العالم علشان اريح العالم منهم مفيش حد يقدر يحرق الديابة اللي في العالم الديابة لازم تبقى طول ما في عالم وفي نائز بس لازم اقتل الديابة اللي قتلتني وقتلت ابني وقتلت حياتي ابنك ابنك لما حيط بقى يعرف يا حبيب ابني حيكبر وحيبقى راجل ومش حشوفه عيشت العمر محرومة منه احسن لما يكبر ويعرف ان امه قتل وساعته الناس مش هترحمه حيبصوله ويشاوروا عليه ويقوله اللي امه قتلت الراجل اللي كان متجوز تبقى قاديت على نفسك وعلى ابنك ومستقبل لا يا قبال انا حرم المساعد اوح لا ما تربوهوش طب حشير ايوه شلي يمكن يكون هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تريح من الدنيا السيد ادم لازم يعيش في جو هادي جدا اولا ما فيش اي مؤسرات خارجية الاوضة تفضل دايما مقفولة استتاير على شبابيك يستحسن كمان انه يسمع موسيقى دايما موسيقى نعمة تريح الاعصاب ما فيش حد يقابله ولازم كمان يغير السكن اللي كان عايش فيه هو كان شريلي فيلا عشان اتجاوز فيها والحمد لله خلصت وتفرشت وحناخده يقعد فيها وابنه حيكون معاكم في الفيلا؟ طبعا افضل انه ما يشوفوش يعني تخلوه في مكان دقيد عنه بس ده ابنه ابنه حقيقي انا مصدقك بس مش عاوزين عمك يقيش لحظة واحدة في الماري بتاعه لحسن تحصل له مضاعفات والمضاعفات حتكون خطيرة جدا حاضر يا دكتور الادوية ياخدها في موعده والاكل خفيف وفي موعده ما فيش ضجة ولا زعيد عندكم تليفون؟ ايوه افضل انكم تستغنوا عن تليفون شوية حاضر انا دلوقتي حديل حقنا عشان ينام لان اعاوزكم تاخدوه البيت وهو نايم مش عايدوا يشوف الطريق ولا الناس حاضر يا دكتور كيف هاي عياد بقى يا سفاة؟ مش قادر يا عام مش قادر وتدخل في حد جايلك؟ ابدا ده لازم البواب ولا المكواجي انت ايوان اهلا انت كل مرة تقابليني المقابلة البرد دي اهلا 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 ابولة حبيبتي لانت وحشان اي اوي ايه مالك؟ لا 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 انت عيانه خالص ايه زع؟ ايديك بتترقش كمان؟ اوه اوه ما جبت الناس دكتور لي يا ميرف تسمح تورينا عرض اكتافك؟ ايه يا قبال يخلصك ميرفى تتردني؟ نفس ادوس على رقبتك وافضل ادوس وادوس لحد 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 ما اموت مش لقيا واسفة وصفة كبيرة؟ يعني الحق علي اللي جاي سأل عليك واتطمن عليك اخرج من هنا لا زكاة الحكاية كده بقى مش خارج هات المسدس يا ميرف مسدس انت بتخوي فيني؟ تعرف برضو ان انا بخاف هات المسدس عشان افرره في الحشرة اللي واقفة قدامي ده ده كنت انا حشرة فانت حشرة زي احنا الاتنين حشرات الحشرات اتخلقت عشان تعيش مع بعض مش عاوز تخرج انا قاعد معاكو هنا هات المسدس يا ميرفى المسدس معايا يا هف اخرج برا مسدس مسدس ده ايه يا ممسدس ما بقاش اللي المفاعيث دول كمان يهددوني اخرج يا سافر انا صحيح سافر اللي عرفت واحدة زي مجرم حيوان انت فاكرا ان انا بحبك ده انا كنت عايزك سلم بس عشان الامور الغالي يا بار اخرج برا حسلم لو ما خرجتش هتعملولي ايه ده انا رشدي هات المسدس يا ميرفى عايز اتموتيني اتموت الرشدي حبيبي اه يا جبان يا سافر انا اللي حموتك يا رشدي mist اللي عملت كده يا ميرفى انت جنمت انا صحيح كنت مجنونة اللي عرفت واحد زي انا انت كان لازم يموت من زمان ضيعت نفسي انا ضيعة من زمان يا قبال انا على الاقل ما عنديش حد يسأل علي انما انت لازم تعيش تعيش على الاقل عشان ابنك انما انا انا حعيش لمين ايه يا احمد مالك يا صفاء احنا ظلمنا اقبال انا رحت بنفسي وطلعتها تحقيق في قضية مقتل الجذع اللي اسمه رشدي وعرفت الحقيقة يعني اقبال بريئة طبعا امال ايه اللي ودها عنده في البيت كانت رايحة تودي فلوس اللي طلبها منها علشان يديها الصور اللي خدها لها وهي عنده واللي كان بيهددها بيها اقبال قالت كده في التحقيق اقبال رفضت انها تتكلم اللي قالت كده ميرفد صاحبتها اللي قتلت رشدي مسكينة مسكينة وبس انا محتار مش عارف اعمل ايه هي فين دلوقت لفيت اسكندرية ملقيت لهاش اي اثر بس لازم تلاقيها يا احمد مفيش غير انها تيجي هي علشان تعمل محاولة تانية انها تشوف ابنها انت متأكد من الكلام اللي بتقوله يا احمد دي الحقيقة يا صفاق ديب انا ظلمتها صحيح قليلي نتصرف ازاي عاوزين عمو ادم يعرف الحقيقة عمو بس لازم نسأل الدكتور انا حقوم اروح للدكتور يا استاذ احمد انا اسف السيد ادم ما بقاش الانسان الطبيعي اللي يقدر يميز بين الحقيقة وغير الحقيقة ده عايش دلوقتي بدونيا بعيد عن الناس وانصحكم انكم ما تحاولوش تجو جهل الماضي تاني يعني حيايش طول عمره كده ده لو عايش كمان ستي ايبال اهلا وسهلا عارفتين يا مفتاح اللي اعرفك هو في حد ينسى العيش والملح اللي الخاين اتفضلي اللي مؤهزة بيتي على قده اتفضلي يا محسن اعملنا في الجالين اهوة اهلا وسهلا ازاي البيه يا مفتاح تعبان او يا ستي ايبال البيه ربنا يلطف بيه البيه ما انتهى خلاص انا بريه يا مفتاح انا عارف يا ستي ايبال انما نعمل ايه في المكتوب ما اقدرش اشوف ادم هو بقى ادم اللي تعرفيه واحد عينيه زيفا دايما ضاصص لفوق بعض ساعة بيبرق بعميه زي الوحش ادي ادم يستي ايبال وانده كترة بيقوله ايه مفيش فايدة او ابني عاوز اشوف ابني اوي دي حتى ست صفاء حتتجنن عليك بعد ما عرفت الحكاية دي بتعيط ليل مع انهار عشان صفاء ايوه دي حتفح اوي لما تشوفك انا عاوز اشوف ابني بس بعد ما تصابي القهوة عاو موصل لها وخليها تجيب سي احمد ابنك وتيجي مفتاح بقى شكله ايه دي الوقت يا مفتاح امر يا حبيبي ابني من يوم ما جيت وانا وابوك في جهنم لا حول ولا قوة الا بالله اوليه بس معلش يا ستي ايبال كله يهون صحيح كله يهون يا حبيبي ابني وحشتني يا حمالة انت بتعيط يا صفاء ايوه ستي بخ ما عيط عشان ظلمت انت ما ظلمتنيش انا اللي ظلمت النت ساعلشان عرفت في يوم من الايام واحد زي اللي راح في ستين داهية ده انا بكفر عن غلطة عمري يا ايبال كلنا بنغلط بس انا يظهر غلطتي كانت كبيرة اوي بدليل التمن اللي دفعته معلش يا ايبال ازا من بيدوي كل الجروح الا جرحي حيتدوى ازاي محدش عارف حيتدوى امتى مش حيتدوى الا ازا ادم خفه وعرف الحقيقة ايسف يا ايبال ما اعتقدش ان جوزك حيخفه طيب ما تحرمونيش من ابني ابني انت مش هدتي بي يعني هقدر اخده تخديه وتروح تعودي في الفيلة بتاعتكم الفيلة طبعا بي بتاعتك و بتاعت ابني يا حبيبتي يا صفاء شو فيلم احنا قربتنا من بعض ازاي انا مش مصدق انك حنينا للدرجات انا مهما عملت مش هكفر عن الاسهاء اللي اسأتهالي انا انسيت كل حاجة يا صفاء حاجة واحدة بس عاوزها منكم اني اعيش مع ابني محطش عاوزة حاجة من الدنيا يرق اني اربي ابني بس ابني حبيب ما عاوزة تشوفي عمه اشوفه لا يا صفاء كفاية لنا فيه فعلا حتتعب اولا وشفته مش عاوزة اشوفه هو في الحالة دي كفاية علي ابنه احمد لما حشوف احمد كاني شفت ادم صحيح يا دنيا مالفيش امان هلي اللي قاعدين يكفيكم شر الجيين الراجل يعيني مالفيش يتان اضطوا العمر شأيان ويوم حبي يعيش زي كل الناس ما هي عيشة شوف حصل ايه هولي ايه بس اسكتوا النبي عم مفتح والله يا ست صفاء انا قلبي بيعيط من جوه كلنا بنعيط مفتاح اوزك تروح تفتح الفيلة بتاعت ست قبال وتجيب ناس ينفضوها عشان هتقعد فيها وشوف لها حد يخدمه وانا هبعت لها ابنها ودده عشان يقعد معاه اهو كده يا بنتي ده العدل يا بنتي لا يا عمم مفتاح انا مهما عملتلها مش هقدر امسح ده مع واحدة من الدموع اللي بكتها ياريت ربنا يقدرني وامسح دموعها يا صفاء مالك مش عارفة ماله عمم امبارح منامش طول الليل قد الليل كله هو رايح جاي في القوضة دخلت عليه حاولت اكلمه مفيش فايدة ما نطقش ولا كلمة اتصلت بالدكتور ايوه قال لي انه حيخلص المستشفى والعيادة وحييجي وبعدين حينام دلوقتي بعد الحقنة ايه يا دكتور زاكرته ابتدت تجرع يعني ايه يعني لازم ننقل المستشفى ونعيد الالاج الاولاني فيه خوف يعني لو زاكرته ترجع تاني طبعا وتحب ننقله امتى على كل حال نستنى عليه لحد ما يفوق من الحقنة ونشوف حيامي الله ليه بستهدومت ليه خارج خارج رايح فيه عاوز اشوف الناس عاوز اشوف الدنيا بس يا عم بس ايه خايف علي برضو هو مفتاح تحت ايه ايه طيب اه اجي معاك مش عاوز حد معاك انا اعاوز اخرج الوحدي طيب قولي هتروح فيه مش عارف عاوز فيه مش عارف عاوز فيه بس حاسس اني لازم اخرج خارج مش معقول ايوه خارج يبقى لازم ذكرته ورجعتله وافتكر كل حاجة طيب و ايه العمل او ما يرجع البيت التصل بيه وانا حجيله حالا موسيقى على فين يا بيه على فين تحب توديني فين يا مفتاح انت عارف اني مفتاح ايوه انا عارف كل حاجة اقول لك وديني في طريق الهرم عاوز اعود هناك واشمي شويت هوا قولي يا سوزي الرجل اللي هناك ده مرفعش عينه عني انت تعرفيه ابدا تبصده وحشة قوي تعالي نقوم من هدي ما تبقيش عبيتة هيعمل ايه يعني ده جاي لحياتنا لازم بيشبه علينا حضرتك اسمك اقبال اقبال لا امال اسمك ايه اسمي لولا وصاحبتي سودي امال اقبال فين احنا احنا ما نعرفش حد بالاسم ده شايفين الفلوس تيه أنا مستعد أدفع لفبنتي كلها للي قولي هي فيه ياه بتحبها للدرجاتي صحيح ما تعرفوهاش هي أحلى مننا ولا إيه اتفضل اتفضل لقا بتبص هي مين وشمال على مين لسكا بتدور عليها ما تخليك معنا هنا قولي حضرتك اسمك صحيح إحنا قلنا لك على أسمينا وإنت ما قلتلاش على اسم أنا آدم آدم صاحب مصانع آدم للنحاس آه ده انت اسمك كبير قوي أهلا آدم بي يا سلام يا سلام عالصدف الجميلة تسمح نعزمك على كاس آه ما هو يتعزمنا ينعزمك بيقولوا عليك مش بخيل خدوا خدوا الفلوس اللي اتعوذنها مدوا قديكم ياه دي كلها فلوس آه احنا بس استلطفناك آه استلطفتونه؟ ليه؟ آه ليه دي بقى اللي مش عارفينه تحب نوصلك؟ يتفرج على البروجرام وبعدين زي ما يعجبك تحب روحك روحك حاضر يا بيه أنا لازم اسكنك بقولك روح يا بيه الدكتور دكتور إليه؟ لا مفيش حاجة بس اسمع كلام اللي بقولك عليه خد العربية وروح حاضر يلا قدامي لقيتها صمم على إني أسيبه أنا مش قلتلك ما تسيبوش يا ست صفاء ده زعل ومحبتش يزعله أكتر يلا بينا نروح للأستاذ أحمد ونروح له مش واخد بالي يا ستان هو راجل كبير في السن شوي يا ست كان فيه ناس كتير كبار في السن عادين كان لابس بدل كحلي وكان فيه ناس كتير لابسين بدل كحلي وبعدين يا أحمد نبلغ البوليس ما توصلش للدرجات دي أنا خايفة يا أحمد نستنع في البيت ضروري حيرجع بالليل ايه رأيك نشرف فين جال قهوة في بيت سوزي طبعا مش هترفض ها قهوة سوزي لولا أشرف لولا أنا خايفة قوي خايفة من ايه عظيم مش عارفة ده باين عليه مجنون هو مش طبيعي فعلا بس هادي احنا لو حبينا ناخد الفلوس اللي معاه حيدهالنا ما هو عرضها علينا ناخده منك دي على رأيك هو حيروح مننا فين ايه ده يا حبيبي مش هتفوق بقى أفوق آه أفوق سوزي لولا هو عتقول ايه بال ايه رأيكم في كاسين على الماشي مفيش مانا عن اذنكم اكلم واحدة صاحبتي في التليفون التليفون في القوطة التانية انت حتقولين يعنيك ما انا عفاك في صحتك يا حبيبي الو ابراهيم انت لسه صاحي اعن اذلك لباق في التليفون انا حبت عن دي لولا اصلها تعبانا شوي ابراهيم كليفون مشتي اقبال 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 الحية الحية هي الحية احمد السعبة التلاتة لازم نبلغ البوليس ايوها صفاء اهو جيه انت كنت فيه سيبي يا صفاء دلوقتي اتفضل يا سيد ادم في قطك عن اذنك يا احمد اقلع هدوم نعم ابدا قاعد في السرير احمد ده متغير اوي فعلا بس لازم ينام دلوقتي اديله المنوم انا رأيه كده ايه ده ده الدواء الدواء علشان تنام انام اه انام عاوز انام خد الحباتين دول وانت تنام على طول انام انا فين انت في بيتك بيتي مش معقول متعملش كتا حرام عليك صفاء صفاء انت صفاء يا سلام انت كنت فين انت كنت مسافرة انا هنا جنبك مش حسيبك ابدا ابدا يا حبيب انا من رأيي ان يرجع المستشفى وانا موافق لا يا احمد كفاية مستشفى خلي قاعد في بيته قدامي بس انا خايف لتجيله حالة الهياب تاني لما تجيله الحالة تاني نبقى نوديه المستشفى وقتها حيكون في صعوبة معلش يا دكتور خلي قاعد هنا وانا مش حسيبه ابدا طيب ما تنسيش الحقن في مواعدها حاضر مع السلامة يا دكتور حسيبك شوية انا بقى عشان حنشوف احنا حدثة مؤلمة حدثة حدثة ايه لقوا اتنين ستات مخنوقين في شقة واحدة منهم وده مين المجرم ده اللي خنقهم البوليس بيدور عليه وقتلهم ليه سرق منهم حاجة ابدا ده دول حتى لقوا فلوس كتيرة مرمية فوقهم وهم ميتين عجيبة يا ترى مين اللي قتلهم شفت كبر ازاي يا صفا ايه يا حمادة بتحبيني؟ طبعا يحبك مبسوطة يا قبال مستريحة طول محمد جنبي مستريحة ادم ازاي يا صفا تعبان قوي الظهر مش هيعيش يا قبال اه ياني ازاي مش هيعيش؟ انتي تعرفي انه خرج من الصبح ومرجعش الى الساعة ثلاثة بعد ونص الليل خرج لوحده؟ خرج مع مفتاح وبعدين مشى وفضل لوحده راح فين؟ ما عرفتيش؟ هو داري بحاجة لا يا صفا لازم حد يخرج معه مش رادي صفا عاوز اشوفه بس لو شافك يمكن يجرى له حاجة ما هو لازم اشوفه ولو مرة واحدة بس مرة واحدة بس يا صفا عندك حق تعالي النهاردة قبل المغرب واستنيني في الجنينة تحت في قط البواب هو هو ما بيجيبش سيرة ابنه ابدا ده عايش في دنيا غير الدنيا اللي احنا عايشين فيها يعني مجاش اسمه على لسانه ابدا ولا هو فكر حتى ان له ابن اسمه احمد انت برضو هتخرج اه اخرج لولا سودي الحية اقبال الحية اقبال اقبال اخرج لازم اخرج معاك لا مفتاح لسه مجاش من البيت اخرج 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 وسته يخرج للوحده ما قدرتش احوشه ساعة ما واقفته قدامه بصلي بص خفت منه كانت عينيه كل عراض يا صفاء لازم تقوله للدكتور لازم تودوه المستشفى برضو خرج تاني على الله مفتاح يكون المراضي ما سبهوش لازم تطمن يا مفتاح بس لازم تطمن يا مفتاح اول ما حلقيه حضرب لك تليفون سونيا عجبك الاسم سونيا انت ايه وما بتعرفش ترقص اعرف انت مالك عين انا ادم ادم كيف ايه بقى رأسي تعال نعد نتعشى علشان انا جعانة قوي يا ايه ايه الفلوس دي كلها احد يجيب فلوس كتير كده بجيبه عاوزة فلوس مدي ايدك خد اللي تعاوزها لا لما روح روح اه انت مش هتيجي معايا علشان تشرب كاس عندي كاس سونيا سوزي لولا وبعدين بقى في ليلتك دي مش تكلم يا راجل اقبال مين اقبال دي مش عارف مش عارف بنتك ولا حبيبتك اقبال لا وبعدين بقى انا انا بسدت اخاف منك سونيا سوزي لولا لا ده انت يظهر بتحب الستات يظهر بتحب كتير قوي اي رايك في كاس كاس نشرف كاس الباب انا عارفة مين ومش حفت قاس اقل bronze how is my life اما شوف مين اهو مش واحد تلقيح بصراحة انا عوز اتجوز واحد زيك رجل كدة غني يمتعني بفلوسه مش كدة ولا ايه يا اادم مش برضو اسمك ادم ايه رايك يا ادم تتجوزني انت انتي ايه ده انتي هي 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 مين الحية 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 نفس الأسلوب نفس الأسلوب اللي اتبع في الجريمة بتاعت مبارح لو جه تقرير الطبيب الشارعي بإن البصمات هي يبقى مرتكب الجريمتين شخص واحد يا حضرة الزابط دي واضحة وضوح الشمس عارف إيه لمخليني متأكد الفلوس الفلوس اللي لقيناها فوق الجثة برضو الجريمة الأولى لقينا فلوس فوق الجثة تمام يا فندي يبقى المجرم قطعا إنسان مش طبيعي انت شفت الجرائب كتب ايه مسمياه وحش النساء على كل حال أرجو ان التحريات تجيب لنا نتيجة ولازم تجيب نتيجة لان الرأي العام مقلوب احنا بنحاول بشتى الطرق يا فندي ما عرفش الكلام ده اسمع انا عاوزك تقبض على المجرم بأي وسيلة قبل ما يرتكب جرايم تانية حاضر يا فندي احمد عم بيبصلي بصات غريبة انا ابتديت اخاف منه دي بقت حالته خطيرة قوي على كل حال الدكتور جاي دلوقتي انا مش قادر اخشله عانيه بقت غريبة انا رأيه انك تروحي تقعد مع قبال واسيبه لا يا احمد بس انا خايف عليك بس برضو مقدرش اسيب ده لازم الدكتور في ايه يا سيد ادم اقبال سوزي لولا قلفت مين دون يا احمد اقبال سوزي لولا قلفت مش قبال دي اللي كان متجوزها ايوه والبقيين مش عارف انا شايف ان حالته خطيرة جدا ولازم ننقله عن المستشفى بس هتنقله ازاي هحاول اديله حقنة الخيمونتة في الحديث لحد ما جهز الحقنة اه ايه يا سيد ادم مش هتيجي يوم المجلة مجلة اه انت نسيت المجلة بتاعتك ده احنا دلوقتي بنوزع خمسين الف والصفاء هي السبب القصة بتاعتها نجحت اوي وبتتعمل دلوقتي فيلم سينمائي وحتتترجم للغات كتيرة الصورة هي هي في كل مكان هي 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 سوزي هي اقبال هي لولا هي قلفت هي ايدي مين المجلة اقبال امس بداعه استاذ احنا الحاضر ابهد ابهدوا ابهدوا انتم انتم محوش وحوش انتم السبب انا من رأي ان انا استعينوا مستشفى الامراض العقلية لا يا دكتور دي حنته سيئة ددا لا عليش انما من بهدلوش بالصورة دي كمان بنته مش هتوافق بس انا مش مسؤول عن اي تصرف اعملوا ما تخفش انا حفض المعانه لطول طيب حاول انا بتديله الحبوب المهدئة ححاول صفاء ايوا يا حمد تقدري تديله حبتين من الدواء المهدئة ححاول على كل حال انا حكون معك مين انا صفاء يا عم صفاء ايه ده الدواء هتاخدي دواء علشانك مين ده ده احمد يا عم احمد لا ده مش احمد ده هو 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 انا مصمم انك تروح تقعد مع اقبال ما قدرش يسيبه يا احمد انا هقعد معاه مش هتقدر عليه لا ده تعبان اوي مش عاوز حد يستعمل مع العمفي يا احمد ما انا كمان مش متطم اللي اقعدك هنا ده لبس هدومه على فين يا عم انا رايح له رايح لي مين هرية هرية اخرج معايا احمد هو انا حسيبه انا حقابلها وحاجبها معايا علشان 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 اشوفها اتفضل يا سيد ادم انا حخرج معاك نروح له سوا لا مش عاوز حد يشوفها انا خالج لوحدي روحوا برايا احمد مش عاوز حد سامعينا انا الوحدي انا حقابلها الوحدي اومنت يا صفاء نامي الساعة بقت كام الساعة واحدة ولسه مجاش طيب اومنت يا حبيب تستريح هستريح ازاي بس يا حمد طيب نوليني الجرائد اللي جنبك لاني ما اريدش جرائد مبارح على النهاردة ايه ده؟ في ايه يا حمد؟ تعرفي اللي قتلهم الوحش اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ لولا سوزي سونيا لولا سوزي انا سمعت الاسماء دي قبل كده ايوه دي الاسماء اللي دايما ادم بيرددها عاوز تقول ايه يا حمد؟ مش عارف اقول ايه يا صفاء بس اه اصدق تقول انه ليه تبقى مصيبة لا يا حمد لا مش ممكن مش ممكن عابو يقتل ده مش ادم يا صفاء ده انسان تاني يعمل كل حاجة طيب وحنعمل ايه؟ مش عارف بس عاوز اتأكد الاول وهتعرف ازاي؟ لو حصل الجريمة الليلة وبنفس الاسلوب يبقى هو ولو خرج بكرا لوحده هخرج وراه وحرقبه ولو كان هو هنعمل ايه؟ احمد احمد ايه ايه؟ جه جه يا احمد راح فين؟ دخل قطو ما تكلمش ابدا ولا حتى بصلي انا هتخله سيد ادم سيد ادم عمو هزهر انه نعم ده ما بينامش ده بس مغم عليه يبقى مغيبوبة هيا سوزي لولا قلفت اقبال هيا هما هيا وهيا هما واحدة واحدة هي واحدة 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 قلفت اسم جديد وبحادين يحمد انا هتصل بمحرر الحوادث هشوف الضحية اسمع ايه؟ ألفت اسمها ألفت يا صفاء مش ما اقول وبنفس الطريقة انا خايفة يحمد اسمع تفضل انت تروحي على الفيلا تقعدي مع ابهال مستحيل حاسيبه يا حمد حتى لو قتلني انا اسمع يا صفاء انا عندي فكرة وبفكر اني انا فزا فعلا هتبلغ البوليس لا يا صفاء لازم الاول اتأكد بنفسي وبعدين ابلغ البوليس وما تدعليش لان ده واجب لازم نعمله اما الفكرة ايه؟ عاوز اروح اجيب اقبال هنا واخليها تدخل عليه القوضة ونشوف هيعمل ايه؟ هيقعه يا حمد هيموتها ما تخفيش هتضايقه يا حمد ويمكن يعمل حاجة كده ولا كده انا مصمم اني انابز الفكرة دي مش عارف متهيقلي ان فيه حاجة هتحسن هيحصل انه هيصور وحيكسر الدنيا وحيهجم عشان يموت بس لازم اعمل كده يا صفاء تسمحي تلبس هدومك بسرعة علشان تيجي معايا؟ هنسيبه لوحده تعالي معايا لا يا حمد ما تخافش علي دعم يوم ربيني ومستحيل هيأزين طيب ابعتلك مفتاح يقعد معاك مفيش مانا ايه يا أستاذ احمد زي البيه دلوقت تعبان اوى مفتاح واعوزك تطلع مع صفاء لحد ما ارجع لاحسن خايف عليها منه ياه هي حالة غصنة لكده واكتر من كده مفتاح ليه؟ عمل ايه؟ بعدين هتعرف والله بيتقطع قلبي لما بسمع عن الراجل الطيب الغلبان لحاجات دي هو فعلا طيب يا مفتاح بس اللي وصله لكده حبه للدنيا وللفلوس لانه عاسته لعمره وهو طفل محروم ربنا يكفيك شر الجوع يا أستاذ احمد الجوع كافر فيه ناس كتير بتجوع بس لما بتشبع بتنسى ان هجعد هو مقدرش ينسى خوفه من الجوع خلاه ما يفكرش في حاجة إلى الفلوس الفلوس كانت كل حاجة في حياته حتى انه نسي نفسه ونسي الدنيا نسي ان فيه جواز واولاد وبيت كل حاجة ايوه عندك حق ويوم ما فكر انه يعملها حصل اللي حصل واستفكر انت بعد ما فات القطر بزمان عندك حق انا يا ما كنت بكلمه يا ما كنت بقوله يا بيه الجوز يا بيه عيش يا بيه الدنيا مش كده الدنيا لقمة وبيت وست وعيال يملو عليك الدنيا ما كانش مسدق ولما سدق وقع في المسكينة الله يكون فعونها هي كمان المهم دلوقتي انك ما تسفش ست صفاء لحد ما رجع وتخليك صاحي اوي لان ادم في حالة غيبوبة تامة هو في قطر ايوه بيعمل ايه؟ نايم على السرير وبيبص للسقف قادر ادخله ادخله ازايك يا بيه؟ انت انت انا يا بيه انت هو هو تعالى يا مفتاح لا حول ولا قوة الا بالله هو هو استريح يا عم عمي اه عمي انتي انتي هي انا ايوه هي هي اه ادم اه 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 اخرجي برا ايه حصل اي مفتاح كان حيموتها هي هي اقبارك اقبارك الحية 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 يا حبيبتي مالك عمي كان هي موتك هي موتك هو وصل للدرجات دي ايوه احمد عاوزني قبله وجابني مخصوص علشان كده وعاوزني اوريله ابنه لا يا قبال احكيلي ايه اللي حصل يا صفاء قاعد يبصلي وفجأة سحنته اتقلبت وشكله اتغير وقاعد يقول الحية الحية هي الحية تقدري تدخليلي اقبال؟ اذا كان علي انا ادخله بس انا خايفة على ابنه قد احمد لصفاء حدخل لوحدي احنا هنكون جنبك بس انا عاوز وشوفك لوحديك بلاش يا احمد يعني هيحصل ايه يا صفاء حالته ما هي سيئة جدا انا بعمل محاولة يمكن له طب مش نسأل الدكتور الدكتور هل مفيش فايدة حدخله ادم ادم امين انا اقبال يا ادم اقبال ايوه ايوه انا اقبال مستني انا مخنتكش انا بريئة بريئة هي 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 الحية هي الحية هي الحية تقدر تخدلي بصماته يا أستاذ احمد؟ يا حضرت الضابط بصماته في القوضة كلها انما هو ما بيديش فرصة لأي انسان انه اقرب نحيته هو يخرج امتى من البيت؟ او للليل بعد المخرب انا ده الوقت اللي نقدر ناخد فيه البصمات وانا عاوز حد معايا علشان نرقبه لما يخرج ده ضروري لانه لو ارتكب حادثة تانية الدنيا حتتقلب الستات دلوقتي بيتخاف تخرج من بيوتها والوزارة مقلوبة ومدير الامن حيتجنن عجيبة ايه يا أستاذ احمد؟ مش مصدق يا حضرت الضابط ان راجل طيب زي ده يتقلب لوحش يا أستاذ احمد أستاذ احمد ايوا مفتاح دم يلبس هدوم رأبه شوفه حيعمل ايه فتح الدولان خد فلوس كتير كتير قوي بيحطها في جيوبه فلوس ما فيش شك ان هو القاتل كان بيسيب فلوس كتير فوق جزة الضحية مين اللي حيجي معايا حضرت الضابط اللي ملازم اول حسين عبد الحميد بيستنيك في البوكس تحت او خارج ارجوك تستخدمها مين؟ اه انا انا احمد احمد مين دي؟ انا صفائي عم انت خارج؟ خارج مع السلامة عم ايه فين؟ موجود مين هي؟ اللي بتسأل عليها ايه موجودة انا شايفها شايفها في كل حتة اهي وقفة 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 وبتتحك وبتتحك لي همهوتها همهوتها انت خارج يا سيد ادم 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 انا اعرف الاسم ده ايه اعرفه من زمان من زمان ده كان عدوي كان بيحاربني كان عاوز يموتني وفعلا موتني هترني هنقره اقره اقره اتتعرفه 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 الليلة ولازم مموته ده اظهر انه ماشي مش عارف وراك فين ادي احنا متتبعينه بس ياك ما هربش من اله انا من رأيي ان انزل انا مش وراك لا لا انا هنزل واحد من رجالي الاول ها؟ يا حسين تنزل تمشي وراك ولو حصل اي حاجة او تهنى منكم تتصب اللاسلكي ودقول لينا انتو فيه ده داخل كزم قحوم عجيبة اول مرة اعرف انه روح اماكن زي ذي انا افضل انك تستناني في مكان جاهد عنه انا حقعد في مكان ما يقدرش يشوفي منه اسمك ايه؟ سميني اي اسم يعجبك ملكيش اسم ليه بس يهمك اي انك تعرف اسمي انا معايا فلوس كتير شايفه؟ بتوريني الفلوس عشان تفاهمني انك هتدفع التمن كل الناس معايا فلوس بس مش كل واحدة مستعدة انها تدفع التمن يعني مش عاوزة فلوس؟ عاوزة بس ايه التمن اللي انت عاوزه؟ انت متجوزة؟ لو متجوزة ايه اللي حيجبني هنا الوحدي؟ ممكن اننا نسهل مع بعض بليلة؟ بس انا معرفكش وزا كنت سمحتلك انك تقعد معايا دل انك صعوبت علي وحسيت انك محتاج لحد تقعد معاه الله انت بتبرسلي كده ليه؟ انت مين؟ بقولك واحدة مش معقول انت مش هي هي مين؟ سوزي لولا قلفت اقبال ايه دول كلهم؟ انت عامل ارشيف؟ الله انت بتبصلي كده ليه؟ ممكن تقوم معايا ونخرج من هنا؟ نروح فين؟ مش عاوزة اتعزميني على فندان قهوة؟ عاوز تشرب قهوة؟ اقلب لك قهوة لا مش هنا امال فين؟ عندك في البيت ايه؟ وانا عرفك منين عشان ادخلك بيتي؟ مش بتقولي انك مش متجوزة؟ وعشان مش متجوزة اقوم ادخلك بيتي؟ وايه اللي جالك هنا؟ الله انت حتعمل معايا محضر تحقيق خدي الفلوس دي عشان ايه؟ عشان كل الناس بتحب الفلوس وكل الناس بتضوع مع الفلوس صحيح بس انا ما عملت لكش حاجة عشان تديني الفلوس دي واحب افهمك اني باشتغل عشان اكسب لقمة عيشي انا وابني الوحيد ابني اللي مات ابوه وسبهولي وكرست كل حياتي عشان اربيه بتشتغل ايه؟ باشتغل في شركة وايه اللي جابك هنا؟ لان صاحب الشركة عاوز ناجي هنا ليه؟ زي اي راجل فهم انه يقدر يفرض ارطه على كل ست بتشتغل عنده وانا جاية مخصوص في المعاد عشان اديله درس في الاخلاق تسمح بقى تتفضل؟ اللي احسن هو جاية هو لا انا مش حووم ادم ايه؟ اهلا وسهلا انت تعرف ست فضينا؟ ولا عرف ولا يعرفني دي اول مرة اشوفه ما تعرفيش ادم ديه تجرب كبير؟ اهلا وسهلا طب مادام انتو تعرفوا بعد بقى استأذن انا متسيبينة؟ انت مش جاية عشان تصهر معاك انا مش جاية عشان اصهر معاك زي ما انت فاهم انا جاية عشان اقولك يا سياد المدير ارحمني ارحمني وشيل من دماغك الافكار السودة اللي انت بتفكر فيها دي عن اذنكو اعوده عاوز ايه انت كمان؟ عاوز بتعوده اعوده نعم اهلا برضو رجحت تبصلي تاني عن اذنكو ديه يظهر بتستلطفها اوي يا ادم ديه ديه دي مش راية على كل حال لو تحب تشرفني بكرة في الشركة هتشوفها هي سكنة فيها ما عاوز تروح لها؟ ايوه عاوز اروف لها عاوز اتاكد انها مش راية اهو خرج لوحده ايوه هو بين ديه على تاكسي ورا التاكسي هشويش اين حسين عمل ايكو؟ قاعد مع واحده وبعدين دلهم واحد يظهرون ليعرفوا وبعدين الست ديه سابتهم ومشت وبعد لحظه خرج وراها وحنا وراها شكلها ايه الست اللي قاعد معها؟ باين عليها بنت ناس يعني مش كده ولا كده هو فين التاكسي اللي كان فيه؟ اهدى حاوت وراها اهو عيداء مننا وبعدين حنا اعمله دلوقتي هو الراجل اللي جيه وقاعد معاه سيكت في الكازينو؟ ايوه سيكت بيش راكاس يبقى فرصتنا اننا نلاقيه لسه موجود ولا حيفدنا بايه؟ هو الخط الوحيد اللي في ادينا واللي يمكن يوصلنا الحاجة يلا شويش رجعنا الكازينو الطحونا بسرعة مش موجود يا كارسون كارسون ايوه كارسون ايوه ايوه الترابيزة دي كان فيه واحدة ست قعد عليها من تلت تربع ساعة تقريبا وبعدين جيه واحد قعد معاه وبعدين جيه واحد تاني كانت لابسة تايير كحلي والرجل الاولاني كان لابس بدل زيدي يا سيد اسألنا انا الاول اسني ايه هو انا فاكر دي خالق تيجي وخالق ترونه حاول حاول انك تفتكر يا سيد اعمل معروف ما تحطنيش عن شغري انا فاضى فتكر انا زابط المباحث الكارني بتاعه اهلا وسهلا ممكن تساعدنا اه انا عاوز اساعد بس مش فاكر والله مش فاكر يا مين يعني السيد دي مشفتهاش قبل كده مش زبونة في الكازينوم اه زبونة لا لانها لو كان زبونة كنت عرفتها انا عند شوية زباين احفظهم تمام متشكرين متشكرين مفيش حل غير اننا نستنى الجريمة الجديدة جرروال بائتو اسمحيني ا access ايه اللي جابك هنا وازي تتجرق انك تيجي هنا وا من الي قالك على عنواني اه سيادة المدير اسمع يا سيد ارجوك تتفضل وتنزل من هنا من غير متروض الله انت لسه بتبصلي انت عاود مني ايه عاوز اتأكد انك مش هي هي مين هي اللي الله يظهر انك مجروح قوي ارجوك تدخليني مش ممكن طيب عاوز اسألك سؤال واحد صحيح انت مش هي يا سيد ادم ارجوك احنا بالليل ولا ستة ارمالة وحرم عليك اللي بتعمله معايا ده يعني تقبلي ها هو ايه اللي قبله تقبلي تتجوزيني اتجوزك انت يظهر عليك مجنون تقبلي تتجوزيني انا غني عندي فنوس كتير ولو عندك مالقرون انا مش هتجوز ليه لاني معرفكش ما بحبكش ولاني كمان مش عايز اتجوز انا دلوقتي عايش عشان اربي ابني وكمان بحب المرحوم جوزي وعادي نفس اني مش ممكن هتجوز بعديه بس لازم لازم تتجوزيش مقدرش مقدرش ليه ليه مش عايز اتجوزيني ماما ماما ما تخافش يا حبيبي ما تخافش مين ده الله انت بتبصي لابنك ده ليه ابنك لا ده مش ابنك ده ابني انا احمد احمد ابني احمد 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 تفتكر ابنه فين هو موجود هتقولي هتقولي يا صفاء صفاء بنتي انت عرفتني وعرفت اني لك ابن اسمه احمد كمان اه وكان معايا في الوقت وكان مع امه دمه كويسة اوي مش هي انا انا عاوز اتجوزها يا صفاء مفيش مانع احنا مستعدين لساعدك كلنا بس تقدر تقولينا هي فين مين دول دول ضيوف تسمح تيجي معانا تورينا بيتها علشان نجوزها لك صحيح طبعا وحنخليك تتجوزها الليلة تيجي معايا يا صفاء لا يا عمو مش هذا بتعيتي ليه بتعيتي في ليلة فرحش مش معقول ده وحش النساء ايوه واحنا مراقبينه من اول الليل وكنا خايفين عليك اللي يقتلك انت كمان ده مسكين ده يقتل ده انا مش مصدقة ادم نعم انت صحيح عاوز تتجوزني ايوه والليلة الفرح ودول جايين علشان يجوزونا وعاوز تتجوزني ليه علشان انتي مش هي انت عارفين هي مين دي دي مراته اللي متهيقلوا لها خانيته وهي فين موجودة هو له ابن ايوه اسمه احمد طفل عمره ستة شهر معنفش غيره لا وبعد الصدمة نسي انه له ابن وما افتكرش اللي الليلة لما شاف ابني افتكر انه ابنه ممكن تيجي معنا شوية علشان يتمم المحضر دلوقتي لو سمحت حاضر بس بس ابني لوحده احمد انا احود معاه ده ابني اه مش مصدقين ده ابني احمد ابني اللي طلعت بيه من الدنيا يا مسكين مش حرم راجل طيب زي ده يوصل لكده قدره احنا علشان خطر ابنك حنقجل التحقيق معاك البكرة بس ما تتأخريش ها يلا قادم يا رحيم فين مش حنتجوز اه اه طبعا حنروح نجيب المأدون شوفي السورة دي دي مين سوزي هي هي والصورة دي لولا هي طيب والصورة دي ألفت ألفت انت خنقتهم ليه علشان كل واحدة منهم كانت هي هي مراتك مش كده هي اقبال اقبال ام ابنك احمد احمد ابني ابني فين اقبال اللي انت فاهم انها خانتك عمرها ما خانتك وهو هو هو مات قتلته مربت صاحبة مراتك لا انا اللي هموته انا اللي هموته كفايا اقبال ادم ضاع يا حمد قبروا يا اقبال انا متهيقل اني باحلا بقى ممكن السعادة دي اللي كنا عايشين فيها تتحطم في لحظة يعني ادم دلوقتي في السجن انا هتجنن يا حمد هتجنن انا عاوز اشوفه اعتبريه مات يا ابهال ياريت يموت ياريت ولا شفوش بيتعز بالعذاب اللي هو فيه ايه يا عمو مفتاح مفتاح العربية سبت اقباله ليه يا عمو مفتاح هتسدنا انت كمان مش قادر يا ست صفاء انا اللي عملت كده في عمي انا السبت كان صعبان علي ان يعيش كده فضلت ازن على وداره واقول له البيت والخلف والزوجة لحد ما حصل اللي حصل ياريتني ما كنت قلت له حاجة من دي طيب يا عمو مفتاح ماتسبناش لنت دلوقتي كل حاجة بالنسبة لنا مش قادر يا ست صفاء مش قادر احمد ايو يا صفاء مش عارف اقولك ايه ومش عارف ابتدي منين انا عارف اعاوز تقول ايه وارجوكي ما توليش حاجة انا بحبك يا صفاء وعارف انك كنت بحية صروف حياتك الاسية اللي اشتيها بين اربع جدران مع ادم وكنت متأكد انك بتحبيه زي ابوكي وزي اخوكي انما مش الحب التاني يا صفاء كنت متأكد من كده لانكم ضدين والاضاض لا يمكن تجتمع ولو اجتمعت فلوقتي معين انما لابد انهم يفترقوا في يوم من الايام انت عارف ان كنت بحاول اقاوم فكرة اني انك بتحبيني اعارف يا صفاء وعلشان انا كنت متأكد انك بتحبيني انا اتحملت ده كله ولو قلتلك دلوقتي اني اني بحبك ابقى قلتها متأخرة ومش عاوز اكتوليها لان الحب مش عاوز اعلان عن نفسه مش عاوز كلمات تفهى تعبر عنه الحب بيعبر بصمت وابلغ ما في الحب الصمت بس انا صعبان علي عم قوي عمك ضحية الحرمان اللي عاش فيه عمك ضحية نفسه لانه مقدرش يتخلص منها عمك ضحية الحية اللي تولدت فيه وهو طفل صغير تولدت نتيجة الفقر والجوع والحرمان والقسوة اللي عاش فيها وللأسف قعدت الحية تكبر وتكبر معاه وهو مش قادر يتخلص منها لحد لحد ما خلصت عليه الحية هي نفس ادم انت خارجة ايوه حاخد احمد واروح المحكمة لا يا اباك لازم اشوفه ولازم يشوف ابنه كفاية اللي هو فيه فيه حاجة اكتر من اللي هتحصل فيه اه تاني مفيش غير اني اموت وياريت اموت صرح الاخبار ايه يا احمد تقرير الطبيب الشرعي ما اثبتش حالة الجنون المطلق ازاي الطبيب بيقول ان انسان عادي وبعض الاوقات لما بتجيله هزة عاطقية بيفقد شعوره وإحساسه وبيتحول الى انسان اخر طيب ده كفاية هو مش كفاية علشان ينجو من المحكمة انما هيساعد الدفاع في تخليف الحكم حكم هم لسه هيحكموا عليه تاني ايه بل عاوزة تاخد ابنها وتروح المحكمة ايوه لازم يشوف ابنه ويشوفني وانتي لازم تيه كمان يا صفاء انا اقدر اشوفه لا انا اشوفه عمي هو في القفز الحديد والناس قابل تتفرج عليه ما اقدرش لازم نواجه الحقيقة يا صفاء انا مش هقدر اروح كمان يا رجل روح انتي يا ابي واخدي ابنك معاك انما انا ما اقدرش ان هذا الرجل الماثل امامكم يمثل صورة من ابشع صور الانحراف لقد اعماه حب المال عن الحياة والدنيا فعاش حياته يجمع المال ويكدسه يكدسه بكل الوسائل المشروعة والغير مشروعة حتى اصبح واحدا من الاثرياء وفي سن الشيخوخة اراد ان يرجع الى شبابه وان يعوض ايامه التي قضاها في جمع امواله فماذا كانت النتيجة امامكم النتيجة قاتل لثلاث نساء وزوجة محطمة وابن بريء يخرج للحياة بمأساة والده وفي النهاية اود ان اقول كلمة اخيرة لهذا المتهم ان الحياة التي تزعمها ليست زوجتك وليست هي واحدة من النساء التي قتلتهم ان الحياة هي نفسك نفسك الخبيثة التي اعماها اولا بريق المال فلم تفكر الا فيه وتركت ما عداها من مطالب الحياة حتى اذا ما شبعت من جمع المال تركته لتبحث عما فاتك فاذا الحية تعود لتلتف حول نفسك من جديد وتدفعك الى الشك في زوجتك ثم الشك في كل النساء صارخا بانهن الحية وما الحية الا نفسك موسيقى رفعت الجلسة بالصراحة موسيقى هو ماله ده ما رفعش وشه ابدا امره فيله طيب تعالى معايا ولا اقولك رح له انت الاول شوف حالته ايه هروح له يا سيد ادم يا سيد ادم مين احمد مالك زعلان اوي احمد ليه مش عاوزين يجوزوني ايه اللي حصل انت مش قلته هتجوزوني يا سيد ادم انت هنا في المحكمة محكمة ليه لانك قتلت انا ما قتلتش ده انا القتيل فيه واحدة عاوزة تشوفك واحدة مين انت هتعرفها مين دي انا انا اقبال يا ادم اقبال 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 اللي بتحبك وده ابنك ابنك احمد 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 ده ابني ده ابني صحيح لو كان يقدر يتكلم كان حيقولك الحقيقة اقبال ابني احمد اقبال ابني احمد افتكرت افتكرت انت ايوه افتكرت افتكرت كل حاجة وهو هو فيه هو مات اتعيت ليه احمد اتعيت علشان علشان بابا لا يا حبيبي ما اتعيتش كفاء ابوك عيب كثير انا مش عاوزك اتعيت ابدا عاوزك تقدي كل حياتك وانت بتتحك سامع يا حمادة اتحك اتحك يا حبيبي ضع كمنا فتحة الجلسة فتحة الجلسة فتحة الجلسة ادي ساعي تفضل وفي هذا السن ادرك آدم ان الحياة صورة غير الصورة التي عاشها في هذا السن ادرك آدم معنى الحب وذاق حلاوته احس بعاطفة عارمة تنبثق في كل كيانه فانطلق الى دنياه الجديدة وكأنه يريد ان يعوض ايامه التي فتت ولأول مرة يحس موكل المسكين بطعم الحياة ولأول مرة يعيش في انشودة جميلة وسعادة حالمة وفي غمرة هذه السعادة التي لم يكن يحلم بها في يوم من الايام خيل اليه ان زوجته تخونه مع طريقها وشاءت ظروف القاسية ان تبرز الاحداث خيانة زوجته حتى انه اقتنع بخيانتها له وتقرير الطبي يشرح لسيادتكم وللهيئة الموقرة ما كان من امر هذا المسكين نرجوكم الصمت نرجوكم الصمت يا سيد الرئيس ان موكله يطلب طفله ووحيدة فهل تسمح هيئة المحكمة الموقرة بان يدخل الطفل معه القفص انت يا قادم عاوز ابنك معك في القفص احمد اه ابني عاوزه عاوز اقول له حاجة انت زوجته ايوه انا اقبال وانتي انا انا صفاء كان ابويا صحبه ولما مات ما كانش ليا حد في الدنيا خدني ورباني يعني انا مدينة له بحياتي دراجل طيب او يسياد الرئيس هتول ابني ابني احمد ادينه ابنه تعالى يا حبيبي والان كيف تحول موكله الى وحش النساء كما وصفته الصحافة والرأي العام وكيف وصل الى ما وصل اليه لقد كان ادم في هزته العصبية يحقد على النساء كان يرا في كل امرأة زوجته التي خيل اليه انها خانت هذه يا سيادة الرئيس قضية هذا الخطام الماثل امامكم واني اطلو من هيئة المحكمة الموقرة ان تحكم الضمير الانساني قبل ان تصدر كلمتها على هذه الضحية ايه يا صفاء مش انا الاوان بقى اوان ايه يا بيل هتفضلي كده يا صفاء الاستاذ احمد زنبه ايه بس صحيح احمد اتعذب معايا تكير ومفيش راجل يستحمل ده كله كان غصب عني طب دلوقتي مستنية ايه يا صفاء لازم تتجوزي احمد ودلوقتي لو تقدروا تتجوزه النهاردة قبل بكرة وهو انا هقدر اسعده انا نفسي مستعيدة لما هتتجوزي هتتغيري وخصوصا لما هتعيش مع راجل بيحبك انت مش انت اللي بتحبيه متهيقلي اني بحبه هو خلاني احبه حنانه وحبه خلاني احبه واكدلك يا صفاء انك هتكوني اسعد زوجه في اهنى بيت الحياه الزوجية اللي بتنتهي على حب صحيح حب حقيقي مفيش حاجه تأثر فيها بالعكس بيزداد الحب يوم عن يوم حتى لما تكبره وتعجزه بنتحول العلاقة بينكم وبين بعض الى اخوه حلوة اخوه تروح هتحسوا بطعم السعادة في شيخوخدكم اكتر من شبابكم اهلا اما بقى عندي خبر هتطيري بعد ما تسمعين بالفرح فكري كده يكون ايه اعرف الرواية بتاعتي عاوزين يشتروها للسينما بس مش ده الخبر اللي فراحك انت عمرك ما فكرت في المادة ابدا ولا همك دنيا ولا فلوس ولا مجد انت المجد بيسعى اليك وانت بتديله ظهرك انا عارف انت ايه يا صفاء انت روح روح معذبة في الارض روح كلها اخلاص ونور وعلشان كده انا حبيتك وحعيش طول عمري على حبك الكلام ده كتير علي يا احمد ده جزء من الحقيقة صفاء اذا رضيت في انك تجوزيني حكون اسعد انسان واذا نفضطي فتأكد اني حعيش على حبك ومش حفكر في يوم الايام اني اجوز انا حعمل المستحيل يا احمد عشان اسعدك واعتقد اني مهما عملت مش هقدر اديلك حقك وجود الجنبي هو السعادة اللي بتمنعها ودي اسعد لحظة في حياتي عارف ايه الخبر اللي حفرحت قوي اهدم حلته تحسنت صحيح يا احمد صحيح وحتشوفي بنفسك وحروح نزوره النهاردة في المستشفى ده اعظم خبر سمعته في حياتي عمو صفاء تعالي يا بنتي يا حبيبي يا عمو كفاء دموع بقى يا صفاء الله يا اقبال فين اقبال في غرفة الانتظار ومعها احمد ابنك اندهيهم يا صفاء اندهيهم حاضر يا عمو انا شايف حالتك بتتحسن قوي فعلا يا احمد بس يظهر اني مش هعيش يا احمد ايه الكلام ده ضد كتر بيقولولي ان كمان شهرين ثلاثة وترجع لحالتك الطبيعية انا لو مت استضايح يا احمد انا اقتلت مش انت اللي اقتلت اللي اقتل واحد غيرك واحد مجنون ما هو انا هو وهو انا لا انتم شخصيتين منفصلتين وما فيش اي علاقة بينكم المهم انت هتتجوز صفاء امتا احنا مستمي موافقتك موافقتي انا انت عارف انا موافق من زمان يبا خلاص تحب امتا كل مكان بدلي كل مكان احسن حضرتك اللي تحدد المعاد بعد شهر كويس كويس احمد وصيتي صفاء وقبال واحمد ابني انا سميته احمد على اسمك وعاوزك تعتبر ابنك او اخوك احسايد ادم بلاش الكلام ده ربنا يديك طولة العمر وتخف وتخرج من المستشفى وترجع لمراتك وابنك ده كل شيء بيد الله بس مهم انك ما تنساش الوصية احمد اه تعالي تعالي اعبال تعالي ازيك يا اهدم الحمد الله عامل ايه احمد معك دايما يسأل عليك تعال يا حمادة تعال في احمد انه يشبهني ومن شبه اباه فما ظلم بس اوعى يا احمد تعمل العمل وابوك اوعى احسن ازعل منك اوعى اتفكر في يوم الايام في الفلوس الفلوس هي اللي عملت في ابوك كده الفلوس يا ابني وسيلة مش غاية وسيلة عشان نعيش بيها في الدنيا بس ليه بتقول كده يا ادم بنصح ابني عشان ما ياخدش العلق اللي خدها ابوه ايها الصفاء اه حتى تتجوزه امتى حضرتك اللي تقول النهاردة كام؟ خمسة مارس لحد اول ابريل تجاهزي نفسي تشتري الهدوم والمساغات وتعملي فستاني الفرح بس اسمعوا اوعى تنسوني لازم تعزموني في الفرح يا دكتور ارجوك ده اسعد يوم في حياتي ولازم احطر الفرح بس دي مسؤولية خطيرة يا سيد ادم يعني خلصك بنت تتجوز ومحضرش فرحة مش عارف اقولك تخليني اخرج من هدم حد يشوفني احضر الفرح وارجع الساعة 12 من هدم حد يحس حاضر يا سيد ادم لو ان فيها مسؤولية كبيرة انما الواجب الانساني اكبر من المسؤولية وكمان انا حاج معاك عشان تكون تحت اشرافي مبروك يا استاذ احمد ألف مبروك ألف مبروك وربنا تم بخير عقبال البكار يا سيدي ونعبر برضو فرحهم شكرا 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 شايف يا احمد عم فرحة نزال يا حبيبي عم مبروك يا عروسة مبروك يا احمد الله يبارك فيك عقبال احمد ابنك يعني هعيش لحد ما اشوف وهو بيتجوز وحتشوف ابنه كمان وهو بيتجوز مش للدرجات دي يا احمد مبروك يا ادف سامحين يا ابال انت اللي تسمحني خلي بالك من احمد ابننا يا ابال وانت متخليش بالك ليه الدكترة بيقوله كمان شهر ثلاثة وتخرج تخرج ليه والابنك وكفاية اللي شفناه كفاية العزب مش كده يا ادم مبتردش عليها ليه يا ادم 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 ايه فيه ايه با كلمني يكلمني ودلوقت مبيردش عليها ليه سيد ادم مفيش دكتور هنا يا دكتور عزة ايوه عارسنا ايه ده ده ادم مش عارف ماله مبقى ايه في حياتك عمو ايه عمو مسترز احمد المعزين مستنيينك عشان الزفة زفة لا لا صفاء روح يا حبيبتي وده معقول يا مرتام روح يا حبيبتي متخلوش حد احس ان فيه حاجة حصلت لا حول ولا قوة الا بالله خد مراتك واخرك اخرج يا حبيب انا جان المعزين وده معقول عدال هو حيفرح لما انتوا هتعملوا كده انتوا عارفين انه كان بيت منى الي ام ده فاذا كنتوا صحيح بتحبوه اطلعوا اطلعوا دلوقتي يلا يا صفاء يلا يا احمد يلا يا بنتي مفتاح ممكن تسيبني معاه لوحده يا ستة اقبال لا لا يا مفتاح واقف الباب وراك ارجوك ادم حبيب كده ادم كده ادم تسيبني انا وابنك احمد ادم انا هعيش علشان احمد ابنك هيكون ابني وأبوي وحبي وحناني وأهلي وكل دنيتي